ناسيم الصبع تأليف دانييل جلاتور ترجمة محمود حسنين الفصل الأول خمسة عشر كانون الثاني الموضوع إلغاء الاشتراك أريد أن ألغي اشتراكي من فضلكم هل يمكنني ذلك بهذه الطريقة؟ مع أطيب تحياتي بعد ثمانية عشر يوما الموضوع إلغاء الاشتراك أريد إلغاء اشتراكي هل يمكنني ذلك عن طريق البريد الالكتروني؟ أرجو أن أتلقى ردا ولو قصيرا مع أطيب تحياتي بعد ثلاث وثلاثون يوما الموضوع إلغاء الاشتراك السيدات والسادة الأفاضل في دار لايك لو كانت تجاهلكم المتعمد لمحاولات إلغاء الاشتراك من طرفي هدفه بيع أعداد من منتجكم الذي ينحضر مستواه بإضطراض فيؤسفني أن أبلغكم لن أدفع مليما بعد الآن مع أطيب تحياتي بعد ثمانية دقائق لقد كتبت على عنوان الخطأ هذا هو عنواني الخاص ولكنك على ما يبدو تقصدين أنت الشخص السهلس الذي يصلني منه طلب إلغاء الاشتراك لا بد أن المجلة قد صارت سيئة جدا بعد خمس دقائق عذرا وشكرا على التوضيح تحياتي بعد تسعة شهور بدون موضوع أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد بعد دقيقتين رد يا سيدة إيمي روتنر رغم أن درجة معرفتنا ببعضنا بعضا تكاد تكون أقل من منعدمة فأشكرك على رسالتك الجماعية الدافئة المبتكرة لا بد أن تعرفي أنني أحب الرسائل الجماعية إلى جماعة لا أنتمي لها تحياتي ليو لايكا بعد ثمانية عشر دقيقة أعتذر عن الرسالة المزعجة يا سيد تحياتي ليو لايكا عنوانك تسلل عن طريق الخطأ إلى قائمة عنوين زبائني لأنني كنت أريد إلغاء اشتراك قبل عدة شهور وكتبت على عنوانك الإلكتروني سهوا سأمحوه على الفور ملحوظة لو خطر ببالك سيغة مبتكرة غير أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد للتهنئة بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد فسأكون مسرورة جدا لو أبلغتني بها وحتى ذلك الحين أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد إيمي روتنر بعد ست دقائق أتمنى لك عيدا طيبا ويسعدني أنك مقبلة على عام سيكون ولشك واحدا من أجمل أعوام عمرك المديد الجميل وإن حدث واشتركت في تلك الأثناء فيما يعكر صفو أيامك فلا تترددي في أن تكتبي لي سهوا طلبا لإلغاء الاشتراك ليو لايكا بعد ثلاث دقائق أفهمتني وأبهرتني مودتي اي ار بعد ثماني وسلسون يوما الموضوع ولا يورو واحد السادة مديري داري ناشري لايك بعد التحية لقد أكدتوا انفصالي عن مجلتكم ثلاث مرات كتابيا ومرتين هاتفيا لدى سيدة بين قوسين تدعهان إذا واصلتم إرسال المجلة إلي فسأعتبر ذلك نوعا من التسليه تروحون بها عن أنفسكم أما قسيمة دفع مبلغ 186 يورو فسأحتفظ بها تذكارا لتذكرني بمجلتكم حين تكفون عن إرسال العداد إلي وأرجو أن لا تنتظر أن أدفع يورو واحدا وتقبل فائق احترامي اي روتنر بعد ثانيتين يا سيدة روتنر هل تفعلين ذلك عمدا أم أنك اشتركت فيما عكر صفو أيامك مع أطيب تحياتي ليو لايكا بعد 15 دقيقة رد يا سيد لايكا أشعر الآن بحرج شديد دعني أوضح لك لدي مشكلة مزمنة فيما يتعلق بحرفي حين أكتب بسرعة ويكون الحرف التالي ينزلق دوما رقما عني حرف اي قبل يمكنك القول إن حربا بين أسباعي الوسطيين تدور رحاها على لوحة المفاتيح الوسط اليسرى تريد دوما أن تكون أسرع من الوسط اليمنى فأنا مولودة أصلا عصرى وحولني في المدرسة إلى يمنى وهو الأمر الذي لم تغفره يدي لأسرى لي حتى اليوم فهي دائما ما تدفع بوسطها حرف اي قبل أن تتمكن اليسرى من كتابة اي أعتذر عن الإزعاج لن يتكرر بين قوسين على الأرجح مرة أخرى طاب مساءك ايه روتنر بعد أربعة دقائق يا سيدة روتنر هل تأذانين لي بسؤال؟ وإليك السؤال الثاني كم من الوقت احتجت لكتابة الرسالة التي تشرحين فيها مشكلتك مع الإي والآي؟ مودتي ليولئك بعد ثلاث دقائق رد إليك سؤالا كم تظن ولماذا تسأل؟ بعد ثماني دقائق رد أعتقد أنك لم تحتاج أكثر من عشرين ثانية لو صحظني فأهنيوك لقد نجحت في كتابتي رسالة رائعة دفعتني إلى الابتسام وهو أمر لم يتمكن منه أحد أو شيء هذا المساء وردا على سؤالك لماذا أسأل؟ أنا منشغل في الوقت الحالي بلغة الرسائل الإلكترونية لأسباب وظيفية والآن سؤالي مرة أخرى ليس أكثر من عشرين ثانية هل أنا على صواب؟ بعد ثلاث دقائق رد هكذا إذن مهنتك لها علاقة بالرسائل الإلكترونية يبدو أمرا مشوقا إلا أنني أشعر وكأني فأر تجارب ولكن لا يهم هل لديك موقع على الإنترنت؟ إن لا هل تريد موقعا؟ إن نعم هل تريد موقعا جميلا؟ فمهنتي هي تصميم مواقع الإنترنت بين قوسين حتى الآن احتشت عشر ثوان بالضبط لقد أوقفت الساعة ولكنه كان حديث عمل لا يتطلب ذلك وقتا طويلا فيما يخص الرسالة المتواضعة حول مشكلتي مع الإي والآي فقد جانبك الصواب تماما لقد سرقت ثلاث دقائق من عمر الثمين ولكن من يدري لعل في ذلك خيرا والآن أود أن أعرف لماذا ظننت أنني لم أحتج سوى عشرين ثانية فحسب لتلك الرسالة وقبل أن أتركك وشأنك للأبد بين قوسين إلا أن ترسل لي دار ليك قسمتي دفع مرة أخرى أود أن أعرف شيئا آخر كتبت على هل تأزنين لي بسؤال؟ وإليك السؤال الثاني إلى آخره لدي سؤالا لدي سؤالا الأول كم من الوقت احتشت لهذه النكتة؟ الثاني هل هذه هي طريقتك في المزاح؟ بعد ساعة ونصف رد يا سيدة روتنر سأرد عليك غدا سأغلق الآن حاسبي طاب مساءك أو تصبحين على خير أيهما أنسب ليه لايكا بعد أربعة أيام الموضوع أسئلة تنتظر إجابة عزيزة السيدة روتنر أعتذر عن التأخر في الرد أمر حاليا بأوقات عاصفة لقد سألت عن سبب ظن الخاطئ أنك لم تحتاج أكثر من عشرين ثانية لشرح مشكلتك مع الإي والآي رسائلك تبدو فياضة لو صح هذا التعبير أكاد أجزم أنك تتحدثين بسرعة وتكتبين بسرعة وأنك ذات شخصية شديدة الحيوية لا تكفيها أبدا سرعة إقاع الحياة اليومية حين أقرأ رسائلك لا ألاحظ وقفات تبدو لي في نبرتها وإقاعها نشيطة لاهثة حيوية وسريعة بل ومتوترة إلى حد ما لا يكتب شخص ضغط دم منخفض كما تكتبين يبدو لي أن أفكارك العفوية تتضفق بسلاسة فيما تكتبين ولغتك تنم عن ثقة واقتدار على اختيار الألفاظ الجذلة واللاذعة ولكن حين تقولين إنك احتشت أكثر من ثلاث دقائق لكتابة رسالة الإي والآي فقد رسمت ولا شك صورة خاطئة لك سألتني عن طريقتي في المزاح وهو فصل ذو شجون من فصول حياتي لا بد للمرء أن يشعر في نفسه بنفحة من الفكاهة كي يكون خفيف الظل ولكني لا أشعر بذلك في الوقت الحالي أشعر بأنني ثقيل الظل وحين أسترجع الأيام والأسابيع الماضية أفقد القدرة على الضحك ولكن هذه حكاية خاصة لا مكان لها هنا أشكرك على أي تحال على أسلوبك المنعش سرني الحديث معك كثيرا أظن أنني أجبت على السؤالين بما يكفي ويزيد سأفرح ولا شك لو حدث وكتبت لي من دون قصد مرة أخرى ولكن رجاءً إلغي اشتراكك في مجلة لايك فقد صار أمرا مزعجا بعض الشيء أم تريدنا أن أقوم بذلك نيابة عنك مع مودتي ليو لايكا بعد أربعين دقيقة رد عزيزي السيد لايكا يجب أن أعترف لك بشيء لم أحتش حقا أكثر من 20 ثانية لكتابة رسالة الإي وآي أحسست بالغيظ لأنك قدرت أنني أكتب رسائلي متعجلة أنت محق فيما ذهبت إليه ولكن لم يكن لك الحق أن تعرفه قبل أن أقوله لك وبالرغم من أنك غير قادر على المزاح بين قصين حاليا فأنت فيما يبدو على دراية جيدة بالرسائل الإلكترونية أبهرني كيف قرأتني بالتلقائية ككتاب مفتوح هل أنت بروفيسير لعلوم اللغة الألمانية وآدبها؟ مع مودتي إيمي شديدة الحيوية روتنر بعد 18 يوما الموضوع مرحبا مرحبا يا سيد لايكا أردت فقط أن أقول لك إن دار لايك توقفت عن إرسال المجلة لي هل تدخلت في الموضوع؟ لما لا تكتب لي؟ فأنا لا أعرف مثلا إن كنت بروفيسيرا على أي حال جوجل لا يعرفك أو ربما يقدر على إخفاءك بصورة جيدة وما هي أخبار قدرتك على المزاح؟ هل تحسنت؟ نحن في موسم المهرجانات وإن كانت قدرتك فلن تجد منافسا في ظل سقل الدم السائد هذه الأيام مع مودتي إيمي روتنر بعد ساعتين رد عزيزتي عزيزتي السيدة روتنر كم هو جميل أنك كتبت لي افتقدتك كنت على وشك أن أشترك في مجلة لايك احترسي حس الفكاهي في طريقه إلى العودة هل بحثت عني بمحرد جوجل؟ أعتبر هذا الاهتمام إطراءا كبيرا لي أما كونك تعتقدين أنني بروفيسير فهذا حتى أكون صادقا معك لا يعجوني تظنيني عجوزا؟ متخشبا متفلسف متعالم؟ على أي حال لن أحاول إثبات العكس بكل السبول حفظا لماء وجهي لعلي أكتب في الوقت الحالي أكبر من سني وأظن أنك تكتبين أصغر من سنك أعمل استشاريا للتواصل وباحثا جامعيا في اللسانيات النفسية ونقوم حاليا بدراسة حول تأثير الرسالة الإلكترونية على سلوكنا اللغوي والجزء الأكثر تشويقا منها حول الرسالة الإلكترونية بوصفها وسيلة لنقل المشاعر لذا أميل إلى الحديث عن العمل ولكني سأكبح جماح نفسي في المستقبل أعيدك أتمنى أن تشتازي موسم المهرجانات بسلام إن صح انطباعي عنك فلديك مجموعة كبيرة من أنف البهلوانات والصفارات لكي مني كل المودة ليولايكا بعد 22 دقيقة عزيزي باحث اللسانيات النفسية دعني أختبرك أي جملة حسب رأيك أثارت اهتمامي أثارت اهتمامي لدرجة كانت تدفعني للطرح سؤالا لو لا أنني أريد أن أختبرك وإليك نصيحة بشأن حسك الفكاهي وجدت جملتك كنت على وشك أن أشترك في مجلة لايك تبعث على الأمال لكنك أفسدت كل شيء بملحوظتك بين قوسي احترسي حس الفكاهي في طريقه للعودة عليك أن لا تضيف مثل هذه التعليقات ووجدت أيضا موضوع أنف البهلوان والصفارات فكاهيا نشترك فيما يبدو في اللاحس الفكاهي عليك أن تثق في قدرتي على إدراك سخريتك وتخلى عن الوجه المبتسم لك مني كل المودة يسرني الحديث معك فعلا امي روتنر بعد 10 دقائق رد عزيزتي امي روتنر أشكرك على نصائحك بشأن حس الفكاهي ستجعلين مني في نهايات المطاف رجلا خفيف الظل وأشكرك بصفة خاصة على الاختبار سيمنحني الفرصة لأن أثبت لك أنني لست البروفيسير المعتد بذاته فإن كنت هذا الشخص لخمنت أن أكثر جملة أثارت اهتمامك هي نقوم حاليا بدراسة حول الرسالة الإلكترونية بوصفها وسيلة لنقل المشاعر ولكنني متأكد أن أكثر جملة تهمك تكتبين أصغر من سنك وهذا يستتبع بالضرورة السؤال كيف استدل على هذا الظن؟ والسؤال التالي كم يظن عمري؟ هل أنا محق؟ بعد 8 دقائق ليولايكا يا لفراستك عليك الآن أن تسوق حججا جيدا كي تفسر لي لما أنا في رأيك أكبر سنا مما يبدو من طريقة كتابتي أو على وجه أضق كم عمري الذي يستدل عليه من طريقتي في الكتابة وكم عمري الحقيقي ولماذا؟ وحين تقوم بهذه الواجبات قل لي مقاص حدائي لك مني كل المودة إمي بين قوسين أستمتع فعلا بتبادل الرسائل معك بعد 45 دقيقة تكتبينك من عمره 30 ولكنك في حدود الأربعين فلنقل 42 كيف أمكنني الاستدلال على ذلك؟ لا تقرأ سيدة ثلاثينية مجلة لايك بانتظام متوسط عمر المشتركات في مجلة لايك 50 سنة ولكنك أصغر سنا لأن مهنتك لها علاقة بمواقع الإنترنت لذا فقد تكونين ثلاثين أو أصغر بكثير ولكن لا تبعث سيدة ثلاثينية رسالة جماعية إلى الزبائن لتهنئهم بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد على نحو ما فعلتي كما أن اسمك إيمة وتكتبينه إيمي على سبيل التدليل أعرف ثلاثة يحملنا هذا الاسم وجميعهن أكبر من أربعين لا توجد امرأة ثلاثينية اسمها إيمة هناك فتيات أصغر من 20 سنة يحملنا هذا الاسم ولكنك لست أصغر من 20 سنة وإلا كنتي ستستخدمين كلمات شبابية وتعبيرات شبابية وكنت لن تحرسي على استخدام علامة الترقيم أو قواعد الإملاء الصحيحة وكان سيكون لديك ما هو أفضل من التواصل مع من يبدو بروفيسيرا ثقيل الظل والاهتمام بتقديره لعمرك وثمت شيئا آخر يتعلق بإيمة من يكون اسمه إيمة ويكتب أصغر من سنه فسيسمي نفسه إيمة وليس إيمة والخلاصة يا عزيزتي إيمة روتنر أنت تكتبينك من عمره 30 ولكنك 42 لست محقا؟ ومقاس حذائك 36 أنت قصيرة ورقيقة وحيوية وشعرك قصير داكن وطفيذين حيوية حين تتحدثين ألست محقا؟ طاب مساءك ليولاك في اليوم التالي الموضوع على ما تستفهام عزيزتي السيدة روتنر هل تشعرين بالإساءة؟ انظري أنا لا أعرفك كيف يمكنني أن أعرف عمرك؟ لعلك 20 أو 60 لعل طولك 190 سنتيمترا ووزنك 100 كيلو لعل مقاس حذائك 46 ولذا ليس لديك سوى ثلاثة أحزيات مصنوعة خصصا لك ولكي تمولي حذاء رابعا اضطرت إلى إلغاء اشتراكي لايك وكسبي ودي زبائنك بتهاني عيد الميلاد أرجو أن لا تغضبي تكونت لدي صورة لك أراها أمامي وحاولت أن أنقلها لك في دقة مبالغ فيها صدقيني لم أرغب في أي إساءة مع مودتي ليو لايكا بعد ساعتين رد عزيزي البروفيسور يعجبني حسك الفكاهي لا يفصله عن الجدية المزمنة سوى نصف نغمة ويبدو لهذا السبب شاذا سأكتب لك غدا أتطلع لذلك بفارغ الصبر ايمي بعد سبع دقائق رد شكرا شكرا يمكنني الآن النوم مستريح البال ليو في اليوم التالي الموضوع إساءة عزيزي ليو سأترك الآن لايكا ويمكنك في المقابل أن تنسى روتنر استمتعت برسائلك أمس كثيرا وقرأتها أكثر من مرة وأود أن أطريك إنه لمن المشوق أن تولي هذا الاهتمام لإنسان لا تعرفه لم تره ولن تراه على الأرجح أبدا لإنسان لا تنتظر منه شيئا ولا تعرف إن كان سيأتي منه شيئا في المقابل ذلك أمر غير معتاد في الرجال وأقدره فيك جدا أردت أن أقول ذلك لك منذ البداية وقبل شرح بعض النقاط واحد لديك عقدة نفسية من الرسائل الجماعية التي تحتوي على تهنئة بعيد الميلاد كيف أوصبت بها يبدو أنك تشعر بإهانة شديدة حين يقول أحدهم أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد طيب أعيدك أن لا أقول ذلك أبدا أبدا مرة أخرى وبالمناسبة يدهشني أنك تستدل على العمر من أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد هل لو قلت أجمل التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد لكنت أصغر عشر سنوات إثنين آسفة يا عزيزي ليو باحث اللسانيات النفسية ولكن الاعتقاد بأن امرأة لا يمكن أن تكون أصغر من عشرون سنة لأنها لا تستخدم كلمات شبابية يبدو لي عجيبا وبعيدا عن العالم الواقعي وآتيا من بروفيسير جالس في برجه العاجي ولا يعني ذلك أنني أجاهد هنا لأكتب بطريقة تجعلك تعتقد أنني أصغر من عشرين سنة ولكن هل يمكنك أن تعرف ذلك حقا؟ ثلاثة قلت أنني أكتب كمن عمره سلاسون وأضفت ولكن لا توجد امرأة ثلاثينية تقرأ مجلة لايك يسرني أن أخبرك المجلة اشتركت فيها لوالدتي ما قولك الآن؟ هل أنا الآن أصغر مما أكتب؟ أربعة مضطرة الآن أن أتركك مع هذا السؤال المحوري لدي موعد درس في الكنيسة مدرسة الرقص موعد مانيكير موعد القاهرة موعد القهوة الصباحية مع صديقاتي اختر ما يحلو لك طاب يومك يا لي امي بعد ثلاث دقائق لدي شيء آخر نسيت أن أقوله لك لم يجانبك الصواب كثيرا في تخميني مقاس حذائي مقاسي سبعة وثلاثون ولكنك لست في حاجة لأن تهديني حذاء فلدي جميع أنواع الأحذية الموجودة في العالم بعد ثلاثة أيام الموضوع شيء ينقصني عزيزي ليو حين تتوقف عن الكتابة لي لمدة ثلاثة أيام أشعر بشيئين واحد أندهش اثنين شيء ينقصني كلا الأمرين غير مريح افعل شيئا امي في اليوم التالي أخيرا أرسلتها عزيزتي امي دفاعا عن نفسي أسجل ما يليه كتبت لك يوميا ولكني لم أرسل رسائل فحسب لا بالعكس قمت من محوها مرة أخرى لقد وصلت في حوارنا إلى نقطة حرجة بدأت امي ذات الحزاء مقاسي سبعة وثلاثون تتريجيا في إثارة اهتمامي بقدر يتخطى الإطار الذي أجري فيه حواري معها وحين تقرر امي ذات الحزاء مقاسي سبعة وثلاثون أننا لن نرى بعضنا على الأرجح فمعها حق وأشاركها الرأي أعتقد أنه من الحصافات الشديدة جدا أن نبني تصرفاتنا على افتراض أننا لن نتقابل فلا أريد أن ينحذر مستوى حوارنا إلى مستوى إعلانات البحث عن شريك للحياة أو الدردشة في غرفة الشات سأضغط الآن على إرسال حتى تجد امي ذات الحزاء مقاسي سبعة وثلاثون شيئا مني في بريدها الوارد بين قوسين الرسالة ليست مشوقة أعرف ذلك ولكنها لا تمثل سوى جزء ضئيل جدا مما كنت أود كتابته لكني مني كل المودة ليو بعد ثلاثة وعشرون دقيقة هكذا ليو باحث اللسانات النفسية لا يريد أن يعرف إذن شكل إمي ذات الحزاء المقاسي سبعة وثلاثون ليو لا أصدقك أي رجل يريد أن يعرف شكل أي امرأة يتحدث معها ولا يعرف شكلها بل ويريد أن يعرف شكلها بسرعة قدر الإمكان لأنه سيعرف حينئذ إن كان يريد مواصلة الحديث معها أم لا ألست محقا؟ مودتي إمي مقاس سبعة وثلاثون بعد ثمانية دقائق انفعلتي ولم تكتبي ألست محقا؟ لا أحتاج أن أعرف شكلك حين تكتبين لي مثل هذه الردود يا إمي فأنت أمامي بالفعل ولا أحتاج أن أتخصص في اللسانيات النفسية لمعرفة ذلك ليو بعد واحد وعشرون دقيقة أخطأت يا سيد ليو كتبت الرسالة وأنا هادئة تماما عليك أن تراني حين أنفعل حقا وبالمناسبة أنت تميل إلى عدم إجابة أسئلتي ألست محقا؟ وقل لي كيف تبدو حين تقول ألست محقا؟ هتسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى رسالتك الصباحية الرشيقة فهي مليئة بالتناقضات وهي كما يلي واحد تكتب لي رسائل ولا ترسلها اثنان تبدأ تدريجيا في الاهتمام بي بقدر يتخطى بين قوسعين الإطار الذي يجري فيه حوارنا ما معنى هذا؟ أليس إطار حوارنا هو الاهتمام المتبادل بشخص لا يعرف الآخر على الإطلاق؟ ثلاثة وترى أنه من الحصافة الشديدة؟ لا بل ترى أنه من الحصافة الشديدة جدا أننا لن نلتقي أبدا أحسدك على إخلاصك الحميمي للحصافة لا تريد دردشة غرفة شات بل عن أي الأمور علينا أن نتحدث حتى لا تبدأ في الاهتمام بي بما يتخطى بين قوسعين الإطار خمسة وفي حالة بين قوسعين وهي حالة غير مستبعدة أنك لن تجيب على أي من أسئلة السابقة لقد قلت إن ما كتبته كان جزءا ضائلا جدا مما تريد كتابته اكتب لي البقية أتطلع بفارغ الصبر إلى كل سطر أستمتع بقراءتك يا عزيزي ليو إمي بعد خمسة عشر دقيقة عزيزتي إمي إذا لم تكتبي واحد واثنين وثلاثة إلى آخره فلن تكوني أنت هل أنا على صواب؟ المزيد غدا طابة مساءك ليو في اليوم التالي بدون موضوع عزيزتي إمي هل فتى نظرك أننا لا نعرف شيئا البتا عن بعضنا بعضا؟ يصنع كل منا شخصية خيالية افتراضية ويرسم صورة وهمية للآخر؟ نطرح أسئلة تكمن جاذبيتها في أننا لا نجيب عليها أجل يتبارى كل منا في إثارة فضول الآخر وإذكائه من خلال عدم إشباعه على الإطاق ونحاول أن نقرأ ما بين السطور وما بين الكلمات وقريبا ما بين الأحرف ويبذل كل منا ما في وسعه لرسم صورة صحيحة للآخر وفي الوقت نفسه نحرص بشدة على أن لا نفصح عن شيئا جوهريا عن أنفسنا ولكن ماذا يعني جوهري؟ لم يحكي أي منا شيئا أي شيئا من الحياة اليومية أي شيئا قد يكون مهما له ونتواصل في الفراغ أخبر كل منا الآخر عن وظيفته بلا باقة في مقدورك أن تصممي لي موقعا شخصيا جميلا على الإنترنت وسأقدم لك في المقابل مخططا بين قوسين سيئا لشخصيتك قائما على تحليل لغوي نفسي ذلك كل شيء ونعرف بسبب مجلة ضعيفة المستوى أننا نعيش في المدينة الكبيرة نفسها وغير ذلك لا شيء لا يوجد أشخاص حولنا لا عنوان لنا لا عمر لنا لا وجوه لنا لا نميز بين النهر والليل نعيش خارج الزمان ليس لدى كل منا سوى شاشته أمامه وحده فحسب ولدينا هواية مشتركة يهتم كل منا بشخص غريب تماما بالنسبة له برافو فيما يتعلق بي وهنا أقتم لك على اعترافا أنا مهتم بك جدا يا عزيزتي إيمي لا أدري تفسيرا لهذا الاهتمام ولكني أعرف سببا جليا دفعني إليه وأعي أيضا لا معقولية هذا الاهتمام وأعي أيضا لا معقولية هذا الاهتمام فهو لن يصمد أمام أي لقاء مهما كان شكلك وعمرك ومهما يكون ما ستأخذينه من جاذبيتي رسائلك إلى اللقاء ومهما سيكون نصيب عينيك وشفتيك وأنفك من طرفتك المكتوبة هذا الاهتمام الجنوني على ما أظن يعيش وينمو من صندوق البريد الوارد وأي محاولة لإخراجه من مكانه ستفشل فشلا دريعا والآن سؤالي الأهم يا عزيزتي إيمي هل ما زلت تريدين أن أكتب لكي؟ سأكون ممتنا لكي إن حصلت هذه المرة على إجابة واضحة صريحة لكي مني كل الموادة ليو بعد 21 دقيقة عزيزي ليو كانت الجرعة كبيرة هذه المرة يبدو أنه لديك الكثير من وقت الفراغ أم أنه يحسب لك عملا هل تحصل على مقابل النظير ما تنفقه من وقت؟ هل يمكنك خصمه من الضرائب؟ أعرف أن لساني طويل ولكن على الورق فقط وفقط حين أشعر بأن ثقة في نفسي تهتز ولكن المؤكد أنني أريد رسائلا منك لو لم يكن لديك مانا وإذا لم يكن هذا واضحا بما يكفي دعني أحاول مرة أخرى نعم أريد رسائل من ليو لايكا رسائل من ليو رسائل من ليو أرجوك لقد أدمنت رسائل ليو والآن عليك أن تخبرني لما لا تدري تفسيرا لاهتمامك بي ولكنك تعرف سببا جاليا دفعك إليه لا أفهم ما تقصده ولكنه يثير فضولي لك مني كل كل الموادة وكل إضافية إمي ملحوظة رسالتك السابقة رائعة لها تحمل ذرة فكهة ولكنها رائعة في اليوم بعد التالي الموضوع أطيب التهاني بعيد الميلاد المجيد عزيزتي إمي دعيني أحيد اليوم عما أرسيناه من تقاليد وأحكي لك شيئا عن حياتي كان اسمها مارلينا قبل ثلاثة أشهر كنت سأكتب اسمها مارلينا أما اليوم فيجب أن أضيف كان بعد خمس سنوات من حاضرا بلا مستقبل وصلت أخيرا إلى اللحظة التي يمكنني أن أستخدم فيها فعل الماضي لن أثقل عليك بتفاصيل علاقتنا أجمل ما فيها كانت البدايات الجديدة المتكررة ولأننا كنا نعشق البدايات الجديدة كنا نبدأ علاقتنا من جديد كل بضعة أشهر كل منا كان الحب الكبير في حياة الآخر ولكننا لم نكن كذلك أبدا حين نكون معا كنا ذلك فقط ودائما في الوقت الذي نسعى فيه للعودة إلى بعضنا بعضا أجل وفي الخريف حدث ما كان لابد من حدوثه تعرفت مارلينا على رجل آخر يمكنها أن تظل معه من دون بدايات جديدة متكررة رغم أنه طيار في أحد الخطوط الجوية الإسبانية ما علينا حين عرفت ذلك صرت متأكدا كما لم أكن من قبل أن مارلينا المرأة الوحيدة في حياتي وأن علي فعل أي شيء حتى لا أخسرها للأبد فعلت لأسابيع كل ما في وسعي وزيادة ولن أثقل عليك أيضا هنا بالتفاصيل وأو شكت أن تمنحني فرصة أو بالأحرى تمنحنا فرصة أخيرة عيد الميلاد المجيد في باريس يمكنك أن تسخري مني كما يحلو لك يا إمي كنت أنوي أن أعرض عليها الزواج يا لي من أبله كانت تنتظر عودة الإسباني لتخبره الحقيقة عني وعن باريس كانت مدينة له بذلك كما قالت كنت أشعر بالغثيان ماذا يعني الغثيان؟ كنت أشعر بطائرة إيرباس إسبانية في معيدتي حين أفكر في مارلينا وفي هذا الطيار كان ذلك يوم التاسع عشر من كانون الأول في العصري تلقيت لا ليس حتى مكالمة تلقيت رسالة إلكترونية كارثية منها ليو لا فائدة لن أستطيع باريس لن تكون أكثر من مجرد كذبة جديدة أرجوك سامحني أو شيئا من هذا القبيل لا لم يكن شيئا من هذا القبيل وإنما نص الرسالة حرفيا كتبت لها على الفور مارلينا أريد أن أتزوجك أعني ما أقوله جديا أريد أن أكون معك إلى الأبد أعرف الآن أنني أستطيع ذلك لقد خلقنا لبعضنا بعضا ثقي في للمرة الأخيرة دعينا نتحدث عن كل شيء في باريس أرجوك قولي نعم لباريس ثم انتظرت إجابة ساعة ساعتين ثلاث ساعات وفي تلك الأثناء كنت أتحدث كل عشرين دقيقة مع بريدها الصوتي الأبكم الأصم وأقرأ رسائل غرامية قديمة مخزنة في حاسبي وأشاهد صورنا التي التقدناها في رحلات المصالحة التي لا تحصى وفجأة حضقت مجدوها في الشاشة أمام هذا الصوت القصير البارد الذي يصدر حين تصل رسالة جديدة توقفت حياتي مع مارلينا ومن وجهة نظري أنذاك حياتي كلها برمز الرسالة في شريط المهام كنت قد منحت نفسي مهلة للعذاب تنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء إذا لم تجيب مارلينا حتى ذلك الحين فعلى باريس وعلى آخر فرصة لنا السلام كانت الساعة الثامنة وسبعا وخمسين دقيقة وفجأة الصوت ورمز الرسالة صعقة كهربائية أزمة قلبية رسالة أغلق عيني للحظات أستجمع ما تبقى من تفكير إيجابي لدي وأوجه تركيزي على الخبر المأمول موافقة مارلينا باريس معا حياتي معا للأبد وأقرأ أقرأ أقرأ أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد إيمي روتنر ذلك فيما يخص عقدة نفسية من الرسائل الجماعية التي تحتوي على تهنئة بعيد الميلاد طابة مساءك ليو بعد ساعتين عزيزي ليو يا لها من حكاية جيدة لحظة التنوير كانت أكثر ما أبهرني فيها أشعر بالزهو أن القدر بعثني لمشاركة فيها أرجو أن تكون وعيا أنك بحتلي أنا الشخصية الخيالي الإفتراضية الصورة الوهمية بشيء غير عادي من حياتك كان ذلك من الحياة الخاصة مركت ليو باحث اللسانيات النفسية أشعر اليوم بتعب يحول من دون تعليق على الحكاية بما تستحق ولكن غدا ستحصل مني على تحليل جيد إن أدنت لي لا ينقصه واحد واثنين وسلسة إلى أخ نم جيدا واحلم أحلاما مفيدة وهذه نصيحة ضمنية بألا تحلم بمرلينا إيمي في اليوم التالي الموضوع مارلينا طاب صباحك يا ليو هل تأذن لي أن أقصو عليك بعض الشيء؟ أنت رجل يهتم بالمرأة في البداية والنهاية فقط حين يريدها وقبيلا أن تضيع منه بصورة نهائية أما الوقت الواقع بين ذلك فهو إما ممل أو مرهق لك أو كلاهما ألستم حقا؟ اثنين احتفظت هذه المرة بعزوبيتك بما يشبه المعجزة ولكنك كنت مستعدا لعقد قرانك لإلقاء الطيار الإسباني خارج فراش صديقتك السابقة يدل ذلك على عدم تقدير كبير للزواج ألستم حقا؟ ثلاثة سبق لك الزواج ألستم حقا؟ أربعة أرى صورتك أمامي وأنت غارق في الشفقة على نفسك تقرأ الرسائل الغرامية تشاهد الصور القديمة بدلا من أن تقوم بشيء يدفع مرأة إلى التفكير في أن لديك نفحة من حب أو رغبة خافتة في الارتباط الجاد خمسة أجل ثم تقع رسالة الإلكترونية القدرية في صندوق بريدك المتحكم في مصيرك كما لو أنني نطقت بما كان ولا شك على طرف لسان مرلينة منذ سنوات انتهت علاقتنا يا ليو لأنها لم تبدأ أصلا أو بكلمات أخرى أكثر تعقيدا وتنضح بالأناقة والشاعرية أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد إمي روتنر ستة ولكنك الآن يا عزيزي ليو قمت ببادرة مؤثرة للغاية رددت على مرلينة وهنأتها على قرارها معك حق يا مرلينة انتهت علاقتنا لأنها لم تبدأ أصلا أو بكلمات أخرى أكثر تعقيدا وتنضح بالحيوية والقوة يا سيدة إمي روتنر رغم أن درجة معرفتنا ببعضنا بعضا تكاد تكون أقل من منعظمة فأشكرك على رسالتك الجماعية الدافئة المبتكرة لا بد أن تعرفي أنني أحب الرسائل الجماعية إلى جماعة لا أنتمي لها تحياتي ليو لعيكا يا عزيزي ليو أنت خاسر جيد جدا رفيه الضوء كريم الخلق والآن سؤالي الأهم يا عزيزي ليو وقد تعتبرها النقطة رقم سبعة هل لا تزال تريد أن أكتب لك؟ طاب صباحك إمي بعد ساعتين أهلا إمي ردا على واحد ليس لي ذنب في أنني أذكرك في رجل خيب ظنك على النحو الذي وصفتي في نقطة واحد أرجو أن لا تعتقد أنك تعرفينني أكثر مما هو في مقدورك ليس في مقدورك أصلا أن تعرفيني بين قوسين ردا على اثنين أما فيما يتعلق بفراري إلى خيار الزواج لا يمكنني أكثر من وصم نفسي بالبلاه المطلق ولكن إمي المتحكمة داعية الأخلاق الحميدة ذات الحزاء مقاسي 37 تزايد علي وهي على الأرجح ترغي وتزبد مقطبة عابسة إنقاذا لجلال الزواج ردا على سلاسة يؤصفني نفي تخمينك لم يسبق للزواج مطلقا وأنت أكثر من مرة ألستم حقا؟ ردا على أربعة ها هو الرجل السابق ذكره في نقطة واحد والذي أذكرك به الذي يفضل قراءة رسائل غرامية أكل عليها الدهر وشرب على أن يثبت لك حبه الأبد لعله كان في حياتك أكثر من رجل من هذا النعوة ردا على خمسة أجل في اللحظة التي وصلت فيها تهنئتك بعيد الميلاد شعرت أنني خسرت مرلينا للأبد ردا على ستة رددت عليك أنا داك لأتشاغل عن الفشل وحتى اليوم أنظر لحديثي معك على أنه جزء من عملية علاجي من مرلينا ردا على سبعة اكتبي كما تشائين وكما يحلو لك اكتبي وانفثي كل خيبة أملك في الرجال من أعماق صدرك تظاهري بلا اسمة والكمال اسخري وشمتي كما يحلو لك وحين تشعرين بالارتياح بعدها فقد أدى بريد الإلكتروني غرضه وإذا لم تشعري بالارتياح فلتقوم بالاشتراك في لايك لكي أو لوالدتك وإلغي اشتراك لايك طاب يومك ليو بعد 11 دقيقة وأسف لقد جرحتك لم أقصد ذلك كنت أظن أنك ستحتمل ما كتبت ولكني حملتك فوق طاقتك سأعتقف في ديري الداخلي ليلة سعيدة إمي ملحوظة ردا على نقطة ثلاثة تزوجته مرة واحدة ولا أزال الفصل الثاني بعد أسبوع الموضوع طقس سيء ما أسوأ الطقس اليوم ألست محقة؟ مودتي بعد ثلاث دقائق واحد أمتار اثنين سلوج سلسة أمتار ثلجية تحياتي ليو بعد دقيقتين أما تزال مستأن؟ بعد خمسين ثانية لم أشعر بالاستياء مطلقا بعد ثلاثين ثانية أما أنك لا تتحدث مع النساء المتزوجات بعد دقيقة بلى ولكني أتعجب أحيانا من السبب الذي يدفع النساء المتزوجات لحب الحديث مع رجال غرباء تماما مثلي بعد أربعين ثانية هل لديك الكثير منهن في بريدك الوارد؟ قل لي ما هو مقدار مساهمتي بين قوسين الضئيل جدا في عملية علاجك من مرلينا بعد خمسين ثانية جميل يا إيمي تعودين بالتدريج إلى طبيعتك بدأت لي قبل قليل فاترة ومهادنة وخجولة إلى حد ما بعد نصف ساعة عزيزي ليو دعنا نتحدث بجدية أود أن أقول لك آسفة بكل صدق على رسالتي ذات النقاط السبعة يوم الاسنين الماضي لقد قرأتها عدة مرات وأعترف أنها مقرفة للغاية حين تقرأ بصوت خافت المشكلة أنك لا تعرف كيف أبدو حين أقول هذه الأشياء إذا رأيتني أثناء ذلك فلن تغضب مني أبدا أو بين قوسين هكذا أعتقد صدقني لست محبطة على الإطلاق خيبة أملي في الرجال ظلت في حدودها الطبيعية وهذه الحدود محكومة بدورها بمن يستحقون كلمة رجال ولكنني محظوظة على أي حال أنا سعيدة جدا بحظي في هذا الموضوع وتهكمي رياضة ولهوان أكثر منه سقطا ورابطا في الانتقام وبالمناسبة أقدر جدا لك أنك حكيت لي قصتك عن مرلينا على أنه خطر على بالي الآن أنك لم تحكي لي شيئا عن مرلينا أي نوع من النساء هي ما هو شكلها ما هو مقاس حذاءها ما هو النوع الأحذية التي ترتديها بعد ساعة عزيزتي إيمي أرجو أن لا تغضبي مني ولكن ليس لدي مزاج الآن للحديث عن زوق مرلينا في اختيار الأحذية كانت تمشي على الشاطئ حافية القدمين في الأغلب ذلك كل ما أود أن أقوله لك مضطر الآن للتوقف عن الكتابة ضيوف على وشك القدم يوما سعيدا ليو بعد ثلاثة أيام الموضوع أزمة عزيزي ليو كنت قد عقدت العزمة على أن أطلق الرسالة التالية منك ولا أكتبها أنا لم أدرس اللسانيات النفسية ولكن في وسعي أن أربط بين أمرين واحد بحت لك فيما بين السطور بأنني لست متزوجة فحسب بل وسعيدة في حياة الزوجية اثنين فتلقيت منك أكثر رسائل فطورا منذ البداية الواعدة لنزوتنا الإفتراضية قبل أكثر من عام وبعد ذلك لم تكتب شيئا على الإطلاق هل من الممكن أن تكون فقط تهتمامك بي؟ هل من الممكن أن تكون فقط تهتمامك بي لأنني متزوجة؟ هل من الممكن أن تكون فقط تهتمامك بي لأنني علاوة على ذلك سعيدة في زواجي؟ إن كان الأمر كذلك فكن رجلا وقل لي ذلك بصراحة مع أطيب تحياتي إمي في اليوم التالي يا سيد ليو في اليوم بعد التالي بدون موضوع ليو هل أنت هنا؟ في اليوم التالي بدون موضوع وغض بعد يومين الموضوع بريد لطيف من إمي أهلا إمي يا له من شعور رائع بعد رحلة بحثية في بوخرست التي لم تبارك بالكثير من مواطن الجمال وافتقرت في معظمها إلى الألوان في وقت يسمى هناك تضليلا بالربيع بين قوسين عواصفة ثلزية وسقية يا له من شعور جميل أن تعود للبيت وتشغل الكمبيوتر وتفتح صندوق البريد الإلكتروني فتجد في أدغال 500 رسل لا يعرف الرحمة رسائل تتروح قيمتها ما بين اللقيمة أو إثارة الشفقة وبينها أربع رسائل من السيدة روتنر التي تقدرها وتجلها لمهارتها اللغوية والتعبيرية وحرصها على صياغة أفكارها في نقاط ويغمرك فرح عارم كفرحي دب روماني بشعاع شمس لأنك تتوقع أن تقرأ بضع جمل لطيفة ورقيقة وفكاهية ودافئة وتفتح الرسالة الأولى بحماس وعلى ما تقع عينك على وقت شكرا على حسن الاستقبال إمي ما أجمل ربتك للأمور ولكنني مضطر أن أخيب ظنك لا يزعجني مطلقا أنك متزوجة وسعيدة في زواجك لم أفكر أبدا أن أعرفك بصورة أكثر مما هو ممكن من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية لم أرغب أبدا أن أعرف شكلك أرسم لنفسي صورة لك من كلماتك أصنع لنفسي إمي روتنر تخصني وحدي وهي لا تزال أمامي في مجملها كما كانت عليك في بداية لقاءنا الافتراضي سيانو إن كانت خاضت سلاسة زجاجة تراجيدية أو خمسة لقات سعيدة أو تستمتع بحريتها يوما بعد الآخر وتعيش حياة العزوبية بجموح في الأيال السبت يؤسفني أن أرى أن مراسلتك لي تستهلك طاقتك على ما يبدو وعلاوة على ذلك ثمة شيء يثير عجبي لماذا تهتم ممرأة متزوجة وسعيدة في زواجها وغير حانقة على الرجال مريحة ساخرة لبقة وواثقة لا تأبه لشيء وترتدي حزاء مقاسي سبعة وسالتين لماذا تهتم ممرأة كهذه بالخوض في أمور شخصية كثيرة وبصورة مكثفة مع رجل غريب سيء المزاج متضرر من علاقة نسائية ومعرض للأزمات وشخصيته مثل شخصية بروفيسور تكاد تكون خالية من الدعاء لماذا؟ وما رأي زوجك في ذلك؟ بعد ساعتين الأهم أولا عدد بوليو من بلاد الرومانيين والعود أحمد أعتذر عن كلمة وغد فقد كانت أقرب تعبير لما أسأت فهمه ما أدراني أنك مخلوق فضائي لا يصاب بخيبة أمل حين يعرف أن شريكة رسائله المخلصة الساخرة مرتبطة ما أدراني أن الرجل الذي أمامي يفضل أن يرسم صورا لإميروتنر تخصه وحده على أن يتعرف على الصورة الحقيقية إن أذنت لي أن أستفزك بهذا الشأن مهما ترسم بمخيلتك الجريئة يا ليو باحث اللسانيات النفسية فلن تقترب بهذه الصورة من إميروتنر الحقيقية هل تشعر بالاستفزاز؟ لا؟ ضلنت هذا أخشى أن الأمر معكوس أنت تستفزني يا ليو لديك طريقة غير تقليدية ولكن لا تحيد عن هدفها في جعل نفسك أكثر تشويقا تريد أن تعرف كل شيء ولا شيء عني في الوقت ذاته وتعلن حسب حالتك المزاجية اليومية عن بين قوسين اهتمام جنوني وعدم اهتمام بي يكاد يكون مرضيا يشدني لك وينفرني منك بالتناوب وفي هذه اللحظة مرة أخرى يشدني أعترف بذلك ولكن ربما تكون ذئبا رومانيا وحيدا خجولا ضالا عجوزا لا يمكنه أن ينظر في عيني امرأة يخاف من المقابلات الحقيقية خوفا شديدا ويصنع عوانما خياليا دوما لأنه لا يستطيع التأقل مع محيطه الملموس الواقعي دعلك تعاني عقدة دفينة من النساء ليتني أستطيع أن أسأل مارلينا هل لديك رقم هاتفها الحالي؟ أو رقم هاتف الطيار الإسباني؟ بين قوسين؟ كانت مصحة أرجو ألا تغضب ثلاثة أيام لا يليو أشعر بميل لك وأستلطفك أستلطفك جدا 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 ولا أصدق أنك لا تريد أن تراني لا يعني ذلك أنه علينا أن نرى بعضنا يجب أن لا نفعل ذلك بالطبع ولكني على سبيل المثال أود أن أعرف شكلك سيفسر ذلك الكثير أعني أنه سيفسر لما تكتب كما تكتب لأن شكلك سيكون مثل شخص يكتب مثل ما تكتب وأود أن أعرف ما هو شكل شخص يكتب مثلك سيفسر هذا ذلك وعلى ذكر التفسير لا أريد أن أتحدث عن زوجي ولكن يمكنك أن تتحدث عن نسائك لو كان لديك نساء خارج صندوق البريد الإلكتروني ويمكنني أن أقدم لك نصائحا جيدة ففي وسعي أن أعرف كيف يفكر النساء فأنا من جنسهن ولكن زوجي طيب سأقول لك ننعم بعلاقة رائعة متجانسة ومعنا طفلان أتابه ما زوجي العزيز من زيجة سابقة حتى يوفر علي الحملة ومتاعبه ولا نخفي شيئا عن بعضنا بعضا لقد حكيت له أنني أتبادل رسائل إلكترونية مع باحثي لسانيات نفسية لطيف سأل هل تريدين أن تقابلي رددت لا فقال وما فائدة ذلك إذن أنا لا شيئا على الإطلاق هو طيب كان ذلك كل شيء لم يرغب في معرفة المزيد مني ولم أرغب في أن أقول له أكثر من ذلك ولا أرغب أن أتحدث أكثر عنه اتفقنا؟ والآن يا دب العزيز دعنا نتحدث عنك ما هو شكلك؟ قل لي أرجوك أرجوك لك مني كل المودة إمي في اليوم التالي الموضوع اختبار عزيزتي إمي يصعب علي كذلك الاستغناء عن رسائلك المتقلبة بين دفء وبرودة من يدفع لنا مقابل الوقت الذي نغضيه مع بعضنا دون بعضنا وكيف توفقين بينه وبين أسرتك وعملك على ما يبدو لدى كل طفل من أطفالك ثلاثة حيوانات أليفة أو أكثر ومن أين لك بالوقت الذي تنفقينه؟ في الاهتمام المكثف والدقيق بالدبابة الرومانية تريدين أن تعرفي شكلي؟ طيب سأزعم زعما وأقترح لعبة أعترف أنها لعبة مجنونة ولكن لا بد أن تتعرفي على الجانب الآخر من شخصيتي طيب أراهن أنه يمكنني العثور على إيميروتنر الوحيدة والمتفردة بشحمها ولحمها فلنقل بينها عشرين امرأة بينما لا يمكنك العثور على ليولايكا بين العدد نفسه من الرجال هل نريد خوض هذا الاختبار؟ إذا وافقتي يمكننا أن نفكر في طريقة مناسبة للتنفيذ طاب صباحك ليو بعد خمسون دقيقة لا بد أن نفعل ذلك يا لك من مغامر ولكن قبل ذلك أود أن أقول لك أمرا وأرجو أن لا تغضب مني أتوقع أن شكلك لن يعجبني على الإطلاق يا عزيزي ليو وإمكاني التحقق هذا التوقع كبير لأن الرجال لا يعجبونني عادة عضل قليل من الاستثناءات وأكتشف أنهم مثليون ويول في أغلبهم ومن ناحيتك أفضل أن لا أقول شيئا بهذا الخصوص تتوهم أنه يمكنك التعرف علي فورا لابد أن لديك تصورا عن شكلي كيف كان ذلك؟ 42 قصيرة ورقيقة وحيوية وشعرك قصير ذاكن أتمنى لك التوفيق في التعرف علي كيف سنفعل ذلك؟ هل نتبادل عشرين صورة من ضمنها الصورة الشخصية لكل منا؟ مع مودتي إمي بعد ساعتين عزيزتي إمي أقترح أن نلتقي من دون أن نعرف أي نلتقي في حجد من الناس فيصعب تمييزنا يمكننا على سبيل المثال أن نختار مقهى هوبر الكبير في شارع إرجيل تعرفينه بالتأكيد يرتاد هذا المقهى ناس من مختلف الأعمار والأشكال فلنختار مدة محددة تبلغ ساعتين ربما في عصر أحد أيام الأحد وفي خلال هذه المدة نكون موجودين في المقهى ولن نلاحظ أننا نحاول التعرف على بعضنا بعضا بسبب دخول وخروج الرواد المستمر أما فيما يتعلق بالإحباط المحتمل إن لم ألبي أمانيك الشكلية فأقترح أن لا نبوح بسر شكلنا بعد اللقاء أعتقد أنه من الأكثر تشويقا أن يعرف كلانا إن تعرف على الآخر وكيف وليس كيف نبدو في الحقيقة أكرر ما قلته لا أريد أن أعرف شكلك أريد أن أتعرف عليك فقط وسأفعل ذلك وبالمناسبة فقد عدلت عن وصف السابق لك لقد سردي بالنسبة لي رغم الزوج والطفلين أصغر سنا يا سيدة إيمي رودنر وثمة شيء آخر أشعر بسعادة كبيرة أنك تقطبسين المرة بعد الأخرى من رسائل القديمة فهذا يعني أنك قد احتفظت بها هذا أمر يدعوني لزاهو ما رأيك في فكرة لقاءنا لك مني كل المودة بعد أربعين دقيقة عزيزي ليو ثمة مشكلة لو تعرفت علي فستعرف شكلي ولو تعرفت عليك فسأعرف شكلك ولكنك لا تريد أن تعرف شكلي أما أنا فأخشى أنك لأن تعجبني هل سيكون ذلك نهاية قصتنا الشعيقة؟ أو دعني أطرح السؤال بسيغة مختلفة هل ستكون هذه الرغبة المفاجئة في التعرف على بعضنا بعضا حجة للتوقف عن تبادل الرسائل؟ هذا سمن يتعذر علي دفعه أفضل أن لا أفعل ذلك وأتلقى حتى نهاية عمري رسائلا من الدب الروماني قبلة إيمي بعد خمسة وثلاثون دقيقة يا لها من رسالة رقيقة عدبة لا يساورني أي قلق بشأن لقاءنا لن تتعرف علي ولدي تصور واضح عنك سيثبت صدقه ولا شك وإن لم تطابق صورتك الواقع فلن أتعرف عليك بأي حال ويمكنني الاحتفاظ بصورتك الخيالية لك مني قبلة أيضا ليو بعد عشر دقائق أستاذ ليو يقينك أنك تعرفني شكلا يصيبني بالجنون أراه أقاحة من نوع ما كان لابد من قولي ذلك سؤال آخر حين تتأمل صورة الخيالية محددة المعالم يا ليو هل أعجبك على الأقل؟ بعد ثمانين دقائق تعجبني أعجبك؟ تعجبيني؟ هل هذا مهم لهذه الدرجة فعلا؟ بعد خمس دقائق أجل هذا مهم جدا أيها السيد الوعز على الأقل بالنسبة لي أحب أن واحد يعجبني واثنين يعجب بي بعد سبع دقائق ألا يكفي أن تعجبي بنفسك؟ بعد إحدى عشر دقيقة لا أمتاز بهذا القدر من التواضع وعلاوة على ذلك فالمرء تعجبه نفسه على نحو أيسر لو أعجب به الآخرون على ما يبدو تريد أربعة أن تعجب صندوق بريدك الوارد هل أنا محق؟ الصندوق صبور ولا يتعين عليك حتى أن تخسل أسنانك بالمناسبة هل يزال لديك أسنان؟ أم أن هذا ليس مهم أيضا؟ بعد تسع دقائق أخيرا تمكنت من إثارة الدورة الدموية لإمي من أجل أن ننتهي من هذا الموضوع مؤقتا صورتك الخيالية تعجبني جدا وإلا ما كنت أفكر فيها كثيرا بعد ساعة أتفكر فيها كثيرا كم هو جميل أفكر فيك كثيرا أيضا يا ليو ربما يجب علينا أن لا نلتقي ليلة سعيدة في اليوم التالي الموضوع نخبك مرحبا ليو أعتذر عن الإزعاج في هذه الساعة المتأخرة هل أنت بالمصادفة أونلاين؟ هل تود أن نشرب كأسا من النبيذ الأحمر؟ كل ألاحظ بالطبع لابد أن أعترف لك أنه كأسي الثالث لو كنت لا تشرب النبيذ مطلقا فأرجوك كذب علي وقل إنك تشرب بين الحين والآخر كأسا أو زجاجة نبيذ بلا إسراف وفي الحدود المعقولة المقبولة فأنا لا أطيق نوعين من الرجال الثمالة والزهاد رد سأشرب الكأس الرابع قبل أن أفقد وعي آخر فرصة لك اليوم رد خسارة لقد فاتك الكثير أفكر فيك ليلة سعيدة في اليوم التالي الموضوع خسارة عزيزتي إيمي يؤصفني فعلا أنني فوتت جلسة الشراب الرومانسية أمام حاسب كل منها لو كنت أونلاين لشربت على الفور كأسا نخبكي رغم أم في الفضاء الافتراضي المجهول هل كان من الجائز أن يكون نبيدا أبيض؟ فأنا أفضل النبيد الأبيض على الأحمر ولحسن الحظ لا أحتاج أن أكذب عليك فلا أثمل كثيرا ولا أزهد دائما مرلينة مثلا هل تتذكرها؟ مرلينة كانت لا تشرب نقطة كحول واحدة كانت لا تحتمله والأسوأ من ذلك لم تحتمل نقطة كحول واحدة شربتها أنا هل تفهمينني؟ هذه أشياء يبدأ المرء عندها في الابتعاد عاطفيا عن الآخر الشراب يحتاج لاثنين دوما وإلا فلا كما قلت لك آسف جدا أنني لم أتمكن من قبول عرضك المغريل إذا تأمس لقد عدت للمنزل في وقت متأخر نعوضها في المرة القادمة رفيق كأسك الافتراضي بين قوسين قريبا ليو بعد عشرين دقيقة عدت إلى المنزل في ساعة متأخرة جدا ليو ليو أين كنت تتسكع طوال الليل؟ لا تقول أن ثمة خليفة لمرلينة تقرع الأبواب إحساسي يقول لي إن عليك ألا ترتبط في الوقت الحالي ما زلت غير مستعد لعلاقة جديدة وعلى كل أنا لديك الآن وبالتأكيد صورة الخيالية أقرب إلى تصورك للمرأة المثالية من أي مرأة تقابلها في بار مفروش بالمخمال بين قوسين البروفيسورات العزاب الذين يتمتعون بنكهة الدبابة السلجية في الثانية صباحا أو أيا كانت الساعة تحديدا لذا ابقى في البيت في المرة القادمة ودعنا أن نشرب بين الحين والآخر كأس نخب أنفسنا ومن الجائز على سبيل الاستثناء أن يكون النبيذي أبيض وبعد ذلك تشعر بالتعب وتذهب للنوم حتى تستعيد طاقتك في اليوم التالي وتكتب رسائلا جديدة لفتاتك الخيالية إيمي روتنار اتفقنا؟ بعد ساعتين عزيزتي إيمي كم هو لطيف أن يشعر المرأة مرة أخرى ببداية ساحرة لمشهد غيره أعرف أنه مصطنع ولكن استمتعت به رغم ذلك أما فيما يتعلق بمعارف النسائية فأقترح أن نتعامل معها كما نتعامل مع زوجك وتفلك وحيواناتهم الأليفة الستة لا مكان لذلك كله هنا لا يخص هذا المكان سوانا نحن فقط وسنظل على اتصال حتى يكل أو يمل أحدنا ولا أعتقد أنني سأكون هذا الشخص طاب يومك ليو بعد عشر دقائق خطر ببالي ثوان ماذا عن لعبة الموعدة والتعرف؟ ألا تريد أن تلعبها؟ هل ينبغي أن أقلق بسبب امرأة البار المخملي للعوب هذه؟ ماذا عن بعد غد؟ الأحاد ثلاثة خمسة وعشرون بداية من الساعة الثالثة عصرا في مقهى أوبر المقتص بالرواد اتفقنا؟ إيمي بعد عشرون دقيقة كلا يا عزيزتي لا أزال أريد التعرف عليك ولكني خططت شيئا لنهاية الأسبوع بالفعل سأسافر مساء الغد إلى براغ في رحلة خاصة ولكن يمكننا القيام باللعبة يوم الأحد التالي بعد دقيقة براغ مع من؟ بعد دقيقتين لا يا إيمي بجد لا بعد خمسة وثلاثون دقيقة كما تشاء أو لا تشاء ولكن لا تعود لي بقلب كثير براغ كأنها مخلوقة للقلوب الكثيرة لا سيما في نهاية آزار اللون الرماضي الكئيب يطغى على كل شيء وفي المساء يتناول المرء كبة بيضاء ويشرب بيرة بنية في مطعم مكسون بخشب بني داكن دكنة متفردة في العالم أمام عيني نادر مكتئب ليس لديه ما يفعله وتوقف عن الحياة بعد أن خدم أثناء زيارة رسمية للرئيس السوفيتي بريجنيف وبعد ذلك ينتهي كل شيء لما لا تسافر إلى روما؟ سيكون الصيف في استقبالك وقد أسافر أيضا معك وبالمناسبة سيتعين على لعبتنا الانتظار فأنا سأسافر بدءا من الإسنين ولمدة أسبوعين للتزحرك على الجليد وبالطبع سأقول لك يا رفيق رسائل العزيز مع من؟ مع زوجي وطفلي بدون حيوانات أليفة إذ سيعتني الجيران بجيوك بوكس جيوك بوكس هو قطن السمين وهو يشبه الجيوك بوكس صندوق الموسيقى ولكنه باستوانة واحدة فقط كما أنه يكره متسحرك الجليد لذا سيبقى هنا أتمنى لك مساء جميلا بعد خمس ساعات هل أنت في البيت أم في البار المخملي ليلة سعيدة بعد أربعة دقائق أنا في البيت كنت أنتظر أن تتحقق إمي من ذلك والآن يمكنني النوم مرتاح البال أتمنى لك ولأسرتك من الآن إجازتي تزحلق سعيدة لأنني سأغادر غدا مبكرا ليلة سعيدة وعلى موعد قريب بالكتابة ليو بعد ثلاث دقائق هل ترتدي بجما ليلة سعيدة بعد دقيقتين هل تنامين عارية ربما ليلة سعيدة بعد أربعة دقائق ماذا حدث يا سيد ليو كان هذا سؤالا أيروتيكيا بامتياز لم أتصور على الإطلاق أنك تجرؤ أن تطرحه وحتى لا أفسد هذا التوتر المفاجئ اللذيذ بيننا أتخلى عن سؤالك عن شكل البجامة ليلة سعيدة وبراغ جميلة بعد خمسين ثانية هل تنامين عارية بعد دقيقة يريد أن يعرف ذلك فعلا فلنقل حصريا لعالمك الخيالي يا عزيزي ليو هذا يتوقف على بجانب من أتمنى لكم الاستمتاع ببراغ إمي بعد دقيقتين سأسافر مع صديقة عزيزة وشريك حياتها ليو بين خسين سأغلق الكمبيوتر الآن بعد خمسة أيام بدون موضوع عزيزتي إمي هل تكونين أونلاين وأنت تتزحلقين على الجليد؟ مع مودتي ليو ملحوظة كنت محقا بشأن براغ لقد قررت صديقتي وشريك حياتها الانفصال ولكن أعتقد أن الوضع في روما سيكون أسوأ بعد ثلاثة أيام بدون موضوع عزيزتي إمي لقد حان وقت عودتك أفتقد رسائلك التي تتحققين فيها من وجودي في البيت لم أعد أستمتع بقضاء الليلة في البارات المخمالية بعد يوم بدون موضوع كي يكون في صندوق بريدك الوارد ثلاثة رسائل مني لكي مني كل الموتة ليو بين قوسين اشتريت أمس بيجامة جديدة لأجل خاطرك بعد ثلاث ساعات هل توقفت عن الكتابة لي؟ بعد ساعتين هل لا يمكنك الكتابة لي بعد؟ أم لا تريدين الكتابة لي؟ بعد ساعتين ونصف يمكنني تبديل البجامة لو كانت هي المشكلة بعد أربعين دقيقة آه منك يا ليو أنت فعلا عسل ولكن ليس سمة أي معنى لما نفعله هنا فلا توجد له علاقة بحياتنا الحقيقية أسبوع التزحلق على الجليد كان جزءا من الحياة الحقيقية وإن لم يكن الجزء الأفضل ولكنه جزء جيد وأعترف لم أريده أن يكون مختلفا عن ما كان وهو على ما يرام كما كان سبب الطفلان بعد الإزعاج ولكن هذا واجب الأطفال كما أنهما ليس طفلي وهو أمر يلوماني عليه أحيانا ولكن الإجازة كانت على ما يرام هل قلت بالفعل أنها كانت على ما يرام أم نسيت؟ ليو دعنا نكون صرحاء أنا لك مجرد صورة خيالية ليس فيها من الحقيقة سوى بعض الأحرف يمكنك أن تحولها بمهارتك اللسانية النفسية إلى صوت جميل أنا لك مثل خدمة الجنسي عبر الهاتف ولكن بدون جنس وبدون هاتف أي مسلوخ مثل جنس عبر الكمبيوتر ولكن بدون جنس وبدون صور للتنزيل وأنت لي مجرد لعب ومرح وفرصة لإنعاش مهارة الغزلية يمكنني فعل ما أفتقده يمكنني أن أعيش أولى خطوات الاقتراب من دون أن يتعين علي فعلا الاقتراب وهنا نحن الآن إذا الخطوات الثانية والثالثة الاقتراب ينبغي أن لا يقترب أعتقد أنه حان الوقت كي نتوقف وإلا فإننا سنقترب من أن نكون أضحوك لم نعد في الخامسة عشر بالطبع أنا أقرب كثيرا لذلك منك ولكننا لسنا في هذه السن لا فائدة ليو سأبوح لك أيضا بشيء آخر كنت أفكر باستمرار في الدب الثلجي المدعو ليو لايكا في أسبوع الإجازة المزعجة أحيانا وإن كانت في مجملها جميلة جدا وهادئة وهرمونية وطريفة بل وفي أوقات رومانسية هذا ليس على ما يرام هذا اعتلال من نوع ما تسألك إيمي ألا ينبغي أن ننهي علاقتنا؟ بعد خمس دقائق بالمناسبة آسفة جدا لصديقيك معك حق روما كانت ستكون الجحيم بعينه بعد دقيقتين ما شكلها؟ عني البجامة في اليوم التالي الموضوع اللقاء عزيزتي إيمي دعينا ننجز لقاء التعارف على الأقل بعدها سيصبح على أغلب الظن من السهل علينا أن نترك الاقتراب غير المسموح له أن يكون إيمي لا أستطيع أن أكف عن التفكير فيك ببساطة هكذا من خلال التوقف عن الكتابة لك والتوقف عن انتظار بريد منك يبدو لي هذا الخاطر رخيصا وبراغماتيا جدا دعينا نجري اختبارنا ما قولك لكي مني كل الموادة ليو بين قوسين لا يمكن وصف بجامة جديدة لابد من رؤيتها وملامستها بعد ساعة ونصف الأحد القادم بين الثالثة والخامسة عصرا في مقاه بر الكبير مع مودتي إيمي ليو ليو ما قلته عن البجامة لابد من رؤيتها وملامستها معاكسة صريحة لو لم يأتي منك لقلت أنها معاكسة سافرة وقحة بعد خمسين دقيقة أجل موعدا مناسب ولكن علينا أن لا ندخل المقهى في تمام الثالثة وأن نغادره في تمام الخامسة وعلى أن لا نتطلع حولنا كثيرا وكأننا نبحث عن شخص ما وكذلك علينا أن لا نقوم بما يكشف عن أنفسنا لا يجوز أن تأتي إلي وتسألينني أنت ليو ليك ألستم حقا علينا أن نمنح أنفسنا فرصة ألا نتعرف على بعضنا بعضا اتفقنا؟ بعد ثماني دقائق حاضر حاضر لا تقلق يا حضرة البروفيسور لن أقترب منك أكثر من اللازم وأقترح أن نفرض حضر رسائل حتى يوم الأحد كي نتجنب أي بلبلة ولا نكتب لبعضنا إلا بعد اللقاء اتفقنا؟ بعد أربعين سانية اتفقنا بعد ثلاثين سانية ولكن هذا لا يعني أن تقبع في كل ليلة في البار المخملي بعد خمسة وعشرون ثانية لا لن أفعل كما أنني لا أستمتع بذلك إلا حين تحاسبني إيميروتنر الساعات والأخرى على أنني قد فعلت ذلك بعد عشرين ثانية طمعنطني موعدنا الأحد بعد ثلاثين ثانية موعدنا الأحد بعد أربعين ثانية ولا تنسى تنظيف أسنانك بعد خمسة وعشرون ثانية إيمي لا بد أن تكون الكلمة الأخيرة لك دوما ألستم حقا؟ بعد خمسة وثلاثون ثانية من حيث المبدأ ولكن إذا رددت الآن فسأتركها لك بعد أربعين دقيقة توضيح بشأن البجامة كتبت لا بد من رؤيتها وملامستها ورددت أن هذه معاكسة سافرة واقحة لو قالها غيري أعترض على ذلك أطالبك بأن تعتبري أطالبك بأن تعتبري معاكستي السافرة الوقحة مثل أي أحد غيري معاكسات سافرة ووقحة دعيني أكون سافرا ووقحا كما أنا وما قصدته تحديدا لا بد من أن تلمسي بجامتي ملمسها روعة اعطني عنوانك وسأرسلها لك لتجرب ملمسها ألا تزال معاكسة سافرة وقحة ليلة سعيدة بعد يومين الموضوع انضباط تحياتي يا إيمي أنت منطبطة جدا موعدنا بعد غد في مقاه بر ليو بعد ثلاث أيام بدون موضوع مرحبا ليو هل كنت هناك؟ بعد خمس دقائق بالطبع بعد خمسين ثانية اللعنة كنت أخشى ذلك بعد ثلاثين ثانية مما كنت تخشين يا إيمي بعد دقيقتين كل رجال الذين من المحتمل أن يكونوا ليولايكا غير مقبولين تماما أعني شكلا آسفة ربما يبدو ذلك قاسيا ولكني أقول الحقيقة بدون تجميل ليو قل لي بصراحة هل كنت أمس بين الثالسة والخامسة في مقاه بر أي لم تكن مختبئا في الحمام أو محصنا في المبنى المقابل ولكن على البار أو في الصالة جالسا أو واقفا مقرفصا أو راقعا سيان بعد دقيقة أجل يا إيمي كنت هناك لو سمحت لي بالسؤال من هم الرجال الذين من المحتمل أن يكونوا ليولايكا في ظنك بعد سنتي عشر دقيقة عزيزي ليو لا أحب أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع أرجوك أقول لي إنك لم تكن بالمصادفة كيف عسايا أن أقول ذلك ذلك السيد القصير المشعر كفرشات تنظيف الذي كان يرتدي تيشيرتا يبدو أنه كان أبيضا في يوم ما ويلف حوله وسطه ما يشبه بلوفر تزحلق على الجليد ويجلسه في ركن البار ويشربه لكير كومبري أو شيئا أحمر مشابها أعني أنه لو كان أنت فلا يسعني سوى القول الأذواق متباينة يوجد ولا شك نساء كثيرة يجدن هذا الرجل شيقا وجزابا ومن بينهن توجد أيضا من هي مستعدة لقضاء بقية حياتها معه ولكن أقول بصراحة إنك في هذه الحالة لست من النوعية التي أفضلها آسفة بعد ثمانية عشر دقيقة عزيزة إيمي مع كامل احترامي لصراحتك الكاشفة والآسرة في أن ليس من مزاياك أن تكون غير جارحة وفيما يبدو يحضر الشكل لديك بالأولوية القصوى وتتصرفين وكأن حياتك العطفية تتوقف على الجاذبية الجسدية لصديقك الإلكتروني وعلى كل يمكنني أن أطبئنك مؤقتا لست الوحش المشعر الذي كان يجلسه في ركن البار ويبحثه عن نساء يستضعها ولكن واصلي أرجوك من لا يجوز أن أكونه ولدي سؤال آخر مرتبط بالسؤال الأول لو كنت ممن هم غير مقبولين شكلا بالنسبة لك فهل يعني ذلك نهاية مراسلتنا الإلكترونية؟ بعد ثلاثة عشر دقيقة عزيزي ليو بالطبع لا سنواصل مراسلتنا بلا قيود أو حدود أنت تعرفني أحب المبالغة وأنا الآن أبالغ ولا أريد أي تشويش على استرسالي في الحديث لم أرى أمسى رجلا في المقهى يبدو فيه ولو أقل قدر من التشويق الذي تتسم به كتاباتك يا عزيزي ليو وهذا بالضبط ما كنت أخشاه لم يوجد وجه من الوجه المملة التي رأيتها عصر الأحد في مقهى هوبار يقترب ولو قليلا من طريقتك في الكتابة فهي خجولة مهذبة من ناحية ومحكمة واثقة تفاجئك في سراحتها من ناحية أخرى كما أنها أحيانا حسية إلى حد ما وهي على كل حال غاية في الحساسية بعد خمس دقائق ولا وجه متأكدة لعلك غفلتي عن رؤيتي بعد ثماني دقائق عزيزي ليو أنت تمنحني أملا مرة أخرى ولكنني للأسف لا أعتقد أني غفلت عن رؤية من لا يستحق أن يغفل المرأة عن رؤيته استلطفت كثيرا الشابين المتمردين ذو الأقراط الذين جلسوا على المائدة الثالثة في الناحية اليسرى ولكنهما لم يتجاوز لعشرين من عمرهما وثمت رجل بدى شيقا ربما الوحيد الذي يستحق هذه الصفة كان يقف مع فتاة موديل طويلة الصاق من الناحية اليسرى من البار ممسكا بيديها ولم يرغب في رؤية أحد وعلى الأغلب لم يرى أحدا سواها وكان هناك أيضا رجل لطيف ولكن للأسف ضخم الجثة ذو ابتسامة بلها إلى حد ما لا لم تكن أنت ذلك الرجل ياليو وفيما عدا هؤلاء لا لا على مدى البصر لم أشاهد رجلا له كاريزما لذا أسألك بجزع من من هؤلاء باحثوا اللسانيات النفسية من منهم ليولايكا هل فقدته في مقه هوبر في عصر هذا الأحد المصيري؟ بعد ساعة ونصف لا أريد أن أتعالى يا عزيزتي إيمي ولكني كنت أعرف أنك لن تتعرف علي بعد أربعين ثانية ليو من كنت؟ قل لي بعد دقيقة دعينا نواصل الحديث غدا لدي موعد الآن يا عزيزتي إيمي واشكري ربك أنك وجدت رجلا تشاركيه الحياة وبالمناسبة ملحظة خجولة على الهامش لم نتحدث عنك بعد هل لفت هذا نظرك؟ من كانت إيمي روتنر؟ المزيد غدا لكي مني كل المودة ليو بعد عشرين ثانية ماذا؟ هل تتركني الآن وحدي؟ ليو لا يمكنك أن تفعل ذلك بي اكتب لي على الفور لو سمحت بعد نصف ساعة إنه لم يكتب فعلا لعله كان فرشات التنظيف أهل القصيرة الفصل الثالث في اليوم التالي الموضوع كابوس عرفت يا لي العكة استيقظت لي توي من النوم غارقة في عرقي اكتشفت الخدعة كانت محكمة بدقة لقد كنت من البداية متأكدا أنني لن أتعرف عليك لا عجب فقد كنت نادلا أنت صديق لصاحب المقهى وقد سمح لك بأن تمثل دور النادل لساعتين ألستم حقا؟ أعرف أيضا أي نادل كنت فلا يوجد غير احتمال واحد فالآخرون كبير السن أنت النادل القصير النحيف الذي كان يرتدي النظارة ذات الإطار الأسود العاجي بعد خمسة عشر دقيقة وماذا بعد؟ أحبطتك؟ صباح الخير بالمناسبة بعد ثمانية دقائق أحبطني؟ أفقتني؟ أهنتني؟ أقطبتني؟ خدعتني؟ لقد ضللتني؟ أشعر بالخيانة؟ لقد خططت لهذه اللعبة الحقيرة من البداية كان اقتراحك أن تقابل في مقهى هوبر وعلى ما أظن فقد استمتعى طاقم العمل هناك لأسابيع للتفكه علي يا له من سلوك وضيع فضيع هذا ليس ليولايكا الذي أعرفه هذا ليس ليولايكا الذي عرفته هذا ليس ليولايكا الذي كنت أود أن أتعرف عليه هذا ليس ليولايكا الذي أود أن أتعرف عليه أكثر ولو بمقدار ذرة لقد هدمت بفعلتك هذه كلما بنيناه على مدار شهور ودعا بعد تسع دقائق هل أعجبتك؟ يعني هل أعجبك شكلي على الأقل؟ بعد دقيقتين هل تريد إجابة صريحة؟ سأمنحك إياها ختاما لهذه العلاقة بعد خمسة واربعون ثانية لو لم يسبب لك هذا أي إزعاج سأكون ممنونا بعد ثلاثين ثانية رأيي أنك لست جميلا ولا قبيحا حتى أنت بلا طعم ولا رايحة قمة الملل أوف 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 بعد ثلاث دقائق حقا هذا حكم قاس جدا لا يسعني إلا أن أحمد ربي أنني لم أكن هذا الرجل ولن أكونه ولم أكن أي نادل آخر لم أكن أيضا أحد المؤردين أو مساعد الطباخ لم أتنكر في زي ضابط ولم أتنكر في زي عاملة التنظيف كنت ليولايكا كما أنا في حياتي العادية كنت أحد رواد المقهى يوم الأحد بين الثالثة والخامسة يؤسفني أن منامك ذهب السوداء يا عزيزتي إيمي بين قوسين الشكل فوق كل اعتبار روتنر بعد دقيقتين ليو ليو شكرا أحتاج الآن إلى كأس ويسكي بعد 15 دقيقة أقترح أن أتحدث عنك حتى تهدأ أعصابك وأود أن أقول مقدما إن مظهر المرأة وإن كان مهما لي فهو ليس على قدر الأهمية الذي أحظى بها مظهر الرجل لديك لذا فلا أجد غضادة في القول إن عددا كبيرا بشكل لافت للنظر من النساء الحسنوات وجدنا في الوقت المحدد في المقهى وكلهن مؤهلات لأن يكون إيمي روتنر يجب أن أتوقف لفترة قصيرة لدينا مؤتمر فلدي مهنة أقوم بها حين لا أكتب لك ولكن أعتقد أنه سيجب علي التخلي عن مهنتي في القريب العاجل سأكتب مرة أخرى في خلال ساعتين وأواصل لو سمحتي الحديث عنك وعليك أن تضعي زجاجة الويسكي الآن جانبا بعد عشر دقائق واحد لا أذال لا أتصور أن شخصا يمكنه أن يحقق هذا القدر من القرب بالكتابة بل ويمكنه أن يقتفي أثر إمي في أكثر أفعالها حميمية بين قوسين أثناء شرب الويسكي لا أتصور أن يبدو مثل أحد هذه الأشكال التي رأيتها بعيني في مقهى هوبر لذا أسألك مرة أخيرة يا عزيزي ليو هل يمكن أن أكون قد أخفلت رؤيتك؟ أرجوك قل نعم لا أريد أن تكون رجلا من أصناف الرجال التي ذكرتها أمس ستكون خسارة فاتحة لك 2- ربما لم توجد الكثير من النساء الحسنوات بشكل لافت للنظر ربما يبدي السيد لايكا اهتماما لافتا للنظري لنساء بين قوسين كثيرات بشكل ملفت للنظر 3- رغم ذلك أتمنى لو كنت مكانك يمكنك أن تختار من عرض بين قوسين شيق بشكل لافت للنظر إني روتنر التي تناسبك وتناسب مزاجك ورغبتك وخيالك بينما يتعين علي أن أقنع بليولايكا غافلت عن رؤيته في أفضل الأحوال وهو أمر لا يشيع على كل بأي مزية له 4- على ما يبدو لا تدري من أنا والآن يمكنك المواصلة يا ليو بعد ساعتين شكرا إمي أخيرا أتحفتني بنقاتك مرة أخرى هل تأذنين لي أن أرد على النقطة الرابعة مباشرة؟ لا قد جانبك الصواب حين قلتي إنني لا أدري مطلقا من أنت ولكن أعترف أنني لا أدري على وجه الدقة من تكونين إذ يوجد ثلاث إمكانيات وأنا واثق تمام الثقة أنك واحدة منهم هل تدنين لي أن أستخدم حروفا بدلا من الأرقام؟ كي لا يبدو الأمر وكأنه مصابقة تتواج فيها المتصابقات الثلاث هؤلاء هن المرشحات ليكون نائمي ألف النموذج الاصلي إمي الأولية كانت تجلس على البار الرابعة من اليسار طولها متر وخمسة وستون سنتي رقيقة شعر أسود قصير ناهزة الأربعين قلقة متوترة سريعة أدارت كأس الويسكي باستمرار رأس مرفوع نظرة متعالية توري قدرا قليلا من عدم الثقة بالنفس بغرور وقور بانطال وسطرة على الموضة حقيبة يد طريفة مصنوعة من اللباد حذاء أخضر يبدو كأنه قد فاز ضمن مجموعة مكونة من مئة حزاء بشرف الارتداء عصر يوم الأحد بين قوسين مقاث الحزاء حوالي سبعة وثلاثون كانت تراقب الرجال كما تراقب امرأة رجالا لا تريد أن تلفت نظرهم لذلك ملامح الوجه رقيقة يبدو عليه بعض التبطر من النوعية الأنثية الصاخبة السريعة الحيوية فهي إيمي روتنر كما يجب أن تكون با النموذج البديل إيمي الشقراء غيرت مكانها ثلاث مرات كانت تجلز في البداية في الأمام على اليمين ثم في الخلف ثم في المنتصف وأخيرا على البار لوقت قليل شديدة الثقة في نفسها أبطأ حركة من إيمي الأصلية شعرها أشقر مجدل مصفف على ستايل الثمانينات العمر حوالي خمسة وثلاثون المشروب أولا قهوة ثم نبيز أحمر ثم دخلت سجارة بين قوسين بدت أثناء ذلك كظواقة وليست مدمنة الطول مائة وخمسة وسبعين نحيفة طويلة الصاق حداء رياضي مقاس الحداء سبعة وثلاثون جنز ممسوح تي شيرت أسود ضيق صدر كبير سمحت لي بهذه الملحوظة كانت تراقب الرجال مراقبة عارضة بشكل دقيق جدا ملامح الوجه مسترخية الوجه جميل من النوعية الأنثوية الواثقة الهادئة جيم النموذج المضاد إيمي المفاجأة تمشت أكثر من مرة في المقهى ووقفت أكثر من مرة على البار لفترة قصيرة خجولة جدا بشرة إكزوتك عينان واسعتان لوزيتان نظرة ناعسة تتجنب فيما يبدو من حولها شعر ظني بطول الكتفين مدرج من الأمام العمر حوالي خمسة وثلاثون المشروبات قهوة ومياه معدنية بنطال أسود في أصفر رائع بالتأكيد بين قوسين ليس رخيصا حذاء كجوال برقبة خاتم زواج مربع لافت للنظر مقاس الحذاء حوالي سبعة وثلاثون كانت تتلفت حولها باحثة عن شيء ما وبدت حالمة سعيدة مضطربة الوجدان حزينة ملامح الوجه كانت رقيقة والوجه جميل من النوعية الأنثوية المثيرة الخجولة الحية ولعلها لهذا السبب بذات إميروتنر هؤلاء الثلاثة هن ما أستطيع أن أقدمه لك عزيزتي وختاما أود الإجابة على سؤالك الملحو رقم واحد ما إذا كنت قضافلتي عن رؤيتي بالطبع كان يمكنك أن تخفلي عن رؤيتي ولكنك لم تخفلي عن رؤيتي آسف ليو بعد خمس ساعات عزيزتي إيمي ألم أتلقى رسائل منك اليوم؟ هل تعانين إلى هذا الحد تحت وطأة قدرتك على التصور؟ ألم تعود تهتمين بتسكعي ليلا في البارات المحملية؟ وبين قوسين مع من؟ ليلة سعيدة ليو في اليوم التالي الموضوع لغز طاب يومك يا ليو أنت تستنفد طاقتي لا أستطيع أن أفكر في شيء آخر لقد وصفت الثلاثة بصورة لطيفة أبهرتني أنت تثير دهشتي دائما ليتني كنت قضافلت عن رؤيتك ليو لنفترض أنني إحدى هؤلاء الثلاث كيف استطعت أن تراقبهم؟ بدقة هكذا من دون أن يكشفنا أمرك هل كان معك كاميرا فيديو؟ أو السؤال بصغة أخرى لو كنت إحدى الثلاث فلابد أن أكون قد رأيتك أيضا بوضوح ولو رأيتك بوضوح فهذا يؤكد شكي في أنك أحد الذين لا يجود أن يكونوا ليولايكا لأنهم عذرا في التعبير الملل متجسدا ثانيا اليوم بلا أرقام بين قوسين فقط كلمات فيكفي ما ورد في رسالة سابقة لما هؤلاء الثلاثة بالذات؟ ثالثا أية واحدة من الثلاث تفضل أن أكون رابعا قل لي من كنت أرجوك أعطني إشارة على الأقل لك من إمي تحية ودودة وإن أوشك صبرها على النفاذ بعد ساعة ونصف لما هؤلاء الثلاثة بالذات؟ إمي منذ فترة طويلة اتضح لي أنك امرأة حسنة بلا شك لأنك تعرفين أنك امرأة حسنة فأنت تلمحين إلى أنك تعرفين أنك امرأة حسنة تكتبين ذلك المرتات تلو الأخرى بين وأحيانا في السطور نفسها لا تتشدق امرأة بذلك وهي غير واثقة ماء في الماء من تأثيرها الإيجابي على الرجال بل إنك تشعرين بالإهانة حين لا تتقدمين بوصفك امرأة حسنة على جميع النساء الحاضرات وتجعليهن قيدا نسيان أذكرك بالنقطة إثنين في رسالتك بالامس كتبتي ربما لا توجد الكثير من النساء الحسنوات بشكل لافت للنظر ربما يدي السعيد لايك اهتماما لافتا للنظري لنساء كثيرات بشكل لافت للنظر أنت تعتبرين أن نفسك إذن أكثرهن حسنا وتكادين تعتبرينها وقاحة أن لا يرى الآخرون ذلك هكذا كان الأمر يسيرا علي كان علي أولا البحث عن نساء يتمتعن بالجاذبية ويبحثن عن شيء أو شخص ما مهما كانت مهارتهم في إخفاء ذلك وثانيا يرتدين حذاء مقاس سبعة وثلاثون والثلاث هن من انطبقت عليهم هذه الشروط بدقة بالنسبة للنقطة الثالثة سؤالك عن المرأة المفضلة لي بين الثلاثة لم ولن أطرحه أصلا على نفسي كل واحدة من الثلاثة جذابة على طريقتها ولكن كلهن بالنسبة لي متزوجات زيجات سعيدة لديهن أطفال وإن لم يكن لديهن ستة حيوانات ألفة فلديهن قد اسمه جيوك بوكس الثلاثة يعيشن بالنسبة لي في عالم آخر لا أستطيع أن أجيل بصري فيه إلا بشكل افتراضي غير مسموح لي بالدخول فيه الآن ومستقبلا قلت لك أكثر من مرة إنني أفضل أن أرسم إمي خاصة بي في رأسي أو بين قوسين على شاشتي بدلا من أن أجري خلفها أو أحزن بأني لن أنالها في الحياة الواقعية ولكن أود أن أصارحك أن إمي روتنر رقم واحد إمي الأصلية تبدو لي أقرب الثلاثة إلى إمي التي تكتب لي وبالنسبة للنقطة الرابعة إذا اعترفت أنك واحدة من الثلاثة فسأعطيك إشارة تدلك عن أي رجل قد أكون لكي مني كل المودة ليو بعد عشرون دقيقة اتفقنا يا ليو ولكن أولا الإشارة ثم تأكيدي أو نفيه بعد ثلاث دقائق هل لديك إخوة؟ بعد دقيقة أجل شقيقة كبيرة تعيش في سويسرا لماذا؟ هل هذه هي الإشارة؟ بعد أربعين ثانية أجل كانت هذه هي الإشارة يا إمي بعد عشرون ثانية ولكنها لا تشير إلى شيء بعد دقيقة لدي شقيق كبير وشقيقة أصغر مني بعد ثلاثين ثانية جميل جدا يا ليو ولكن دعنا نتحدث عن ذلك مرة أخرى أنا منشغلة الآن الشقيق المحتمل للشقيقة الكبرى والشقيقة الصغرى بعد خمسون دقيقة ليو أين أنت؟ هل هذه استراحة تشويق وتعذيب؟ بعد ثمان دقائق أرى شقيقتي أدريانا كثيرا علاقتنا وطيضة نحكي لبعضنا بعضا كل شيء هذا أكثر من إشارة يا عزيزتي عليك أن تستنتج البقية بنفسك والآن قولي لي هل كنت إحدى الثلاث؟ بعد أربعون ثانية ليو هذا لغز إشارة واضحة أرجوك وسأقول لك بعد ثلاثين ثانية اسأليني عن شكل شقيقتي بعد خمسة وثلاثون ثانية ما هو شكل شقيقتك؟ بعد خمسة وعشرون ثانية طويلة وشقراء بعد ثلاثين ثانية جميل جيد أعلن استسلامي زيزي ليو باحث اللسانيات النفسية دقيق الملاحظة أنا فعلا واحدة من الثلاث ولكن هنا مختلفات بشكل كبير كما وصفتهم ويضهشني أن الثلاثة يتمتعن في عينيك بالحسن والجاذبية ولكن هكذا الرجال أتمنى لك مساء سعيدا سأخذ استراحة من ليو يطعين علي الاعتناء بأمور أهم في حياتي سلام إيمي بعد ساعة الآن كتبت وكأنك إيمي الأصلية رقم واحد بعد خمس ساعات شقيقتي موديل ليلة سعيدة الموضوع على ما تتعجب لا بعد خمسة وأربعون دقيقة بلى بعد أربعين ثانية الموديل الشقرة طويلة الصاق بعد خمسة وعشرون ثانية هي شقيقتي بعد ثلاث دقائق وأنت كنت الرجل الذي أمسك يدها وتطلع إليها وكأنه وقع في غرمها بعد دقيقة كان نوعا من التخفي كانت تراقب في تلك الأثناء النساء وتصف لي كل من يمكن أن تكون إيمي وصفا تفصيليا بعد أربعين ثانية اللعنة لا أتذكر شكلك نظرت إليك عرضا بعد خمسة عشر دقيقة على كل فقد أنقذت في عينيك شرف الرجال في المقهى ذلك المساء ألم تقولي رجل بدا شيقا ربما الوحيد الذي يستحق هذه الصفة كان يقف مع فتاة موديل طويلة الصاق في الناحية اليسرى من البار سأطبع هذه العبارة وأبروزها بعد عشر دقائق لا تغتر بذلك كثيرا يا عزيزي لم أرى في الحقيقة سوى تلك المرأة الشقراء ذات الجمال البارد الفاتن فكرت من يكون مع امرأة كهذا لابد أن يكون رجلا شيقا ولا أعرف عنك سوى أنك طويل إلى حد ما رشيق إلى حد ما شاب إلى حد ما ولا يزال لديك بعض الشعر والأسنان على ما أتذكر ما أعجبني فيك رأيته في وجهي من لعبت دور حبيبتك لقد كانت تنظر إليك نظرة من يقدر شخصا ويحبه حبا عميقا ولكن لبما كان ذلك أيضا جزءا من الدور لخداع إيمي روتنر وبالمناسبة كانت حركة ذكية منك كانت حركة ذكية منك أن تأتي مع شقيقتك ولطيف منك أنك تتحدث معها عني أشعر بارتياح لذلك أعتقد أنك حقا على ما يرامي لي أنا في غاية السعادة لأنك لست فشات التنظيف على هيئة رجل ولا غيره من الأشكال التي كانت موجودة في مقاه بر بعد ثلاثين دقيقة ولا أنا أعرف شكلتي يا عزيزتي كنت أقف بذخري إلى إيمي المحتملة في أشكالها الثلاث التي وصفتها أدريانا وصفت للنساء من منظور نسوي ومن هنا التفاصيل التي تخص الزي لم أرى أي منهن بعيني بعد ساعة لدي سؤال يا ليو قبل أن أنهي لعبتنا كما بدأناها بزكاء أي تأمي تفضلها شقيقتك أو أي تأمي تعتقد أنها أنا بعد عشر دقائق عن واحدة قالت قد تكون هي وعن واحدة أخرى قالت هذه هي على الأرجح وعن الثالثة قالت قد تقع في حبها بعد ثلاثين ثانية أيهن قد تقع في حبها بعد أربعين ثانية عزيزتي إيمي بكل تأكيد لن أبو حالك بذلك أبدا وفري على نفسك أي مجهود طاب مساءك وأشكرك على اللعبة المثيرة أستلطفك كثيرا يا إيمي ليو بعد خمسة وعشرون ثانية الشقر أذى تصدر الكبير أليس كذلك؟ بعد خمسين ثانية انسي عزيزتي بعد دقيقة التهرب من الإجابة في حد ذاته إجابة إذن هي الشقراء ذات الصدر الكبير في المساء التالي الموضوع يوما ليس طيبا عزيزي ليو كيف كان يومك؟ لم يكن يومي طيبا طاب مساءك ليلة سعيدة بالمناسبة في أي إيمي تفكر الآن حين تفكر في إيمي آمل أنك لا تزال تفكر في إيمي أصلا بعد ثلاث ساعات ونصف حين أفكر في إيمي لا أفكر في أي واحدة من الثلاث التي وصفت هنا شقيقتي ولكن في إيمي الرابعة والخاصة بي لما لم يكن يومك طيبا ماذا حدث؟ ليلة سعيدة طاب صباحك على حسب ليو في اليوم التالي الموضوع يوم طيب طاب صباحك أترى يا عزيزي ليو هكذا يبدأ اليوم الطيب أفتح صندوق بريد الإلكتروني فأجد رسالة من ليو لايكا أمس يوم سيء لم أتلقى فيه رسالة من ليو لا شيء مطلقا لا شيء على الإطلاق ولا شيء طفيف من ليو ماذا عساه يصير مثل هذا اليوم؟ ليو أقول لك أظن أنه علينا أن نتوقف فهنا أتعلق بك لا يجوز أن أنتظرت ولا اليوم رسالة من رجل يدير ظهره لي حين يلقاني لا يريد أن يتعرف علي لا يريد سوى رسائلي يستخدم كلماتي ليصنع امرأة من وحي خياله فعلى ما يبدو يؤرقه لقاء النساء في الحياة الواقعية أرقا لا يتحمله لا أستطيع المواصلة بهذا الشكل فهو لا يسمن ولا يغني من جوع هل تفهمني يا ليو؟ بعد ساعتين أفهمك ولدي أسئلة أطرحها على طريقة إيمي 1- هل تريدين أن تعرفيني بصورة شخصية؟ 2- لماذا؟ 3- أين عساه يفتي ذلك؟ 4- هل سيعرف زوجك ذلك؟ بعد 30 دقيقة ردا على 1- هل أريد أن أعرفك بصورة شخصية؟ بالطبع أريد أن أعرفك بصورة شخصية بصورة شخصية أفضل من غير شخصية أليس كذلك؟ ردا على 2- لماذا؟ لن أعرف ذلك إلا حين نتعرف على بعضنا بعضا ردا على 3- أين عساه يفتي ذلك؟ إلى هناك حيث ما يفتي إذا لم يفتي إلى هناك فينبغي أن لا يفتي إلى هناك إذن فهو سيفتي حيث ما ينبغي أن يفتي ردا على 4- هل سيعرف زوجي ذلك؟ لن أعرف ذلك إلا حين أعرف إلى أين أفضل بعد 5 دقائق هل يمكن أن تخوني زوجك؟ بعد دقيقة من قال ذلك؟ بعد 40 ثانية هذا ما أستشفه من كلامك بعد 35 ثانية احترس من المبالغة في الاستشفاف بعد دقيقة ما الذي تفتقدينه في زوجك؟ بعد 15 ثانية لا أفتقد شيئا على الإطلاق ما الذي دفعك لهذا الظن؟ بعد 50 ثانية هذا ما أستشفه من كلامك بعد 30 ثانية من أي كلام؟ بين قوسين بدأت تستفزني بهذا الاستشفاف اللغوي النفساني بعد 10 دقائق أستشفه من طريقة كلامك التي تعني أنك تريدنا شيئا مني وأنت لن تعرفي هذا الشيء إلا حين نلتقي ولكن المؤكد أنك تريدنا شيئا أو بتعبير آخر أنت تبحثين عن شيء فلنسميه مغامرة من يبحث عن مغامرة لا يعيش مغامرة في الوقت الذي يبحث فيه عنها ألستم حقا؟ بعد ساعة ونصف نعم أبحث عن شيء أبحث بصورة عاجلة عن رجل دين يشرح لي ما هي الخيانة أو على الأقل كيف يتصور رجل دين ذلك؟ رجل دين لم يخن أبدا لأنه لم يجد المرأة التي يخون معها امرأته فحسب بل لأنه باستثناء السيدة العزراء ليس سمة امرأة أصلا يمكن أن يخونها ليه لا أبحث عن مغامرة معك أريد فقط أن أرى من أنت أريد أن أنظر في عيني من أأت منه على رسائلي إذا كنت ترى في ذلك خيانة فأعترف أنني خائنة محتملة بعد عشرون دقيقة ولكنك على سبيل الاحتياط لن تخبري زوجك بذلك بعد خمسة عشر دقيقة ليو لا أحب أن تنصب نفسك داعية للأخلاق الحميدة وإن أردت ذلك فشأنك أولى بك وابتعد عن شؤوني أن تعيش في زيجة سعيدة لا يعني أنك مضطر أن تقدم تقريرا يوميا لزوجك عما فعلته أو لم تفعله ولو فعلت ذلك فلن أصيب بيرنهارد إلا بالملل القاتل بعد دقيقتين إذن لن تحكي لعزيزك بيرنهارد شيئا عن لقاءنا لأنك تخشين أن تقتله بالملل بعد ثلاث دقائق يا لك من مستفز ياليو حين تكتب عزيزك بيرنهارد ليس زنبي أن لزوجي اسمان ولكن هذا لا يعني أنه ملكي أنه مقيد بسلسلة جانبي 24 ساعة في اليوم أبلس عليه وأناغيه عزيزي بيرنهارد ليو أعتقد أنك لا تدري شيئا عن طبيعة الزواج بعد خمس دقائق إمي لم أقل كلمة واحدة عن الزواج وعلى فكرة أنت لم تجيبي على سؤال الأخير ولكن ماذا قلت مؤخرا أجل التهرب من الإجابة في حد ذاته إجابة بعد عشر دقائق عزيزي ليو دعنا نغلق هذا الموضوع ورغم أنك أنت لا تزال مدينا بإجابة على السؤال الحاسم أكرر سؤالي ليو هل تريد أن تقابلني؟ لو نعم ففعل ذلك لو لا فقل لي ما معنا ما نفعله قل لي كيف نستمر أو بالأحرى إن كان علينا الاستمرار بعد عشرين دقيقة لماذا لا نكتفي بالمراسلة كما فعلنا حتى الآن؟ بعد دقيقتين لا أفهم لا يريد أن يقابلني ليو ألا تتعلم أبدا لعلني الشقراء ذات الصدر الكبير بعد ثلاثين ثانية وما الذي يمكن أن أستفيده من ذلك؟ بعد عشرين ثانية يمكنك أن تحضق بعد خمسة وثلاثون ثانية وهل سيعجبك ذلك؟ بعد خمسة وعشرون ثانية لن يعجبني أنا ولكن سيعجبك أنت هذا يعجب كل الرجال خصوصا أولئك الذين لا يعترفون بذلك بعد خمسين ثانية مثل هذه الحوارات تعجبني أكثر بعد ثلاثين ثانية فهمت إذن أنت مجرد مكبوت ينفث عن نفسه بالكتابات الأيروتيكية بعد ثلاث دقائق فلتكن هذه العبارة بسكو الختام يا إيمي علي مغادرة المنزل الآن أتمنى لك مساء سعيدا عدى أربع دقائق تبادلنا اليوم ثمانية وعشرين رسالة يا ليو إلى ما خلصنا يا ليو لا شيء ما هو شعارك؟ التهرب من أي وعد؟ ما هي كلمتك الختامية؟ تتمنى لي مساء سعيدا؟ لا نزال في مرحلة أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد إيمي روتنر باختصار بعدما أتي رسالة ولقاء قمنا به بمهنية وإن لم نلتقي بعد كل ذلك لم نقترب من بعضنا بعضا قيد أنم له وما يحفظ وصلتنا من الانقطاع هو المجهود الجبار الذي بدلناه ونبذله فيها ليو ليو خسارة 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 بعد دقيقة إذا لم أرسل لك رسالة في يوم تشتكين وإن أرسلت لك أربعة عشر رسالة في خلال خمسة ساعات تشتكين أيضا أعتقد أنه لا يمكنني أن أراضيك في الوقت الحالي عزيزتي إيمي بعد عشرين ثانية ليس بالرسائل طاب مساءك يا سيد لايكا بعد أربعة أيام بدون موضوع صو صو بين قوسين صوت وصفور مع مودتي إيمي في اليوم التالي بدون موضوع ليو إن كان ذلك تكتيكا فهذا تكتيك قدر إنسى الأمر برمته وانسانيه لن أكتب لك بعد الآن سلام بعد خمسة أيام بدون موضوع ولكن لا يزال لديك تيارا كهربائي يا ليو يساورني بعض القلق عليك اكتب لي أي شيء لأطمئن عليك بعد ثلاث دقائق طيب يا إيمي لا أمانع في أن نلتقي هل لا تزالين ترقبين في ذلك؟ متى؟ اليوم؟ غدا؟ بعد غد؟ بعد خمسة عشر دقيقة وأخيرا ظهرا مختفي والآن يريد أن يقابلني بسرعة ربما لا أزال أريد ذلك ولكن فسر لي أولا سر غيابك لمدة أسبوع ونصف وأريد تفسيرا مقنعا بعد عشر دقائق أمي ماتت تفسير مقنع؟ بعد عشرين ثانية يا إلهي حقا؟ ما السبب؟ بعد ثلاث دقائق سبب حظها العاثر باختصار في المستشفى يقولون بالإضافة إلى ذلك ورم خبيث ولكن لحسن الحظ حدث كل شيء بسرعة ولم تعاني جسديا سوى لفترة قصيرة بعد دقيقة هل كنت معها لحظة وفاتها؟ بعد ثلاث دقائق تقريبا كنت مع أختي في غرفة الانتظار رأى الأطباء أنه ليس من المناسب أن نراها في ذلك الوقت أسأل نفسي أي وقت آخر كان يمكن أن يكون مناسبا أكثر بعد خمس دقائق هل كنت مرتبطا به ارتباطا وثيقا؟ أعذرني يا ليو فالأسئلة تتكرر في مثل هذه المناسبات بعد أربع دقائق قبل أسبوع كنت سأقول لا لم أشعر نحوها بأي ارتباط ولكن اليوم أسأل نفسي إن لم يكن ارتباطا فما الذي يمزق أحشائي؟ إمي لا أريد أن أتجرك بشغون العائلية بعد ست دقائق ليو لا تتجرني على الإطلاق هل تريد أن تقابلني وتتحدث عن ذلك؟ لعلني أكون الأنسب في هذا الموقف فأنا بعيدة عن حياتك وعلى نحو ما قريبة منك فلننسى كل الشكليات ونتقابل كصديقين حميمين قديمين بعد عشر دقائق إمي شكرا فلنتقابل مساء اليوم ولكن أحذرك لقد فقدت قصة كبيرة من حس الفكاهي بعد ثلاث دقائق عزيزي ليو للأسف لا أستطيع مقابلتك مساء اليوم ولكن مساء الغد حوالي الساعة السابعة في أحد مقايي وسط البلد بعد ثمانية دقائق غدا الجنازة ولكن أظن أن السابعة مساء وقت مناسب سأكتب لك رسالة قبل الخامسة حتى نحدد المكان الذي سنلتقي فيه اتفقنا؟ بعد عشر دقائق اتفقنا يا ليو أتمنى لو يمكنني أن أقول ما يعزيك ولكن ربما قد يكون وقع كلمة العزاء الآن مثل أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد لذا أؤثر أن لا أقول شيئا قلبي معك أشعر بك ولا أجرؤ الآن حتى أن أتمنى لك ليلة سعيدة لأن هذه الليلة لن تكون بالتأكيد سعيدة ولكن غدا مساء أود أن أكون لك سندا على موعد قريب إيمي بين قوسين رغم الظروف الصعبة أشعر بالفرحة لأنني سألقاك غدا بعد خمس دقائق أشعر بالفرحة أيضا ليو في اليوم التالي الموضوع إلغاء الموعد عزيزتي إيمي أنا مضطر لإلغاء موعدنا اليوم سأشرح لك السبب غدا أرجو أن لا تغضبه وأشكرك على استعدادك لمواساة اليوم لن أنسى لك هذا الموقف مع مودتي ليو بعد ساعتين لا يهمك إيمي في اليوم التالي الموضوع مارلينا عزيزتي إيمي قضيت مساء أمس مع مارلينا صديقة السابقة فقد حضرت الجنازة أيضا كانت تحب أمي وأمي تحبها كان من المهم أن أتحدث معها عن كل شيء فهي بمثابة مفتاح في إمكانها فتح أبواب قصة العائلية الموصدة وكانت على صلة وثيقة بأمي وهو الأمر الذي أفتقده أنا كانت مارلينا في حالة سيئة أمس وكنت أنا منواساها فرحت بهذا الدور لا أطيق أن يشفق علي أحد وأفضل أن أشفق أنا على غيري وأحيانا نفسي أيضا ولكن أود الاحتفاظ بهذا الحق دي أمل أن لا تغضبي مني لأنني ألغيت الموعد فقد قلت في نفسي أيضا ليو لما تثقل على امرأة بقصة قديمة لا علاقة لها بها ولم أرد أيضا أن تريني في الحالة التي أنا فيها الآن أريد أن تريني في حالة أفضل آمل أن تفهمي ما أقصد يا إمي أشكرك مرة أخرى على استعدادك للاستماع لي كان ذلك دليلا على ثقة كبيرة لكي مني كل المودة ليو بعد ثلاث ساعات لا يهمك كل شيء على ما يرام مع مودتي إمي بعد خمس دقائق لا لا شيء على ما يرام حين تكتبي كل شيئا على ما يرام ماذا حدث يا إمي؟ هل جرحت كبرياءك حين ألغيت الموعد؟ هل تشعرين بأنني استخدمتك؟ والآن ليس لك فائدة؟ بعد ساعتين لا لا يا ليو أنا مشغولة فحسب لذا تأتي إجاباتي مقتضبة بعد ثماني دقائق لا أصدقك إمي أنا أعرفك أعرفك بجرد ما بدأت أشعر بتأنيب الضمير وهو أمر غريب فقط لأنني أتصور أنك قد تشعرين بالإهانة بسببي ورغب أنك تعرفين جيدا أنه ليس لك أي حق في ذلك بعد أربع دقائق لا تحاولوا أن تتهرب من الموضوع يا عزيزي هل نجحت على الأقل في الموسى؟ هل عادت المياه إلى مجاريها مع مرلينة؟ بعد ثماني دقائق إذن هذا هو السبب بالطبع ليه لايكا تجرأ على مقابلة صديقته السابق بعد جنازة أمه وإمي روتنر التي لا تتورع عن وصف السيد لايكا بداعية الأخلاق الحميدة تتشمم الآن فرصة لنعي الأخلاق الحميدة فليكن سأزيدك من الشهر بيتني يا عزيزتي كنت على وشك أن أنام مع صديقتي السابقة بعد ست ساعات من جنازة أمي آمل أن أكون صدمتك بالقدر الكافي طاب مساءك بعد ثلاث دقائق اشرح لي كيف يكون المرء على وشك أن ينام مع أحد ولا سيما لما لم ينام رغم أنه كان على وشك أنا على قناعة تامة أن ذلك الأمر لا يقدر عليه سوى الرجال على ما يبدو ظلنت أنه في مقدورك أن تواسي صديقتك السابقة المجروحة في السرير ولكنها أدركت ذلك قبل أن يحدث بقليل وهمست في أذنك ليو لا هذا ليس جيدا سيدمر ما بنيناه من جسور ثقتين هذا المساء فقلت في نفسك خسارة خسارة كنت على وشك بعد خمسة عشر دقيقة أتعرفين يا عزيزتي أمي كم أنا مندهش من محاولتك الجريئة والمستمتة لأن تفسري لي أمورا شخصية لا تعنيك في شيء وبعيدة عن كيميات الكيلومترات وكم أنا مندهش من قدرتك على اقتناس الأحضة غير المناسبة على الإطلاق كي تفصحي عن قلة ذوق تسعين بها إلى اقتزال الآخرين في أول شيء يخطر في بالك وهو دايما فيما يبدو الجنس 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 بدأت أسأل نفسي عن السر وراء ذلك بعد ثماني دقائق عزيزي ليو مع كامل احترامي لحزنك من تشدق بأنه كان على وشك أن ينام مع أحد أنت أم أنا ليو آسفة ولكني تخيلت مشاهد على وشك النومي هذه أمامي مررت بمواقفا شبيهة فيما سبق كثيرا ولدي الكثير من الصديقات لا يزلنا يتعرضنا بهذه المواقف ويعننا منها وإن كان ما وقع بينك وبين مرلين مختلفا فعذرني من فضلك وبالمناسبة لا بد أن يعرف رجل حساس مثلك أن امرأة حساسة مثلي تشعر ولا شك بالأدى من إلغاء موعد معها في الدقيقة الأخيرة بسبب صديقة سابقة أجل ياليو أشعر بالأدى لإلغاء الموعد بهذه الطريقة لست أي أحد ولا حتى بالنسبة لك واحترامي إيمي في اليوم التالي الموضوع إيمي لا يا إيمي لست أي أحد إن كان أحد ليس أي أحد فهو أنت ولست أي أحد بالنسبة لي على وجه خاص أنت بمثابة صوت ثاني داخلي يصاحبني طوال اليوم لقد جعلتي من منولوجي داخلي حديثا أنت تثرين حياة نفسية تسألين وتصممين وتسخرين وتتشاجرين معي أنا في غاية الامتنان لخفة ظلك ورقتك وحيويتك بل وقل الضوءك ولكن يا إيمي لا يجوز لك أن ترقبي في أن تكون ضميري ولكي لا نبعد عن مواضعك المفضلة لا تهتمي من فضلك بمتى ومع من وكم مرة وكيف أمارس الجنس فأنا لا أسألك أيضا عن ما يقع بينك وبين عزيزك بيرنهارد في السرير وبصراحة هذا أمر لا يهمني على الإطلاق ولا يعني هذا أنك لا تثيرين فيها خيالات أيروتيكية حين أفكر فيك ولكن أحرص على أن أبعدها عنك لا أريد أن أزعجك بها فهي داخلي وستظل هناك في مكانها علينا أن لا نبدأ في الدخول إلى المساحة الخاصة للآخر لن يفضي بنا ذلك إلى شيء الكلمات العفوية التي تبدلتها معك عن وفاة أمي خففت عني كثيرا كان هذا الصوت الداخلي مرة أخرى الذي ترح علي أسئلة افتقدتها ومنحني أجوبة انتظرتها الصوت الذي يكسر حدة وحدتي ويؤنس وحشتها دوما استولت علي فورا رغبة عارمة في أن أدعك تقتربين مني أكثر لو كان لديك وقت في المساء نفسه لحدث ذلك ولكان الأمر اليوم مختلفا تماما لكانت الأسرار تبخرت ولكانت الألغاز حلت لكن تسلمتكي حقيبة ثقيلة من الأعباء العائلية بعد أن حيينا بعضنا مباشرة ولكننا نؤن بحملها معا ولما عاد ثمة مجال للسحر والأوهم لكننا تكلمنا وتكلمنا وتكلمنا حتى سكت الكلام وماذا بعد؟ الفكرة بعد السكرة وماذا يمكن أن يكون غير ذلك؟ وكيف يتغلب المرء على مباشرية اللقاء إن لم يتمرن عليها أبدا كيف كنا لنرى بعضنا وماذا كان أحدنا ليكتشفه فجأة في الآخر وكيف كنا لنكتب اليوم وماذا كنا لنكتب اليوم هل كنا لنستمر في الكتابة حتى اليوم؟ إمي أشعر بالخوف من أن أخسر صوت الثاني صوت إمي أريد أن أحتفظ به أريد أن أحافظ عليه فلم يعد بإمكاني الاستغناء عنه ليو بعد ثلاث ساعات كي نواصل الحديث عن أحد مواضيع المفضلة آسفة ولكن لا بد أن أهتم بمتى ومع من وكم مرة وكيف تمارس الجنس حين أكون الصوت الثاني مختار لشخص ما فلا بد أن يكون لي رأي عندما يتعلق الأمر بمتى ومع من وكم مرة وكيف يمارس هذا الشخص الجنس وإن كان هذا مناسبا بين قوسين رغم أنه علي الاعتراف أنني لم أشغل نفسي كثيرا بمسألة كيف والآن أتركك وحدك مع صوتك الأحادي التتمة غدا لك مني قبل إمي بعد ساعة ونصف هل تأذنين لي بالتهكم أيتها الغالية؟ لو افترضنا جدلا أنني الوحش المشعر الذي كان جالسا في مقهى هوبر أكنت قد تهتمين بمتى ومع من وكم مرة وكيف أمارس الجنس أو بتعبير آخر ألست مهتمة بمتى إلى آخره؟ فقط لأنك تهرولين في رسائلك لي بحثا عن رجل المسالي؟ لا بد أن تهتمي به وبمتى ومع من إلى أخ وذلك رغم السعادة الزوجية التي تنعمين بها مع برنهارد من صح هذا فسيثبت الصدق نظرية القائلة إن كل منه صوت خيالات آخر أليس ذلك جميلا وثمينا بدرجة تجعلنا نكتفي به هكذا كما هو؟ في اليوم التالي الموضوع الإجابة الأولى عزيزي ليو أتعرف أكثر ما أكرهه فيك؟ سياغتك حين يتعلق الأمر بزوجي رقم السعادة الزوجية التي تنعمين بها مع برنهارد؟ ما هذه السخافة؟ هذه العبارة تشبه عن عمد تنفيذ الواجبات الزوجية المتعلقة بالجماع أو المتاجعة الزورية وما تتطلبه من تمادل لسوائل الجسم وذلك بعد مباركة المأزون عزيزي ليو أنت تسخر من زواجي أنا حساسة جدا في هذا الموضوع كفة عن ذلك بعد خمسة واربعون دقيقة أمي ألا تستطيعين التوقف عن الحديث عن الجنس؟ أنت مريضة بعد ساعة لم أبدأ بعد في التحدث عن الجنس يا صديق العزيز وثمت ما يستحق التعليق مما كتبت أمس مثلا موضوع خيالات أيروتيكية إذا احتشت للنفي مرتين لتقول لي إنه ليس صحيحا أنني لم أثر فيك هذه الخيالات هذا لا يفعله سوى ليو لو أن أحدا آخر في مكانك لقال إمي أنت تثيرين فيها خيالات أيروتيكية أما ليو فيقول ولا يعني هذا أنك لا تثيرين فيها خيالات أيروتيكية حين أفكر فيك وتتعجب أنني لا أغير الموضوع أنا لست مريضة بل أنت تتصرف وتكتب بطريقة فريدة يا عزيزي باختصار لا تخدعني مثل هذه التعبيرات وماذا يفعل السيد الوقور ليو بالخيالات الأيروتيكية التي نفاها مرتين ليؤكدها باقتباس أحرسه على أن أبعدها عنك لا أريد أن أزعجك بها لا يريد أن يزعجني بها تسأل إمي نفسها الآن ما عساها تكون هذه الخيالات لا تخف احكي للمزيد عنها بعد عشرون دقيقة ونسيت أن أقول يا سيد ليو كتبت الأمس علينا أن لا نبدأ في الدخول إلى المساحة الخاصة للآخر أقول لك ما نفعله هنا ما نقوله هنا وخصوصيات ولا شيئا غير خصوصيات من الرسالة الأولى حتى اليوم وبإتراض نحن لا نكتب شيئا عن أعمالنا لم نفصح عن اهتماماتنا ولا هوايتنا لا نتحدث في الشؤون الثقافية والسياسية بل ولا عن التقسي والأحوال الجوية إلا فيما ندر الشيء الوحيد الذي نفعله ويجعلنا ننسى كل شيء آخر نحن نتدخل في الخصوصيات أنت في خصوصياتي وأنا في خصوصياتك ولا يمكن التدخل بشكل أكبر مما نفعل عليك الاعتراف بأنك على علاقة حميمية معي وحميمية هنا بمعنى مختلف على سبيل الاستثناء عما تدعي أنه موطوع مفضل بل أدعي أنا أنها تتجاوز هذا المعنى طاب مساءك إمي بعد ساعة ونصف عزيزتي إمي أتعرفين ما أكرهه أنا فيك؟ استخدامك المتكرر للسيد ليو روفيسور ليو أستاذ ليو السيد باحث اللسانات النفسية السيد داعية الأخلاق الحميدة اسدي لي معروفا واكتفي بليو ولا تخشي شيئا لن ينقص هذا ولو أقل القليل من رسائلك المتهكمة بعد عشر دقائق أف لا أستلطفك اليوم بعد دقيقة ولا أنا أستلطف نفسي بعد ثلاثين ثانية أعترف أن هذا الآن لطيف منك بعد عشرين ثانية شكرا بعد خمسة عشر ثانية بكل سرور بعد ساعة ونصف هل نمتي؟ بعد ثلاث دقائق نادرا ما أنام قبلك ليلة سعيدة بعد ثلاثين ثانية ليلة سعيدة بعد أربعين ثانية هل تفكر في أمك كثيرا؟ أود لو أستطيع أن أخفف عنك بعد ثلاثين ثانية لقد فعلت ذلك لتوكي عزيزتي ليلة سعيدة الفصل الرابع بعد ثلاثة أيام الموضوع انتهت الاستراحة عزيزتي إيمي قمنا باستراحة من المراسلة لمدة ثلاث أيام وعلى ما أظن يمكننا الآن المواصلة أتمنى لكي يوم عمل طيبا أفكر فيكي كثيرا في الصباح وفي الظهر وفي المساء وفي الليل وفيما بين هذه الأوقات وقبلها وبعدها بقليل وأثناءها أيضا لكي مني كل المودة ليو بعد عشر دقائق عزيزي ليو أنت من قمت بالاستراحة من المراسلة لا أنا أجبرت نفسي على مشاهدتك وأنت تقوم بالاستراحة وانتظرت أن تنهيها كاد صبري ينفض أثناء الانتظار ولكن المكفأة كانت تستحق ها أنت قضعت كم هو جميل أن تفكر فيه هل أنت بخير؟ هل لديك اليوم في آخر المساء أو أول الليل وقت وربط في مشاركتي كأسا من النبي بالطبع سيكون كل منا على حدة أي أنت وإمي عالمك الخيالي وأنا ولي عالمي الإفتراضي ونتبادل أثناء ذلك بضع الكلمات هل ترغب؟ بعد ثمانية دقائق أجل يا إمي يمكننا أن نفعل ذلك هل لن يكون عزيزك بيرنهارت موجودا في المساء؟ بعد ثلاث دقائق أنت تستمتع بمثل هذه الأسئلة أليس كذلك؟ يبدو كأنك تريد أن تعقبني لأنني سعيدة في زواجي بلى سيكون بيرنهارت موجودا سيكون جالسا في غرفة مكتبه يجهز نفسه لليوم التالي أو سيكون جالسا على أريكته يقرأ أو يكون في سريره نائما وبداية من منتصف الليل غالبا الاحتمال الثالث إجابة وافية كافية؟ بعد ست دقائق أجل شكرا إجابة وافية حين تتحدثين عن زوجك يا إمي يبدو كأنك تريدين أن تثبت لي أن الزوجين يمكن أن يعيش مستقلين ومنفصلين حين أو رغم أو لأنهما ينعماني بزيجة سعيدة فأنت لم تكتبي في غرفة المكتب وإنما في غرفة مكتبه ولم تكتبي على أريكتنا وإنما على أريكته بل لم تكتبي في سريرنا وإنما في سريره بعد أربع دقائق عزيزي ليو لن تصدق ولكن لكل منا غرفته ولكل منا أريكته بل ولكل منا سريره بل ويا له من أمر طريف لكل منا حياته الخاصة هل صدمت؟ بعد 25 ثانية لما تعيشان معا إذن؟ بعد 18 دقيقة ليو أنت عسل سازج كفة في العشرين من عمره لا يوجد على غرفتي مكتبنا يوفط مكتوب عليها ممنوع الدخول ولا الجلوس على أريكتنا ممنوع لغير المصرح له ولا يوجد على سريرنا إرشاد تحذري احترس من العض باختصار لكل منا مملكته الخاصة ولكن كل منا مرحبا به إن أراد دخول مملكة الآخر أو بتعبير آخر استخدمته قبل وقت قصير الدخول إلى المساحة الخاصة للآخر ما رأيك؟ أتعلمت شيئا جديدا عن الحياة الزوجية؟ بعد 30 ثانية كم عمر الطفلين؟ بعد 35 دقيقة فيونا في السادسة عشر ويوناس في الحادية عشر وعزيزي بيرنهارد أكبر سنا مني بكثير والآن انتهى الدرس العائلي وأود أيضا أن نجعل الطفلين خارج موضوعات حديثنا كتبت لي منذ بضعة شهور أن حديثك معي جزء من عمليتي علاجك من مارلينا لا أعرف ما إذا كان هذا الأمر ساريا يمكنك أن تخبرني حين تصنح فرصة مناسبة وفيما يخصني فالكتابة لك والقراءة منك نوع من الإجازة من العائلة يمكنك القول أنها جزيرة صغيرة خارج عالم حياة اليومية جزيرة صغيرة أسعد بقضاء بعض الوقت عليها معك إن لم تمانع بعد 5 دقائق لا أمانع يا إمي أحيانا يغالبني فضولي لمعرفة أحوالك بعيدا عن جزيرتنا الصغيرة في مرفأ الزوجي الآمن على اليابسة وأذريني وجدت الصورة المجازية مناسبة ولكن ها أنا أعود إلى الجزيرة وأسألك متى تريدين أن نشرب كأسا من النبيذ؟ هل منتصف الليلي مناسبا أم متأخر؟ بعد ساعتين منتصف الليلي رائع أتطلع بلهفة إلى موعدنا الغرامي بعد 20 ثانية وأنا أيضا إلى موعد قريب منتصف الليل بدون موضوع عزيزتي إمي ليو يكتب لك ويتمنى لك منتصف ليل خلاب يجمعنا معا نحن الاثنين فقط إمي هل تسمحين لي أن أعانقك؟ هل تسمحين لي أن أقبلك؟ قبلتك والآن دعينا نشرب ماذا تشربين؟ أنا أشرب نبيذا إيطاليا جاف في المزاق إنتاج 2003 وماذا تشربين؟ إمي اكتبي لي بسرعة بسرعة اتفقنا ماذا تشرب إمي؟ أنا أشرب نبيذا أبيض بعد دقيقة ليو ولكن هذا ليس كأسك الأول بعد ثمانية دقائق هه ها هي تكتب من جديد إمي 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 أنا ثمل قليلا قليلا فقط كنت أشرب طوال المساء في انتظار منتصف الليل الموعد الذي ستزورني فيه إمي معك حق هذه ليست زجاجة الأولى أشعر بالاشتراك إلى عزيزتي إمي ما رأيك في أن تأتي إليه؟ سنطفئ النور لا نحتاج لنرى بعضنا بعضا أريد أن أحس بك فقط يا إمي سأغلق عيني موضوع مارلينا ليس منه جدوى نحن نستنزب بعضنا بعضا نحن لا نحب بعضنا بعضا هي تظن ذلك ولكننا لا نحب بعضنا بعضا هذا ليس حبا بل عبودية ورغبة في التملك لا تريد مارلينا أن تتركني وأنا لا أستطيع أن أمسك بها أنا ثمل قليلا 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 إمي هل أتيت إلي؟ هل قبلنا بعضنا بعضا؟ أخبرتني شقيختي أنك جميلة أي من هنا كنت يا إمي؟ هل قبلت غريبا من قبل؟ سأرشف الآن رشفة من النبيذ الإيطالي سأشرب نخبنا أنا ثمل قليلا 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 والآن حان الدور عليك يا إمي اكتبي لي الكتابة كالتقبيل ولكنها تقبيل بلا شفاء الكتابة تقبيل بالذهن إمي 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 بعد أربعة دقائق ما عسايا أقول؟ لقد تخيلت موعدنا القرامي الأول أهلا نحو مختلف ليو ثمل تماما ولكنه يتمتع رقم ذلك بجازبية من نوع ما أتعرف يا ليو؟ لن أكتب لك الكثير فلم يعود في مقدورك على ما أظن تمييز الحروف من بعضها بعضا ولكن إن رغبت وإن قدرت فإحكي لي المزيد عنك ولكن لا تكتب شيئا قد تندم عليه حين تستيقظه في الصباح سأشرب كأسا من النبيذ الأحمر الفرنسي من وادي الرون إنتاج 1997 سأشرب نخبك ولكني أنصحك بشرب المياه المعدنية أو جهز لنفسك فنجانا من القهوة المركزة بعد خمسين دقيقة لما هذه الصرامة يا إمي؟ لا تكوني صارمة معي هكذا لا أريد قهوة أريد إمي تعالي لنشرب كأسا من النبيذ يمكننا أن نضع عصابة على أعيننا مثل الفيلم ما اسمه؟ لا أتذكر اسمه يجب أن أمعنا التفكير أود أن أقبلك لا يهمني شكلك لقد وقعت في حب كلماتك يمكنك أن تكتبي ما تشاءين يمكنك أن تكتبي بلهجة صارمة أحب كل ما تكتبين فالصرامة في الأصل ليس من طباعك ولكنك تجبرين نفسك على ذلك تريدين فقط أن تبدي أقوى مما أنت عليه مرلينة لا تشرب الكحول هي امرأة تحب أن تكون في قزة ونشاط دائمين ولكنها امرأة ساحرة هذا ما يقوله كل من يعرفها كانت على علاقة بطيار إسباني ولكن لا علاقة انتهت أخبرتني أنه لا يوجد سوى رجل واحد في حياتها ألا وهو أنا؟ أتعرفين؟ هذه كذبة فأنا لم أعد موجودا في حياتها يشعر المرء بالألم بعد الفراق لا أريد أن أنفصل عن مرلينة مرة أخرى أمي أحبتها أمي ماتت كانت غير سعيدة الأمر مختلف تماما عما كنت أظن شيء مني مات معها لم أشعر به إلا حين ماتت لم تعتني أمي بي كثيرا اعتنت فقط بشقيقة الصغرى هاجر أبي إلى كندا وأخذ شقيقي الأكبر معه وضعت أنا في المنتصف تم نسياني كنت طفلا هادئا يمكنني أن أريكي صوري هل تريدين أن طري الصور؟ في موسم المهرجان كنت أتنكر دوما في زي باستار كيتون أحب الأبطال الظرفاء الحزان الصموطين الذين يتلعبون بعضلات وجوههم هيا تعالي لنشرب كأسا نخبنا ونشاهد صورا من موسم المهرجانات خسارة أنك متزوجة لا من الجيد أنك متزوجة هل خنت زوجك من قبل؟ لا تفعل ذلك الخيانة تسبب ألما كبيرا أنا ثمل قليلا ولكن لا أزال قادرا على التفكير مرلينة خانتني مرة هذا يعني أنني أعرف أنها خانتني مرة من يرى مرلينة يعرف أنها تخون إمي سأرسل لك هذه السطور الآن أقبلك قبلة وقبلة أخرى وقبلة ثالثة مهما تكونين أشعر بالشوق إلى القرب لا أريد التفكير في أمي لا أريد التفكير في مرلينة أريد إمي فقط أنا ثمل قليلا عذريني سأرسل لك هذه السطور الآن ثم أذهب للنوم قبلة ما قبل النوم خسارة أنك متزوجة أظن أننا مناسبان لبعضنا بعضا إمي 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 أحب أن أكتب اسمك وأحب حركة أصابعي على لوحة المفاتيح وهي تكتبه يمكنني أن أكتب إمي ألف مرة كتابة إمي تعني تقبيلا لإمي فلنمي الآن يا إمي في ضحى اليوم التالي الموضوع مرحبا مرحبا ليو هل نزلت من سماء السكرتي إلى أرض الفكرة؟ لك مني كل المودة إمي بعد ساعتين ونصف ألا تزال تفكر كيف تفسر لنفسك وتفسر لي على وجه خاص ما كتبته ليلة أمس؟ لست مضطرا لذلك يا ليو لم يزعجني ما كتبته من دون قصد بل أبهجني أبهجني كثيرا عليك أن تثمل أكثر فأنت تتحول لإنسان يعبر عن مشاعره بصراحة ومباشرة ورقة شديدة بل وعلى نحو ما بانفعال وعاطفية وهذه الطريقة من التعبير غير المتحكم فيه تناسبك تماما أشعر بنوع من الزهو لأنك أردت تقبيلي كثيرا اكتب لي أود أن أعرف ما رأيك فيما كتبت وأنت غير ثمل تحاول دوما بأي شكل ألا تكون ليو الذي كشفه الثمل تلقائيا أتمنى ألا تكون قد تقيات بعد ثلاث ساعات ليو ليس من الإنصاف في شيء ألا تكتب ويفقد كذلك أي نوع من الجاذبية لا يفعل ذلك سوى رجل يتنكر في الصباح مما همس به لبرأة في أذنها في الليل وهو ثمل من حبها إذن لا يفعل ذلك سوى رجل تقليدي عادي وممل وعلى كلين لا يفعل ذلك ليو هيا اكتب إذن بعد خمس ساعات عزيزتي إمي الساعة الآن العشرة مساء ما رأيك في أن تأتي إليه سأدفع لك أجرة التكسي بين قوسين أسكن على أطراف المدينة ليو بعد ساعتين تقريبا مرحى مرحى عزيزي ليو الساعة الآن الحادية عشر وثلاث واربعون دقيقة هل تزال تحلم أم نمت إن لا فأسألك واحد هل أردت فعلا أن آتي إليك اثنين هل لا تزال تريد أن آتي إليك ثلاثة هل أنت ثمل قليلا أربعة لو أتيت إليك فما عسانا نفعل حسب تصورك بعد خمس دقائق عزيزتي إمي واحد نعم اثنين نعم ثلاثة لا بين قوسين فيما يخث الثمل قليلا أربعة لنرى ماذا سيحدث بعد ثلاث دقائق عزيزي ليو طيب واحد طيب اثنين طيب ثلاثة جيد أربعة لنرى ماذا سيحدث ماذا تريد أن يحدث بعد خمسين ثانية إمي لا أدري حقا ولكن أعتقد أننا سنعرف ذلك على الفور حين نرى بعضنا بعضا بعد دقيقتين وإن لم يحدث شيء نقف لا ندري ما نفعل نهز كتفين ويقول أحدنا للآخر آسف لم يحدث شيء ماذا عسانا نفعل حينئذ بعد دقيقة هذه مخاطرة لا بد منها تعالي يا إمي لا تخافي علينا أن لا نخاف علينا أن نثق في أنفسنا بعد خمسة وعشرون دقيقة عزيزي ليو يربكني إلحاحك غير المعتاد الذي لا يلائم مع شخصيتك ويساورني شك فيما تنوي أعتقد أنك تعرف جيدا ما يجب أن يحدث أنت على ما أظن لا تزال منتشيا من أثر ليلة أمس وتتطلع إلى الوصال تريد أن تنسى مارلينة أو تتناسها قرأت ما يكفي من الكتب التي تعالج هذا الموضوع ورأيت ما يكفي من مشاهدا سينمائية مثل التانغو الأخير في باريس بتورة مارلون براندو ليو أعرف هذه المشاهد جيدا هو يراها هي لأول مرة يحدث هذا في ضوء خافت حتى يبدو ما ليس جميلا جميلا لا يتفوهان بكلمة يتجردان من ثيابهما يرتميان على بعضهما بعضا وكأنهما على حافة الموت جوعان لا يتركان شيئا يمكن فعله يتقلبان في أرجاء الشقة نهاية المشهد الصورة التالية هو يرقد على ظهره على شفتيه ابتسامة ظافرة عيناه تتطلعان إلى سقف الغرفة وكأنه يريد أن يلتهمه كما التهمها هي ترقد رأسها على صدره وتبدو مرتوية بعد ضماء شبعة بعد جوع وربما ينفث أحدهما دخان سجارة قبل أن ينتهي المشهد وماذا بعد؟ هذا أكثر ما يهمني ماذا بعد؟ ليو هذا لا يجوز تتصرف لأول مرة مثل رجل تقليدي بالطبع يمكن تجميل كل ما ليس جميلا أكثر فأكثر يمكننا أن نستخدم عصابة العين التي انبثقت عن خيالك الثامن ليلة أمس فلا نرى بعضنا بعضاً تفتح لي الباب وأنت معصوب العينين ونرتمي في أحضان بعضنا بعضاً نمارس الجنس معصوب العينين نودع بعضنا معصوب العينين وتكتب لي غداً رسائل ورعة عن حرمة الخيانة وأرد عليك بعناد كما أفعل دائماً وإن كانت الليلة جيدة نكررها بعيداً عن حياتنا اليومية بعيداً عن أحاديثنا جنس في أعلى مرتبات عدم الالتزام لا يوجد ما نخسره لا يوجد ما نقامر عليه تحصل على القرب الحميمي الذي تريده وأنا على المغامرة غير الزوجية أعترف أنها فكرة مثيرة ولكنها تنبع من فنتازيا الرجل يا عزيزي على كل حال علينا أن لا نفعل ذلك أو بصيغة أكثر وضوحاً ومباشرة ليس أنا بين قوسي قلت ذلك برقة بالغة صدقني بعد خمسة عشر دقيقة وماذا لو كنت أريد أن أريكي بعض الصوري وأنا طفل وماذا لو كنت أريد أن أشرب معكي كأساً من الويسكي أو الفوكا نخبنا نخبو الإنجاز الذي نحققه برؤية بعضنا بعضاً وماذا لو كنت أريد أن أسمع صوتك في حسب وماذا لو كنت أريد أن أستنشق رائحة شعرك وبشرتك في حسب بعد تسع دقائق ليو 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 يبدو الأمر أحياناً وكأنك المرأة وأنا الرجل ولكن أكاد أقسم أن هذه مجرد لعبة نلعبها معاً على أعلى مستوى أفكر كما يفكر الرجال كي أفهمك أحاول الغوص في عالم الرجال أنزل عالم الأفكار الذكورية كاملاً إضافة إلى المفرادات الخاصة به من خبراتي الحياتية بنجاح يشهد عليه اتهمك لي بأنني لا أفكر سوى في الجنس ليو أكشف عن النوايا الكلاسيكية لدعواتكم الليلة الملحة وأنت تقلب الطاولة علي وتدعي أنها من بنات أفكاري ليو أيها الملاك البريء أيها الرومانس الخجول أعترف أن نداءك الافتراضي للحوح في العاشرة مساء لم يكن غرضه أن تريني صوراً من طفولتك بين قوسين هل لديك ضوابع بريدية لطيفة؟ لو كان لديك لكنت أتيت لك على الفور بعد ثلاث دقائق عزيزتي إمي أرجوك لا تستخدمي ضمير خطاب الجمعي حين تتحدثين عني فلدي شخصية فردية تختلف عن الآخرين ولا أريد أن أوضع في سلة واحدة غالباً ما تكون قبيحة مع بقية الرجال لا تستدلي مما تعرفينه عن الرجال الآخرين على شخصيتي هذا أمر يؤزيني نفسياً يؤزيني حقاً بعد ثمانية عشر دقيقة طيب طيب آسفة وهكذا تهربت بلباقة من الإفصاح عما دفعك للرغبة في رؤيتي فجأة في منتصف الليل ليو ليس عيباً ولا جريمة بالعكس أشعر بالزهو ولم يقل احترام لك ولو ذرة واحدة حين أبديت رغبتك في شيء لذيذ بسرعة على كل الساعة الآن الواحدة والنصف صباحاً علي أن أنام أشكرك مرة أخرى على عرضك الشيق كان جريئاً كما أنني أحب التلقائية وأحب أن تغرقني بالقبلات وأن تثمل ليلة سعيدة يا ليو ولك مني قبلة أيضاً بعد خمس دقائق لم أرغب في شيء لذيذ بسرعة مع أي مخلوق أبداً ليلة سعيدة بعد 12 دقيقة ليو نسيت شيئين ولأنني لا أستطيع النوم الليلة أكتبهما الآن لو كنت أتيت إليك بالفعل أتعتقد حقاً أنني كنت أخذ منك أجرة التاكسي وثانياً ولو كنت أتيت إليك بالفعل فأي أمي من الثلاثة التي وصفت هنا لك شقيقتك كنت تفضل أن تأتي أمي الأصلية الحيوية أم أمي الشقراء الناهدة أم أمي المفاجأة لا بد أنك تعرف أن أمي خيالاتك كانت ستموت للأبد لحظة لقاءنا بعد يوم الموضوع مشاكل فنية ليو أتدور عليك بعد ثلاث أيام الموضوع أطلت إرسال عزيزتي إمي أكتب لك فقط حتى لا تظن أنني توقفت نهائياً عن الكتابة حين أصل إلى النقطة التي أعرف فيها ما أرغب في أن أكتبه لك سأفعل ذلك على الفور أعكف الآن على جمع جزيئاتي نفسي فقد فتتتني الأيام الماضية إلى جزيئات شيزوفرينية حين أنهي هذه المهمة بنجاح سأكتب لك إمي أنت لا تفارقين أفكاري أفتقدك وأشتغ إليك وأقرأ رسائلك أكثر من مرة في اليوم الواحد ليو بعد أربعة أيام الموضوع خيانة مرحباً يا سيد لايكا هل تشعر بتأنيب ضمير بسببي؟ هل تود أن تفسح لي عن شيء؟ هل أنا لست على علم بشيء ينبغي أن أعرفه؟ إن صح هذا الأمر أظن أنني أعرف اكتشفت في بريد الوارد شيئاً فضيعاً هل تعرف عما أتحدث؟ إذا كنت تعرف فأرجوك أن تريح ضميرك تحياتي إمي روتنر بعد ثلاث ساعات ونصف إمي إمي ماذا بك؟ ما معنى هذه الرسالة الملاغزة؟ هل تسبكين حالياً نظرية مؤامرة؟ على كل لا أدري عما تتحدثين ما هو الشيء الفضيع الذي وجدته في بريدك الوارد؟ أرجوك أوضحي ما تعنين ولا تخاطبني بهذه اللاجة الرسمية القبيحة لمجرد شك يساورك لكي مني كل المحبة ليو بعد ثلاثين دقيقة السيد باحث اللسانيات النفسية المبجل بعد التحية إذا أثبت شكي سأكرحك توال حياتي الأفضل أن تعترف بعد خمسة وعشرون دقيقة لا أدري ما الذي عكر مزاجك إلى هذا الحد يا عزيزتي ولكن طريقتك في الكلام تخيفني لا أريد أن أكون ضحية لكرهك الاستباقي الأعمى الذي يقوم على أفكار مبلبلة وغريبة وغير مفهومة تحوم في رأسك إما أن تفصحي بصورة مباشرة عما تقصدين أو إنسي الأمر برمته وانسيني لقد أثرت الآن غضبي فعلا ليو في اليوم التالي الموضوع خيانة الجزء الثاني قابلت صديقة يوم الأحد وحكيت لها عن كياليو سألتني ما هي مهنته فأجبتها باحث لسانيات نفسية ويعمل أيضا في الجامعة باحث لسانيات نفسية اندهجت سونيا جدا وسألت ماذا يفعل هناك فقلت لها لا أعرف ما يفعله على وجه الدقة ثم خطر في بالي في البداية تحدث عن دراسة حول لغة الرسائل الإلكترونية كان يقوم بها ولكنه لم يكتب كلمة أخرى عنها فانقلبت نظرة صديقتي سونيا وقالت بالحرف إمي احترسي ربما يدرس كيف حسب أصابني ذلك بصدمة كبيرة وفي البيت بحثت في الرسائل القديمة ووجدت بتاريخي 20 شباط الفقرة التالية ونقوم حاليا بدراسة حول تأثير الرسائل الإلكترونية على سلوكنا اللغوي والجزء الأكثر تشويقا منها حول الرسائل الإلكترونية بوصفها وسيلة لنقل المشاعر لذا أميل إلى الحديث عن العمل ولكني سأكبح جماح نفسي في المستقبل؟ أعيدك والآن عزيزي ليو هل تفهم لما أشعر ما أشعره؟ ليو هل تدرسني؟ هل تختبرني بوصفي وسيلة لنقل المشاعر؟ هل أنا بالنسبة لك مجرد محتوى رسالتي دكتوراه باردة؟ أو أية دراسة لغوية بشعة؟ بعد 40 دقيقة الأفضل أن تسألي عزيزك بيرنارد أن رأيه في هذا الموضوع فقد طفح كيلي منك وعلى كل فأي وسيلة لنقل المشاعر ستنهار تحت وطأت مشاعرك ليو بعد 5 دقائق اتخاذك لموقع الهجوم لا يقضي على شكوكي في أنك خنطط قدي لأغراضك البحثية أرجوك أريد إجابة واضحة ليو أنت مدين لبذلك بعد ثلاث أيام الموضوع ليو مرت علي ثلاثة أيام فضيعة صاحبني الخوف أجل الصورة المكثفة منذ وقت طويل ويدهجني على وجه خاص أن ذلك ممكن بهذه الطريقة يمكنني في رسائدي لك أن أكون نائم الحقيقية بصورة لا أستطيعها في أي مكان آخر في الحياة الوقعية تضطر إلى اللجوء للحلول الوسط مع مشاعرك لو أردت أن تنجح وتحقق شيئا على المدى الطويل على الأقل علي أن لا أبالغ في رد الفعل في هذا الموقف علي قول ذلك علي التخاطي عن ذلك عليك دوما أن توائم مشاعرك مع البيئة المحيطة بك تحافظ على شعور من تحب تتقمس مئات الأدوار اليومية الصغيرة تفكر وتقارن وتوازن حتى لا تعرض الكل الذي أنت جزء منه للخطر ولكن معك عزيزي ليو لا أخاف أن أعيش التلقائية الكامنة داخلي لا أفكر فيما يمكنني قوله لك أكتب كما يحل لي هذا يشعرني براحة لا تتخيلها وهذا بفضلك أيضا عزيزي ليو لذا فأنا لا أستطيع أن أستغنى عنك فأنت تتقبلني كما أنا أحيانا تكبح جماحي تتجاهل بعض الأشياء تسيء فهم بعضها الآخر ولكن استمرارك في الكتابة لي يثبت لي أنه يمكنني أن أكون كما أنا هل تأذن لي بالدعايات لنفسي؟ أنا أسلس قيادا بكثير مما يبدو من رسائلي هذا يعني إذا أحب أحدا إيمي التي تطلق العنان لنفسها ولا تبذل جهدا في أن تحظى بالرضا والقبول وتبذل قصهار شهدها في إبراز صفاتها السلبية أجل يالي أنا غير رتان أنا شككة أنا عصبية بعد الشيء لا أقدر الجنس الآخر كثيرا ولا جنسي على فكرة فقدت الآن خيط الكلام ما أردت قوله إذا أحب شخصا إيمي التي لا تبذل أي جهد لتحظى بالقبول والرضا بل وتعيش نقاط ضعفها غير عابئة بشيء فسيحب ولا شك إيمي كما تعيش في الواقع الحقيقي فهي تعرف أنه لا يمكنك أن تحمل الآخرين ما لا يحتملون منك كما أنت حزمة من أمزجة متراوحة وصهريج من الشك في النفس ومجموعة من المتناقذات ولكن الأمر لا يتعلق بي في حسب ليو أفكر فيك باستمرار فأنت تملك بضعة مليمترات من مخي مخيخي أو غدة نخامية لا أدري أي جزء من الدماغ أفكر به في شخص مثلك لقد نصبت خيامك هناك على كل حال لا أعرف إن كنت نفس الشخص الذي يكتب لي ولكنك حتى لو كنت الجزءا منه فأنت شخصا مميزا جدا إن سطورك وتفسيري لها يمنحني رجلا يجعلني أتصور فجأة أنه من الممكن أن يوجد شخص مثله تتحدث دوما عن إمي خيالاتك أما أنا فأقل استعدادا لأن أرضى عن لي خيالاتي لأن أرضى بأن أتخيل فقط شخصا أحمل له قدرا كبيرا من المعزة لابد أن يكون من لحم ودم وما شابه ولابد أن يصمد في لقائه معي لم نصل بعد لهذه اللحظة ولكنني أشعر أنه يمكننا أن نقترب من لقائنا بالكتابة حتى نقف أو نجلس أو نركع في لحظة أمام بعضنا بعضا سيان ليو فلنأخذ الرسالة التي أكتبها لك الآن مثالا أتصور أنك تفحصها كلمة كلمة لتستلخص منها معارفا علمية لتقطبس منها أمثلة تدل على كيف وبأي الوسائل ينقل المرأة المشاعر أو الأسوأ بأي الوسائل يمكن إنقاذ مشاعر عند الآخر كيف يكتب المرأة حتى يطلق الآخر العنانة لمشاعره هذا التصور فاضيع قد يجعلني أصرخ من الألم أرجوك أخبرني أن دراستك ليس لها علاقة بحديثنا وأرجوك أعذرني أنني أظن هذا الظن هكذا أنا يجب أن أفترض الأسوأ حتى أكون قوة مناعية تعينني على التحمل لو ثبتت صحته ليو هذه أطول رسالة أكتبها لك حتى الآن لا تتجاهلها وعد لا ترحل بخيامك من تلافي في مخي أحتاج إليك مقدرك إمي ملحوظة أعرف أن المقطة قد تأخر جدا ولكني متأكدة أنك مستيقظ ومتأكدة أنك ستقرأ بريدك الوارد لست مضطرا للإجابة الآن ولكن أرجوك اكتب لي كلمة واحدة حتى أعرف أنك تلقيت رسالتي كلمة واحدة ممكن؟ أو كلمتين أو ثلاث لو كان أسهل أرجوك 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 بعد ثانيتين رد تلقائي المتلقي مسافر ولن يستطيع قراءة رسائله مرة أخرى إلا في 18 من آيار في الحالات الطارئة يمكن إعلامه عن طريق معهد الدراسات النفسية التابع لجامعته على العنوان البريدي التالي بعد دقيقة قدت بالتهاب رأوي في السرير شعرت بخجل لأنها راحت تقيس حرارتي خمسة أيام وتبتسم في وجهي ابتسامة حلوة مشوبة بالمرارة كممرضة تمارس عملها التي تكره منذ 30 سنة ولكنها تحاول أن لا تحمل مرضها مسؤولية ذلك أمستردام كانت عكس ما كنت أتصوره ليست بداية جديدة بل نهاية قديمة نعرفها جيدا من السنوات الماضية فارقنا بعضنا بعضا هذه المرة بكل احترام قالت إنني يمكنني اللجوء إليها إن احتجت إلى أي شيء وقالت مازحة إنها تعني أي شيء من الصيدلية وقلت إذن ظننتي أنك لن تستطيع العيش بدوني وإذا ظننت أنني لن أطيق الحياة بدونك علينا السفر لبضعة أيام لأمستردام لنثبت على عكس لأنفسنا وبالمناسبة لقد حكيت لمرلينة عنها جاء رد فعلها وكأن ذلك حالة حرجة أكثر من الالتهاب الراوي قلت هناك امرأة من الانترنت تشغلني هي كم عمرها ما شكلها أنا لا أدري بين الثلاثين والأربعين إما شقراء أو سوداء أو حمراء الشعر على كل هي متزوجة وسعيدة في زوجها هي أنت مريد قلت لها إن هذه المرأة تمنحني الفرصة في التفكير في امرأة أخرى غيرك ورغم ذلك تثير فيي مشاعر مشابهة تؤجج مشاعري وتغيذني أستشط منها غضبا أحيانا فأبتعد عنها ولكني لا أحتمل فرقها فأنا أحتاجها والأهم من ذلك كله أجدها حين أحتاجها فقالت مرلينة إذا كان ذلك يريحك فاكتب لها وأضافت وهي تصحبني إلى السرير وتناول الحبوب إمي أنا حيران كيف أنسى هذه المرأة إنها لوح من الثلج ولكني أشعر بالدفع حين ألمسها حين أتجول معها في شوارع أمستردام أصاب بالتهاب رؤوي ولكن حين تضع يدها على جبهتي ليلا أبدأ في الغلايان والآن إلى الجزء الثاني يا إمي عدت عدت ولا أفكر في فك خيامي من تلفيف مخيك أريد أن نواصل الكتابة وأريد أن نلتقي أيضا لقد ضيعنا جميع الفرص المتوافقة مع العقل السليم والمنطقية والمناسبة نفينا أبسط قواعد لعبة التواصل نحن صديقان حميمان سند لبعضنا بعضا في حياتنا اليومية بل وعاشقان أحيانا ورغم كل ذلك يعوزنا اللقاء كبداية طبيعية سنعود ذلك بكل تأكيد كيف نفعل ذلك من دون أن نخسر شيئا مما جمعنا وجعلنا على ما نحن عليه لا أزال لا أدري هل تعرفين أنت؟ والآن إلى الجزء الثالث يا إمي بدأت الرسالتي بمرلينا عن قصد فأنا أتمنى أن نحكي لبعضنا تفاصيل أكثر عن حياتنا لا أريد أن أتظاهر بأنه لا يوجد سوانا أريد أن أعرف كيف تسيرين أمور زواجك كيف تتعاملين مع الأطفال وكل هذه الأشياء وسأفرح انبحت لي بقلخك ومخاوفك سيكون عزاء لي أن أعرف أنني لست لحيد الذي لديه مشاكل مثل هذا الحديث سيساعدني كثيرا وسيشرفني أن تمنحيني هذا القدر الكبير من الثقة والآن إلى الجزء الرابع يا إمي لا تكرهيني كرهان استباقيا أبدا لا أحتمل ذلك لقد توقفت عن المشاركة في الدراسة عن سلوكنا اللغوي وأهميته بوصفه وسيلة لنقل المشاعر في بداية آذار السبب الرسمي الذي تحججت به كان قلة الوقت ولكن الحقيقة أن هذا الموضوع صار شخصيا لدرجة لا يمكنني معها دراسته علميا أفهمت يا إمي؟ طاب يومك ليو ملحوظة على الرغم من أن الرد التلقائي كان العقاب العادل لشكوكك الأودوانية فقد شعرت بالشفقة عليك كتبت لي رسالة غاية في الجمال والصراحة والمباشرة والإسهاب أشكرك على كل كلمة أنا مدين لك الآن ببعض الكلمات الوقحة رديها إلي وقتما تشاي بعد 45 دقيقة تخليت عن الدراسة بسببنا؟ ليو أبهشتني أحبك لذلك لحسن الحظ أنك لا تعرف بأي طريقة كلت هذه العبارة علي الآن أن أذهب مع يوناس إلى طبيب الأسنان للأسف لم يتم تخديره تخديرا كليا بعد كان هذا ردا على سؤالك حول علاقتي بالطفلين سأكتب لك لاحقا إمي بعد ست ساعات ليو أجلس في غرفتي بيرنهارد يعمل ذيونا تقضي الليلة عند صديقة لها يوناس نائما بدرسين أقل جيوكو بوكس يلتهم أكل كلاب بين قوسين أرخاص وجيوكو بوكس لا يأبه لذلك المهم عنده أن يكون الأكل كثيرا الأثاث يحمل قوفي بالأوم يشتم رائحة خيانة ويهددني إياكي أن تخبره كم ثمني وما لوني وما موديلي البيانو يقول إياكي أن تقول له أن بيرنهارد كان مدرسكي للبيانو وكيف قبلتما بعضكما للمرة الأولى وكيف جلستم علي ومارستم الحب أرفف الكتب تسألني من هذا الليل أصلا ولما لا تأخذين كتابا مني إلا نادرا ولما صرت تفكرين كثيرا مشاغل السيديهات يقول ربما يصل الأمر إلى الحد الذي لن تشغلي فيه استوانات رخما نينوف أنت تعرفين أن الموسيقى من أكثر ما يربطكما أنت وبرنهارد بل وقد تستمعين إلى ما يحب أن يسمعه ليو ربما إحدى فرق موسيقى البوب الشبابية وحده رفو النبيذ يعترض ليس لدي أي تحفظ بشأن هذا الليل فثمة نوع من التناغم بيننا نحن الثلاثة أما السرير فيتوعدني إمي حين تركدين هنا لا تحلمي بمكان آخر إياكي أن تضبطي متلبسة مع هذا الليل لا أستطيع لا أستطيع أن أنقل لك أخبار هذا العالم لا يمكن أن تصبح جزءا منه أبدا فهو بمثابة قلعة صغيرة لا يمكن اكتحامها لا ترحب بالمتسللين وتغلق أبوابها دونهم ليو لا بد أن نبقى نحن الاثنين في الخارج هذه فرصتنا الوحيدة وإلا سأخسرك تريد أن تعرف كيف أسير أمور زواجي بحنكة واقتضار يا ليو صدقني وبرنهارد أيضا إنه يقدسني وأنا أحترمه وأقدره نتعامل مع بعضنا بإحترام لا يمكن أن يخونني أبدا وأنا لا يمكن أن أتخلى عنه لا نريد أن نشرح بعضنا أبدا بنينا حياتنا معا ونثق في بعضنا بعضا تجمعنا الموسيقى والمسرح لدينا أصدقاء مشتركون كثيرين في يونا ذات الستة عشر ربيعا بمثابة أخت صغيرة لي وصرت مع الوقت ليوناس بمثابة أم صغيرة كان في الثالثة حين ماتت أمه ليو لا تجبرني على التقليب في ألبوم العائلة فلنطفق على ما يلي سأحكي عن حياتي هنا حين أرغب في ذلك حين أشعر بالضيق حين أريد رأي صديق مقرب جدا جدا ولكن يمكنك أن تقص علي في أي وقت أدق تفاصيل حياتك الشخصية باستثناء التفاصيل الأيروتيكية لا أسمح لك بذلك والآن سأوي إلى الفراش أخيرا سأنام نوما هادئا ليو أنا مبتهجة كثيرا بعودتك ليو أحتاج إليك لا بد أن أتحرك وأشعر خارج عالمي ليو أنت عالم الخارجي لغدا نتحدث عن مارلينة أحتاج ليقة الذهنية كاملة من أجل ذلك ليلة سعيدة يا عزيزي وإليك قبلة ما قبل النوم في اليوم التالي الموضوع مارلينة طاب يومك يا ليو إذا كان ارتباطكما لا ينفع وانفصالكما لا ينفع فليس هناك إلا إمكانية واحدة البحث عن بديل ليو أنت في حاجة إلى امرأة أخرى يجب أن تقع في الحب مرة أخرى حتى تعرف ما كان ينقسك طوال الوقت الوصال ليس بل ضد للبعاد والتوتر لا ينشأه من انعدام الكمال بل من اللهاثي وراءه باستمرار والتشبس به بعناد ليو لا يجدي كل ذلك نفعا نريد امرأة لك بالتأكيد من استزاجة القول إنسى مارلينة ولكن قم بذلك جديا إليك الإختراح التالي بدلا من أن تفكر في مارلينة فكر فيه أسمح لك بأن تفعل معي في خيالك كل ما تود فعله مع مارلينة بين القوسايد أثاثي يتطلع إلي مرة أخرى أعني أن هذه مجرد مرحلة انتقالية حتى نجد امرأة لك ما نوع المرأة التي تريدها ما شكلها ليو صارحني لعل لدي امرأة مناسبة بالفعل نعود للجد المرأة التي تقول إذا كان ذلك يريحك فاكتب لها تبعد آلاف الكيلومترات عما أسميه حبا مارلينة لا تحب ليو ليو لا يحب مارلينة اثنان غير متحبان يستمدان ولعهما ببعض من شوق كل منهما للحب لا أستطيع التعبير عن حالكما بشكل أفضل من ذلك لدي الآن عمل أقوم به على موعد قريب إمي البديل الإفتراضي بعد أربع ساعات عزيزتي إمي القاتنة في العالم الخارجي أستمتع برسائلك وأنا ممتن فعلا لها قولي لأثافك أنني معجب بموقفه وأقدر روح الفريق التي أتحلى بها لن أتسلل إلى بيت روتنر ولن أحتل إمي إلا على الشاشة وتحياتي الخاصة إلى خزانة النبيذ لعلنا نتفق على موعد في منتصف الليل قريبا بين قوسين أعد بألا أبدأ في الشراب مبكرا أكثر ما يدعشني أنك تفكرين في إيجاد صديقة لي ما هي نوعية النساء التي تعجبني؟ يجب أن يكون شكلهم مثل طريقتك في الكتابة ويجب أن أجتم ولو رائحة فرصة في أن أكون يوما ما جزءا من عالمهن الداخلي وليس عالمهن الخارجي فقط باختصار امرأة ليست بين قوسين متزوجة وسعيدة في زواجها ومحاطة بأسوار قلعتها العائلية ومراقبة من أثاث شقتها وحتى أجد امرأة بهذه المواصفات مصادفة فسأقبل عرضك بإمتنان وسأفكر فيك قبل أن أفكر في مرلينا لن أنجح في ذلك دوما ولكن لو واصلت تدليلي برسائل هكذا فسأقترب من هذا الهدف تدريجيا أتمنى لكي مساء سعيدا سأقابل ليوم شقيقتي أدريانا ستفرح لأنني انفصلت عن مرلينا وستفرح لأنني لا أزال على اتصال بك لا أعرف سوى بعض السطور من رسائلك وكلماتي عنك والمرشحات الثلاث لأن يكون نائمي تكن لك معزة أي أن كنتي مثلها في ذلك مثل شقيقها في اليوم التالي الموضوع مية مرحبا ليو وجدتها ليلا بالطبع مية هي التي نبحث عنها ليو ومية كم هو جميل وقع هذين الإسمين على الأذن ليو اسمع مية عمرها أربعة وثلاثين غاية في الجمال معلمة رياضة طويلة الصاق قوام باهر ولا جرام دهن زائد بشرة غامقة شعر أسود عيبها الوحيد نباتية ولكن عليك فقط أن تقول لها هذا توفو فتأكله ولو كان لحما وهي مثقفة جدا وذكية جدا نشيطة وبشوشة ومرحة باختصار امرأة يحلم بها أي رجل وهي عازمة هل أعرفكم ببعض؟ بعد ساعة ونصف أمي 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 أعرف أمثال مية من النساء ذات السيقان الطويلة جيدا فشقيقات الصغيرة تقدم لي إحداهن كل أسبوع وأعرف كتلوقات الموضة الممتلئة بالموديلات الرشيقات أمثال مية الواحدة منهن أجمل وأطول صاقا من الأخرى وكلهن عازبات أتعرفين لماذا يا عزيزتي إمي؟ لأنهن يحببنا ذلك ويرغبنا في أن يبقين هكذا لفترة طويلة علاوة على ذلك لا أريد أن أكبح جماح حماسكي يا عزيزتي إمي القاتنة في العالم الخارجي ولكني لا أرغب في التعرف على مية فتاة أحلام كل الرجال في الوقت الحالي أنا راض وسعيد بحياتي كما هي ورغم ذلك أشكرك على جهودك وبالمناسبة أنقل إليك تحيات شقيقتي قالت إنه علي أن لا أقترف خطأ اللقاء بك وقالت بالنص اللقاء سيكون نهاية علاقتكما وهذه العلاقة تؤثر فيك تأثيرا طيبا جدا طاب يومك ليو بعد ساعتين طيب يا ليو فلنؤجل لقاءنا فقد تأقلمت على هذه الفكرة أنت تجعل مني إنسانة صبورة أنا سعيدة جدا برأي شقيقتك فينا ولكن لما هي واثقة هكذا في أن لقاءنا يعني إنهاء علاقتنا هل قصدت إنهاء العلاقة من طرفك أم من طرفي وثمت شيء آخر يا ليو ذكرت في رسالتك أمس حالتي بين قوسين متزوجة وسعيدة في زواجها مرة أخرى لما وضعت متزوجة وسعيدة في زواجها بين علامات تنصيس هذا يعطي انطباعا بأنك تريد أن تجعل منها عبارة مسكوكة بها مسحة من الاستهزاء هل تفهم ما أعني؟ والآن إلى مية أنت أخطأت فهمي تماما مية ليست جميلة من جميلات مجلات الموضة مية امرأة رائعة بالفعل انزلقت إلى العزوبية من دون قصد حالة تقليدية من الإدارة السيئة للعلاقات في سنوات الشباب تتعرف الواحدة منا وهي في التاسعة عشر على رجل ظاهرة في جمال أدونيس حزمة من التستستيرون آلة جنس حقيقية أما داخلها فخاون خصوصا في منطقة المخ تمضي سنتين من الانتظار والأمل حتى يفتح فمه فيتبخر السحر يكون عمرها واحد وعشرون فتتعرف على الفور بالطبع على رجل شبيه له وتظن أن الداخل سيكون هذه المرة أكثر امتلاءا ولكن ظنها يخيب وتتلو الخيبة محاولة أخرى ويتحول ذلك إلى مصير نسوي تقليدي تظن أنها دوما في حاجة إلى النوعية نفسها من الرجال لتصحيح الخطأ الأول ولكن كل خطأ ترتكبه يربطها بهذه النوعية أكثر في حالة مية كلهم كانوا يشبهون بعضهم بعضا ولم يصحح أي منهم خطأ سابقه بالعكس أكد كل منهم أنه يمتلك جسما خاويا مثل سابقه ومنذ سنتين باتت متعبة من قصص الرجال وغير متحمسة لأي لقاءات جديدة ولا تقترب ولو خطوة من أي رجل وقالت لي منذ فترة قصيرة لو تعرفتي على رجل لطيف فلتعرفيني عليه ولكني لا أريد أن أتدخل في ذلك لا بد أن يسير الأمر من تلقاء نفسه إن لم يسر الأمر من تلقاء نفسه فلن يسير هذه هي مية ليو قولا واحدا ستنبهر بها بعد ساعة ونصف عزيزتي إمي أجيب على سؤالك الافتتاحي أولا شقيقتي لم توضح من مننا سينهي علاقتنا هل تأذنين لي بوضع علاقتنا بين علامات تنصيص؟ بعد لقاءنا على أرض الواقع أظن أنها تعني عدم التوافق بين الحوار المكتوب والحوار وجها لوجه هو ما سيؤدي إلى نهايتي كل شيء سريعا ثانيا أنا مندهش جدا مما يلفت نظرك لم أضع متزوجة وسعيدة في زواجها بين علامات تنصيص متعمدا ربما يفعل برنامج الكتابة ذلك تلقائيا لا بالطبع ولكن جديا التعبير تعبيرك واقتبسته لأنني أعتقد أنه يعبر عن شعور ذاته غير موضوعي فأنا أشك مثلا أنني أفهم هذا التعبير على النحو الذي تفهمينه أنت أو زوجك وعلى كل هذا ليس مهما ألستم حقا؟ ولم أقصد به الاستهزاء على الإطلاق وعموما سأتخلى عن علامات التنصيص في المستقبل اتفقنا؟ أما فيما يخص صديقة كيميا عندما تقابلينها مرة أخرى يمكنك أن تحكي لها أنك تعرفين رجلا لم يحتاج أو لا يحتاج إلا إلى امرأة كي لا يصحح ولا يصحح خطأ المرة الأولى رجلا متعبا وغير متحمس أيضا لأي تاليقاءات جديدة رجلا لا يقترب ولو خطوة من امرأة لا يريد أن يتعب نفسه ويرى أن الأمر لا بد أن يسير من تلقاء نفسه وإن لم يسير من تلقاء نفسه فلن يسير قولي لها هذا لي يميا ولكن لا تقولي لها ستنبهرين به لأن الإنبهار يتطلب أن ينظر الواحد منا في عين الآخر ولو مرة على الأقل ولكن أظن أن ذلك عمل ليس في مقدور مية وليو في الوقت الحالي ولكن أظن أن ذلك عمل ليس في مقدور مية وليو في الوقت الحالي وعلاوة على ذلك يا إيمي أشعر بنوع من الإهانة من السرعة التي تتنازلين فيها عني لأول أفضل صديقة تخطر على بالك أفتقد غيرتك بعد أربعين دقيقة وما جدوى الغيرة يا عزيزي لا أستطيع أن أملكك إلا في صندوق البريد الوارد كما أنك حين تكون ملكا لصديقتي تكون ملكا لي على نحو ما هل تعتقد فعلا أنني أتنازل عنك لأخرى الوجه الله؟ وعلى فكرة أنا حكيت لمية عنك أكثر من مرة أتريد أن تعرف رأيها فيك؟ بين قوسين لا أستبعد أن تقول لي إنك لا تريد ولكني سأقول لك رغم ذلك قالت أتدرينا يا إيمي هذا هو الرجل الذي أريده الرجل الذي يفضل رسائلا مني على ممارسة الجنس معي جميع الرجال يرغبون في الجنس المميز منهم هو من لا يريد مني هذا بل لدك بعد خمس دقائق إيمي هل أنت تعودين للحديث عن الجنس؟ بعد ثلاث دقائق شكرا لاحظت ذلك غصت في عالم الرجال مرة أخرى بعد ثماني دقائق يكاد يبدو الأمر وكأنك تحبين الغوص في عالم الرجال كي تكتبين عن الجنس بلا حرج بعد ست دقائق عزيزي ليو لا تتظاهر بالورع هل تتذكر رسالتك المفعمة برائحة النبيس وعصابة العين ورغباتك ما بعد الكحولية في اليوم التالي؟ أنت لست الداعي الزاهد المترفع عن الشهوات التي تحب أن تتظاهر به أحيانا لم تخبرني أتحب أن أرتب لقاء بينك وبين مياه؟ بعد ثلاث دقائق هذا ليس عرضا جديا بعد دقيقة بالطبع هذا عرض جدي أنا مقتنعة أنك ومياه لن تتعب أنا مقتنعة أنك ومياه لن تتعب كي تحب بعضكما بعضا ثق في قدراتي على معرفة البشر بعد سبع دقائق أرفض عرضك شاكرا أرى أنه نوع من الشذوذ أن أرى بدلا من إمي صديقتها ليلة سعيدة بين خوسين من لا يزال؟ عزيزك ليو بعد ثماني دقائق أنت لا تريد أن تقابلني ليلة سعيدة بين خوسين من لا تزال وستظل عزيزتك إمي بعد خمثين ثانية ونسيت شيئا سأعلق لاحقا على كلامك حول متزوجة وسعيدة في زواجها بين علامتي تنصيص يعتبر ذلك تهديدا نوما هانئا إمي في المساء التالي الموضوع على ما تستفهم ألن أطلق ليوم رسالة من ليو؟ هل هو غضبان بسبب مياه؟ ليلة سعيدة إمي في الصباح التالي الموضوع مياه طاب صباحك يا إمي فكرت في الموضوع أقبل عرضك إن استطعت ترتيب اللقاء ووفقت صديقتك فسأقابلها مع ما ودتي ليو بعد خمسة عشر دقيقة ليو أنت تهزأ بي؟ بعد ثلاثين دقيقة لا مطلقا أعني ما قلته جديا أريد أن أقابل مياه وأرجوك أن تتولي ترتيب اللقاء السبت أو الأحد بعد الظهري يناسبني وأفضل مقهى في وسط البلد إما مقهى برمرة أخرى أو مقهى أوروبا أو باريس كما تحب بعد أربعين دقيقة ليو أنت غريب ما سر هذا التحول المفاجئ؟ ألا تستهزئ بي حقا؟ هل أسأل مياه؟ لن أسمح لك بعدها أن تتراجع مياه ليست من النساء اللائي يمكن أن تلعب بهم بعد ثلاث ساعات وأنا لست من الرجال الذين يلعبون بامرأة لا يعرفونها على الأقل مثل هذه الألعاب لقد غيرت رأيي لما لا أقابل امرأة تنال كل هذا الإطراء منك وترشحيها لي بشدة هكذا ولا يوجد مانع من ساعة سمر كلما فكرت في الأمر أجد أن عرضك لطيف جدا بعد عشر دقائق سأكمل ما لم تكتبه يا ليو وسأهاتف ميا وأبلغك بعد دقيقة ونصف ماذا ستكملين؟ ولما؟ بعد عشرين دقيقة عزيزي ليو أشك في أنك تعتقد أنني للتي ستتراجع لأنك تظن أنني لم أنوي أبدا أن أعرفك على صديقة لي وعلاوة على ذلك جميلة تظن أن الغرض من مياه أن أجعل نفسي أكثر جاذبية في عينك أليس كذلك؟ عزيزي ليو أنت مغطئ سأهاتف ميا وإن وافقت فسيكون عليك أن تقابلها وإلا سأغضب منك غضبا شديدا لك مني كل المودة إمي بعد ثمانية عشر دقيقة ميا لن توافق لأن ميا لن تفهم لما عليها أن تقابل رجلا غريبا صديقا لصديقتها صديقا لم تره صديقتها ميا ستسأل نفسها وهي محقة في ذلك لما عليها هي بالذات أن تقابل هذا الرجل وستظن نفسها فأرى تجارب ولكني مستعد لأي مفاجأة على أي حال طابت ليلتك وتحياتي إلى رف النبيذ حين ننتهي من قصة ميا يمكننا أن نشرب كأسا نخبي أنفسنا يا إمي ما رأيك؟ في اليوم التالي الموضوع ميا مرحبا ليو كيف حالك؟ الحرارة اليوم شديدة جدا لم أعد أدري أي الثياب أرتدي هل تتدي أحيانا شرطا وصندلا؟ وهل تفضل تي شيرتا؟ أم بولو شيرت؟ أم قميسا مكويا؟ كم عدد الأزرار التي تتركها مفتوحة؟ هل ترتدي جنزا أم بلطالا صيفيا خفيفا؟ أم عفوان شرطا برامودا؟ متى ترتدي نظارتك الشمسية؟ هل لديك شعر تحت إبتك وعلى صدرك؟ حاضر سأتوقف ما وددت أن أخبرك به هو أنني هاتفت ميا هي مستعدة أن تقابلك على فنجان قهوة أثناء النهار لم لا؟ هذا ما قالت ولكن عليك أن تهاتفها وهذا ما لن تفعله الطبع ميا تظن أن الأمر كله مبادرة فردية من صديقتها التي تريد أن تجد لها شريك حياتها بأي طريقة وقد سألت أيضا عن شكلك قلت لها إنه ليس قبيحا على ما أظن ولكني لم أرى سوى شقيقته الأمر كله شاق كما ترى ويبدو أنه لن ينجح أتمنى لك النجاة سالما من حر هذا اليوم عزيزتك إمي بعد ساعتين ونصف عزيزتي إمي ردا على أسئلتك حالي على أفضل ما يرام معك حق الحر شديد حين تكتبين لي بين قوسين لم أعد أدري أي الثيابة أرتدي هل يعني ذلك أنك تريدين أن تجعليني أتخير شكل إمي التي لم تعد تدري أي الثيابة ترتدي ربحت يا إمي فهذا ما أتخيله بالفعل لا أرتدي الشرطة إلا على الشاطئ وهنا الآن يوجد شاطئ ألستم حقا ولا أرتدي صندلا أبدا ولكن إذا أردتي سأشتري واحدا للقائنا الأول تي شيرت أو قميس الاثنان وغالبا فوق بعضهما بعضا الأزرار المفتوحة على حسب الجو الآن جميع الأزرار مفتوحة وعلى كلين لا يشاهدني أحد البناطيل أفضل الجينز على البناطيل الصيفية الخفيفة شورت برامودا على أقصى تقدير في أول لقاء لنا يا إمي لو حدث في صيف إحدى السنوات المقبلة النظرة الشمسية في الشمس الشعر في الرأسي والذقن واليدين والذراعين والساقين فهو ليس بالقليل إذن وفيما يتعلق بمية رقم التلفون من فضلك طابت ساعتك الحارة عزيزك ليو بعد 45 ثانية ماذا؟ هل تريد فعلا أن تهتفها؟ أم ما زلت تظن أنني أكذب؟ هكا الرقام مية ليشبرجر مبسوط؟ بعد ساعة ونصف شكرا إمي غريب أن يكون آخر آيار حارا بهذا الشكل سأسافر الآن إلى مقتمر في بودابست لمدة يومين سأكتب لك حين أعود طابت أوقاتك يا إمي لكي مني كل المودة ليو بعد يومين بدون موضوع مرحبا ليو هل عدت؟ خم من من هاتفت اليوم في الصباح الباكر وخم من ماذا قالت لي صديقك هاتفني فجئت جدا لدرجة أنني كنت على وشك أن أغلق السماعة ولكنه كان لطيفا جدا يا له من رجل مؤدب ودود وخجول بعض الشيء وجذلاب لت وعجن وثرثرة وصوته جميل جدا ونطقه جميل ليو يبدو أنك استعملت كل فنونك لا بد أن أعترف أنني لم أصدق أبدا أنك ستهاتف ميا أتمنى لكما لقاء منتعا وعلى فكرة ميا سألتني إن كنت أحب أن أصحبها وردت عليها لن يسعده ذلك بالتأكيد أنا بالنسبة له امرأة خيالية لها ثلاث وجوه لا يعرفها ولا يريد أن يورط نفسه بمعرفة أحدها ألست محقة؟ مع مودتي إيمي بعد ثلاث ساعات مرحبا إيمي عدت ولكني مضغوط جدا للأسف صديقتك إيمي تبدو فعلا لطيفة على الهاتف سأكتب لك لاحقا ليو ملحوظة لست مضطرة أن تأتي شخصيا يا إيمي ميا ستحكي لك على ما أظن كل شيء عن لقاءنا بالتفصيل الممل بعد اثنتين عشر دقيقة ليو تبدو لي في الفترة الأخيرة خبيثا جدا لا أدري ماذا يحدث أتمنى لك التوفيق إيمي أراك لاحقا في الحياة الأخرى الفصل السادس بعد ثلاثة أيام بدون موضوع مرحبا ليو كيف الحال مع مودتي إيمي بعد خمسة عشر دقيقة مرحبا إيمي على ما يرام وأنت ليو بعد ثمانية دقائق باستثناء الحر على ما يرام أيضا هل هذا طبيعي؟ اليوم آخر أيام آيار خمسة وثلاثين درجة في آيار هل حدث ذلك فيما مضى؟ لم يحدث ذلك فيما مضى وفيما عدد ذلك؟ كل أمورك بخير؟ بعد عشرين دقيقة أجل شكرا يا إيمي كله تمام معك حق خمسة وثلاثون درجة لم تحدث فيما مضى إلا نهاية تموز أو أول آب وربما يوما أو يومين في السنة وإن أكثر فلنقل أربعة أو خمسة أيام فليس في آيار ليس في آيار صدقيني موضوع الاحتباس الحراري سيصبح موضوع الساعة قريبا لأنه ليس من بنات أفكار باحث المناخ سيتعين علينا أن نوطد أنفسنا على مزيد من الحرارة في الصيف على ما أعتقد بعد ثلاثة دقائق معك حق يا ليو الفروق في درجات الحرارة ستتسع مع مرور الوقت وكيف تقضي هذه الأيام والليالي الحارة؟ بعد أربعة عشر دقيقة وستزداد العواصف سيول وفيضانات ثم فترات جفاف هل تعرفين ماذا يعني ذلك؟ لا يعرف أحد بعد حجم التباعة الاقتصادية والبيئية لتغيير المناخ بعد خمس دقائق أنا ناس هو هواي في جبال الألب وجليد في بوليا جنوب إيطاليا حقول أرز في جزر فارو الدنماركية وسقيع دائما في دمشق وجمال في مورمانسك الروسية ونوادي يخوت في الصحراء الكبرى بعد ثمانية عشر دقيقة وفي مرتفعات اسكتلندا سيصير في الإمكان قلي البيض بدون نار لو لم يتحول دجاج المزارع تلقائيا إلى دجاج مشوي أو في أفضل الأحوال لم يضع بيضا مسلوقا في الشتاء بعد دقيقتين يكفي يا ليو أستسلم كيف كان؟ ولا تسألني أرجوك 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 كيف كان ماذا؟ دعنا نوفر بعض الحروف اتفقنا؟ بعد ثلاثة عشر دقيقة تعنينا لقاء الأحد مع مية؟ لطيف لطيف جدا شكرا على السؤال بعد دقيقة ماذا يعني لقاء الأحد؟ هل كان ثمة لقاء يوم الاثنين؟ بعد ثمانية دقائق أجل يا إيمي تقابلنا مساء أمس أكلنا في مطعم إيطالي هل تعرفين مطعم لاشباتسيا؟ في شارع كينينشترسي مطعم له فناء غاية في الجمال ومناسم جدا في هذا الحر كما أنه هادي جدا ويشغل موسيقى جميلة خافتة في الخلفية ويقدم نبيزا إيطاليا فاخرا أرشح لك هذا المطعم بشدة بعد خمسين ثانية الصنارة غمزت بعد ثمانية عشر دقيقة الصنارة غمزت لما هذه التعابير المادية؟ من الأفضل أن تسألي مية فهي إحدى أفضل صديقاتك قالت إنها أفضل صديقاتك إيمي لا بد أن أنهي حديثنا اليوم للأسف ولكن دعينا نكمله غدا اتفقنا ليلة سعيدة أتمنى أن لا تكون الحرارة شديدة في غرفة نومك بعد ثلاث دقائق الوقت ليس متأخرا يا ليو هل لديك موعد؟ هل ستقابل مية مرة أخرى؟ إذا رأيتها اليوم فقل لها هاتفي إيمي فهي لم ترد على مكالمتي ليلة سعيدة ساخنة إيمي منصحة أخرى عليك أن تتحدث عن موضوع التغير المناخي يمكن لمية أن تصغي إليك ساعات طويلة لأنك تعرض الموضوع عرضا شيقا بعد دقيقتين سأرامي يا غدا اليوم أنا متعب جدا وأريد النوم مبكرا ليلة سعيدة سأقلق الجهاز الآن ليو بعد ثلاثين سانية سعيدة بعد ثلاث أيام مرحبا إيمي هل تنظرين أيضا من النفذة الآن؟ منظر مرعب ألست محقا؟ أرى عواصف البردهو كأنها بروفات على نهاية العالم اللون الأصفر الغامق يحجوه السماء وفجأة يغطيه الرمادي الغامق ثم تتساقط الآلاف من الحبات البيضاء على الأرض ما اسم الفلم الذي تمطر فيه السماء سلاحف أو ضفاضع أو دجاجا؟ هل تعرفينه؟ لكي مني كل الموادة ليو مزرعة الحيوانات الأمير الضفضع دجاج كينتاكي ليو بعد ثلاث أيام لم أتلق فيها أي رسالة منك تبعث لي برسالة تحوي تأملتك المناخية البلغة أن تتكاد تصيبني بالجنون من فضلك ابحث عن مطلق آخر لرسائلك لم أحفظ لك عهد الوفاء في الواقع الافتراضي نصف سنة كاملة ولم أقضي معك الساعة يوميا هنا حتى نبدأ الآن في الحديث عن الأمطار والحجوب الصفراء إن كنت تريد أن تحكي لي شيئا عن نفسك ففعل وإن كنت تريد سؤالي عن شيء ففعل ولكن ليس لدي وقت أو مزاج للحديث عن التقص هل أكلت مياه عقلك؟ فلم تعد ترى سوى حبات البرد؟ وعلى ذكر الموضوع لدي بعض الأسئلة هل قلت لها أن لا تحكي لي شيئا عن موعدها معك؟ لما هذا التكتم والتسطر وشغل المراهقين؟ وما معنى هذه الحركات الطفولية؟ ليو أقول لك بكل صراحة هذا يقتل أي رقبة لدي؟ فيما وصلت الكتابة لك طاب يومك إيمي بعد ساعتين عزيزتي إيمي أعرف مياه منذ أسبوع واحد فقط تقابلنا أربع مرات واستلطفنا بعضنا على الفور نشعر بتفاهم عميق بيننا على أكثر من نحو ولكن الحكم على إمكانية تطور الأمر بيننا لا يزال مبكرا جدا كما أنه من المبكر الحديث مع طرف ثالث حول ذلك هل تفهمين ما أقصده؟ لا بد من أن نتبين أولا حقيقة مشاعرنا ماذا نشأ منها في الظروف التي تقابلنا فيها؟ ما هو منها لحظي مؤقت؟ وما هو منها قد يستمر؟ هذه الأسئلة لا يمكن إلا أن يجيب عليها كل منا بمفرده أرجوك أن تتحلي بالصبر يا إيمي في مرحلة لاحقة سأحكي لك كل شيء وفيما يخص إيمي أظن أنها تفكر كما أفكر امهلنا بعض الوقت آمل أن تتفاهمي ذلك مع مودتي ليو بعد عشرة دقائق عزيزي ليو أنت لا تراني ولا تسمعني الآن لذا أود أن أوضح لك شيئا أقول ما يلي في هدوء تام وبطء وبروية بدون استفزاز أو تحفز أو عدوانية لا لا بل سأضع كل ما لدي من هدوء وصفاء وسلام في الكلمات التالية ليو لم أقرأ رسالة أنت من الرسالة التي بعثتها لتوكى لي سلام بعد خمسة عشر دقيقة يؤسفني ذلك جدا يا إيمي من الأفضل إذن أن أتوقف لفترة على انكتابتي لك حين ترغبي في معاودة الاتصال ببوق عالمك الخارجي فاكتبي لي لك مني كل المودة ليو بعد خمسة أيام الموضوع أشتاق إلى مرحبا ليو كيف حالك أثناء تطور الأمر؟ هل أفرست أنت ومي مشاعركما؟ هل تعرف ما هو منها لحظي مؤقت وما هو منها قد يستمر؟ هل أجاب كل بمفرده على بعض الأسئلة؟ أشتاق لليو القديم الذي كان يقول ما يجب أن يقال وكان يشعر بما يجب أن يشعر به أشتاق إليه كثيرا طاب يومك إيمي ملحوظة أظن أنك تعرف ما ضر بيني وبينمية بعد أن لاحظت أنه من الواضح أنها لا تعرف ماذا تقول لي رجعتها أن تعتبر أن ليو ليكا من التابهات في حديثنا بعد ثلاث ساعات ملحوظتك الأخيرة تنطوي على قدر كبير من المخافضة لو صح ما نمى إلى علمي فقد قلت لصديقتي كيمية قبل بضعة أيام على الهاتف إما أن تحكي لي كل شيء عنك وعليه أو لا تحكي شيئا وفي الحالة الثانية أقترح أن نمنح صداقتنا التي دامت لأعوام بضعة أشهر للاستراحة إمي ماذا حدث لكي لا أفهمك أنت من جمعت بيني وبينمية أنت من ألححتي حتى أقابلها أنت من رأى فينا مشروع زوجين مثاليين لما تبدين الآن الضغينة وتهزائين منها هل كنت واثقة من امتلاكك لي بوصف لي الذي وظيفته أن يكون تكملة لحياتك بعيدا عن أسرتك؟ هل غضبتي لأنك تعتقدين أنك خسرت ملكك الإفتراضي لصالح صديقتك؟ إمي كنت أقرب شخص لي على مدار أشهر وكنت ومازلت سعيدا بأن كل محاولتنا للقاء على أرض الواقع بهد بالفشل لا يهمني شكلك طالما أنني أستطيع أن أراك كما أريد أن أراك أنا منتن لأنني لن أضطر لأن أدرك أنك قد تكونين في الواقع مختلفة عن إمي بطلت رواية رسائلنا فأنت في هذه الرواية أجمل امرأة في العالم ولا توجد من تدانيها في كمالها ولكن لا توجد إمكانية لتطوير علاقتنا يا إمي فكل شيء آخر يحدث بعيدا عن شاشتنا وميا أفضل دليل على ذلك ولكي أكون صريحا فقد أحسست في البداية بنوع من الإهانة لأنك تريدين أن تساعديني في إيجاد نصف الثاني وكان أول لقاء هو نوع من العنادي لك لكني أدركت سريعا الفرق بينك وبين ميا أنت لا تجرؤين حتى أن تصفي لي البيان الخاص بك لأنه من المفترض أن يظل بعيدا عن عالمي أما ميا فتنحني على بعد نصف متر مني على طبق سقير وتلف الماكرون الإسباكيتي بالبسط على الملعقة وحين تدير رأسها جانبا أشعر بطيار الهواء الناشئ عن ذلك أستطيع أن أراها وأسمعها وألمسها وأشمها في آن واحد ميا مدة ملموسة محسوسة أما إيمي فمحض خيال وكل له عيوبه ومزعياه طاب مساؤكي ليو عزيزكي ليو بعد ثلاثين دقيقة البيان الخاص بأسود مستطيل يتكون معظمه من الخشب وإذا رفعت غطاء مستديرا في الأمام ترى أزرارا سوداء وبيضاء من المفروض أن أكون على علم بعدد الأزرار ولكن للأسف يجب أن أعدها هل تأذن لي بأن أقول لك عددها في وقت آخر يا ليو؟ وعلى كل فإن الأزرار البيضاء أكبر وعددها أكثر وحين أضغط زرا يخرج صوتا من أعلى البيانو لا أعرف على وجه التحديد من أين يأتي فأنا لا أستطيع أن أضقخ النظر حين أعزف ولكن الأهم هو الرنين حين أختار زرا جهة اليسار يكون الرنين عميقا وكلما اقترب الزر من اليمين يصير الرنين مرتفعا وإذا ضغطت أزرارا سوداء بصورة متتالية أكثر من مرة ينشأ لحن صيني يشبه أغنية أطفال من الشرق الأقصى إذا رغبت أن أبوح لك بالمزيد عن الأزرار البيضاء وماذا يمكنني أن أفعل بها؟ فاخبرني يا ليو وأظن أنني بذلك قد بحت لك بهم الأشياء عن البيانو أجل لقد جارت على وصف البيانو خاص بي المخلصة لك إيمي بعد خمس دقائق ما أجمل ما فعلت يا إيمي أظن أنني الآن لدي تصور شامل عن البيانو أجل أكاد أراه مجسما أمام عيني وأنت إيمي تجلسين أمامه وتحصين الأزرار أشكرك على هذا المشهد الرائع ليلة سعيدة بعد ساعة مرحبا ليو أنا مرة أخرى لا أزال غير متعبة في الحقيقة لا أدري ما عسايا أن أقول أشعر بالحزن ظلنت أن مياه سوف تقربنا من بعضنا بعضا على المستوى الواقعي ولكن من الواضح أنها تزيد المسافات بيننا التساعان وليس بوسعي حتى أن أغضب منها بسبب ذلك لأنها كانت فكرتي أريد أن أكون صريحة معك أردت أن تتعرف عليها ولكني لم أرد أن أجمع بينكما أنتما بالنسبة لي لا تمثلان زوجين مثاليين على الإطلاق كنت متأكدة من ذلك ظلنت أنني أعرفك واستبعدت تماما فكرة أنك قد تقع في حبها ميا امرأة لا شك جزابة ولكنها عكسي تماما امرأة رياضية قوية رشيقة مفتولة العضلات كل عضلة بل كل شاما في جسدها مدربة ولعل شعر إبطها مكون هو الآخر من عضلات مدربة تكاد لا تراث ديها من حجم قفصها الصدري ميا هي تشسيد لفكرة اللياقة البدنية الجنس يعني لها مشاركة شخص آخر تمرينة الضغط وعضلات الحوض تتخلى لها بعض الاستراحات لالتقاط الأنفاس بسبب الوصول للذروة ميا امرأة للوحي ركوب الأمواج لماراثون مدينة نيويورك ولكنها ليست امرأة مناسبة للي أبدا على ما كنت أظن انطباعي عنك كان مختلفا تماما رغبتك في ميا تعني رفضك لي هل يمكنك أن تستوعب أن هذا يصيبني بالإحباط؟ بعد عشر دقائق من قال أنني أرغب في ميا؟ من قال أنها ترغب في؟ بعد دقيقتين يا سلام أنت أنت من قلت ذلك؟ وكيف قلته؟ قلته بفضاعة لا يمكن قوله بفضاعة أكثر مما قلته بها في رسالتك بين قوسين لا بد أن نتبين أولا حقيقة مشاعرنا لقد قلت نشعر بتفاهم عميق بيننا على أكثر من نحو أو لم أتوقع ذلك منك أبدا يا ليو بعد خمس دقائق صحيح ميا وأنا نشعر بتفاهم عميق بيننا على أكثر من نحو لم أكذب في أي كلمة من هذه فنحن على سبيل المثال متفقان في رأينا وتقديرنا لشخصيتك يا سيدة إيميروتنر بعد ثلاث دقائق كل أنك لم تنم معها بعد أربع دقائق إيمي أنت تتقمصين الآن شخصية الرجل أليس كذلك؟ لا تغير الموضوع كوني نمت مع ميا أم لا ليس له علاقة بموضوعنا مطلقا بعد خمسة وخمسون ثانية ليس له علاقة بموضوعنا؟ لا بلى من ينام مع ميا لن ينام معي مطلقا ولا حتى في فراشي أفكاره هذا أمر مهم جدا لي بعد دقيقتين لا تختزلي علاقتنا مرة أخرى في كوننا قد نمنا معا في فراش أفكارنا في بعض الأحيان بعد خمسين ثانية أنت نمت معي في فراش أفكارك؟ أسمع ذلك لأول مرة ويبدو جيدا بعد دقيقة على ذكر النوم ولكن هذه المرة على فراش الوقعي ليلة سعيدة يا إمي الساعة الآن الثانية صباحا بعد ثلاثين ثانية أجل رائع كالأيام الخوالي ليلة سعيدة إمي في صباح اليوم التالي الموضوع ولا كلمة عن الجنس طاب صباحك يا ليو ماذا كانت الأراء والأفكار التي تبادلتها مع ميا حول شخصيتي؟ ماذا قالت ميا عني؟ هل تعرف الآن أي إمي من الثلاثة دواتي الحزائي مقاسي سبعة وثلاثون أنا؟ هل أنا على الأقل إمي التي قالت عنها شقيقتك أنك ستقع في حبها؟ بعد ساعة ونصف لن تصدق يا إمي ولكني أوضحت لميا منذ البداية أنني لا أريد أن أعرف شكلك فردت قائلة سيفوتك الكثير إنها فعلا صديقة جيدة وادركت ميا أيضا أنك لا تريدين أن تجمعي بيننا لم يتطلب الأمر وقتا طويلا لندرك الدورين المرسومين لنا بعد عشر دقائق فحسب صرنا حليفين في كل ما يخص إمي روتنر بعد اثنتين عشر دقيقة ثم وقعتما في حب بعضكما بعضا كيدا فيه؟ بعد دقيقة من قال ذلك؟ بعد ثمانية دقائق هذا ما قاله ليولايكا أمامي فتنحني على بعد نصف متر مني على طبق صغير وتلف الماكرون الإسباكيتي بالبستو على الملعقة تنهيدا وحين تدير رأسها جانبا أشعر بتيار الهواء الناشئ عن ذلك تنهيدا أستطيع أن أراها وأسمعها وألمسها وأشمها في آن واحد تنهيدا ميا مادة ملموسة محسوسة تنهيدا أتدري يا ليو أسامحك فيما يخص مارلينا حكايتك معها بدأت قبل أن تعرفني ولها حقوق أقدم أما طيار الهواء الذي ينشأ عن حركة رأس ميا فهذا أمر لا يحتمل أريد أيضا أن أحرك رأسي وأصدر طيار هواء تحس به يا أستاذ ليو سأسحب كلمة أستاذ ماذا يوجد في طيار هوائمي ولا يوجد في طيار هوائي صدقني يمكنني أن أصدر طيارات هوائية غاية في الجمال حين أدير رأسي جانبا بعد 20 دقيقة تحدثنا أيضا عن زواجك يا إمي بعد ثلاث دقائق حقا؟ هل تريد أن تثير موضوعك المفضل؟ ماذا قالت ميا؟ هل اعترفت لك أنها لا تتيق برنهارت؟ بعد 15 دقيقة لا مطلقا لم تذكره إلا بكل خير قالت إن زواجك زواج مثالي وقالت إنه أمر مثير للخوف ولكن كل شيء على أفضل ما يكون منذ أن ارتبطت إمي ببرنهارت لم يعد لديها أي نقطة ضعف نسيت كيف يمكنها أن تكشف عن أي نقطة ضعف حين تظهروا مع برنهارت والطفلين في أي مكان يعتقدوا من يراهم أنه إرى الأسرة المثالية أمامه لا يفارق وجههم الابتسام والود والسعادة لا تحتاج أن تتبادل مع زوجها كلمة يسود بينهما تناغم صامت حتى الطفلين يجلسان ويعانقان بعضهما بعضا قطعة من الجنة وعلى حد زعميمية يشعر الأصدقاء الذين تزورهم عائلة روتنر أنهم أخطأوا في كل شيء ومن الأفضل أن يخضعوا إلى بعض جلسات علاج نفسي يشعرون أنهم فاشلون ذلك أن أزواجهم إما لا يدعمونهم أو لم يعودوا يحبون النظر إليهم أو هذا وذاك أو لديهم أطفال ينغصون عليهم حياتهم أو كل ذلك أو ليس لديهم هذا ولا ذاك ولا أي شيء ليس لديهم أحد مسلمية كما قالت ميا ولا تشعر بالشفقة على حالها إلا حين تقارن نفسها بإيمي أحيانا بعد 18 دقيقة أجل أعرف رأي ميا فيه وفي زواجي وفي عائلتي إنها لا تحب بيرنهارد لأنها تشعر أنه أخذ منها ما كانت تملكه أخذني أنا صديقتها الأثيرة أجل إنها تعاني من أن حالي لم يعد بسوء حالها نفسه لم يعد حالي بالسوء الذي يستحق أن أبكه أمامها صارت صداقتنا أحادية فيما مضى كان لدينا مواضيع مشتركة مشاكل مشتركة أعداء مشتركون الرجال وعيوبهم مثلا كان هذا كافيا لنتواصل لساعات ومنذ بيرنهارد تغيرت الأمور لا يمكنني وإن حاولت قصار جهدي أن أقول شيئا سيئا عنه لا أجد أي معنى لأن أتظهر بالحنق من بعض الأمور التافهة لأمنح ميا شعورا بالتضامن نعيش في ظروف حياتية مختلفة تماما هذه هي المشكلة بينه وبين ميا بعد 5 دقائق ميا قالت إنه لا يلفت نظرها سوى شيء واحد لا يتناسب مع الصورة المثالية لعائلات روتنر على الأقل فهي ألا تجد له تفسيرا وذلك رغم أنها تحدثت معك كثيرا عنه بعد 50 ثانية عم بعد 40 ثانية عني بعد 30 ثانية عنك بعد 15 دقيقة أجل عني عنا يا إيمي ميا لا تفهم لما تكتبين لي ما تكتبين لي بهذا المعدل وبهذه الكيفية لا تفهم سبب الأهمية التي تولينها لمراسلتنا قالت إن إيمي لا ينقصها شيء على الإطلاق حين تشعر بالقلق فهي تعرف أنه بإمكانها أن تأتي إليه أو تذهب إلى صديقة أخرى وحين تكون في حاجة لجرعة ثقة بالنفس فليس عليها سوى أن تتمشى في منطقة مشاه وحين تشعر بالرغبة في بعض المغازلة فيمكنها أن تمنح الرجال في الشارع أرقام انتظار سيقفون أمامها طوابيرا في انتظار أدوارهم لكل ذلك لكل ذلك لا تحتاج رجلا تنفق جهدها ووقتها على مرسلته بالبريد الإلكتروني أجل ميا لا تعرف لما تحتاجين إلي يا إيمي بعد دقيقتين وأنت أيضا لا تعرف السموية ليو؟ بعد 9 دقائق بل أعتقد أنني أعرف أصدق ما قلته حرفيا حاولت أن أشرح لميا أنني بالنسبة لك جزيرة منعزلة توفر لك بعض التسلية بعيدا عن حياتك العائلية اليومية شخص يقدرها ويعزها كما هي ومن دون أن تكون في حضرته ليس عليها سوى الكتابة ولا شيئا آخر ولكن هذا التفسير لم يقع ميا قالت إيمي لا تحتاج إلى التسلية ولو احتاجت إلى تسلية فلن تبضل جهدا أبدا من أجل الحصول عليها إذا بذلت إيمي جهدا فهذا يعني أنها ترغب في شيء بصورة جدية وإذا رغبت إيمي في شيء فهي لا ترغب في الكثير منه فحسب بل فيه كله بعد ثلاث دقائق العلمية لا تعرفني جيدا يا ليو ما هو هذا الكل شيء الذي أريده منك لم أكل حتى تسبك اتماعك لم أدر حتى رأسي جانبا حتى أصدر طيار هواي تشعر به يا عزيزي ليو فقد تفوقت علي الصديقة ميا في كل ذلك ولا أريد أن أعرف كم اقتربت من كل شيء فيك أكثر مني بعد دقيقة اشعدني أنك للمرة الأولى لا تريدنا أن تعرفي بعد خمسين ثانية طيب كم اقتربت ميا من كل شيء فيك بعد دقيقتين يتوقف على معنى كل شيء عندك بعد خمسة وخمسون ثانية أترى يا ليو هذه مرة أخرى الإجابات الشهيرة منك التي تبرر المجهود الذي أبزله على الكتابات لك يمكنك أن تقول لصديقة ميا ذلك متى ستقابلها مرة أخرى؟ اليوم؟ بعد ثلاث دقائق لا أنا اليوم مدعو لدى بعض الأصدقاء للعشاء علي أن أجاهز نفسي الآن أتمنى لك مساء سعيدا بعد خمسة وأربعون ثانية ولن تستحب ميا معك؟ يبدو أنها لم تقترب من كل شيء فيك بعد دقيقة لم تقترب كثيرا يا إمي إن كانت هذه إجابة تريحك بعد أربعين ثانية أجل إنها تريحني بعد خمسين ثانية إمي 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 في اليوم التالي الموضوع ميا طب يومك يا ليو سأقابل ميا غدا لك مني تحية إمي بعد عشر دقائق مرحبا إمي لابد أنه أمر لطيف لك ولطيف لميا لك مني أيضا تحية ليو بعد خمسين ثانية ألا تريد أن تقول شيئا آخر؟ بعد عشرين دقيقة ماذا يدور في ذهنك يا إمي؟ هل لابد في رأيك أن يسيبني الهلع؟ إمي أنا لم أهرب من المدرسة ميا ليست مترستي وأنت يا إمي لست أمي لا أخاف شيئا بعد ثلاث دقائق ليو إذا كنت أنت تعرف ما أقصد فأفضل أن أعرف ذلك منك اليوم لا غدا من ميا هل ستبوح لي؟ بعد أربعة دقائق إذا كنت أنام مع ميا ربما لا تريد ميا أن تعرفي ذلك إن كان هذا يحدث بالفعل بعد دقيقة ونصف أنت من لا يريدني أن أعرف ولكني عرفته رغما عنك لا يكتب مثل ما تكتب إلا واحد ينام مع ميا بعد ثلاثة عشر دقيقة وإن صدق ظنك فسيكون ذلك بمثابة كارثة هل سيربك هذا عالمك الخارجي؟ أم أنها اللعبة القديمة من أيام الطفولة؟ أم أنها اللعبة القديمة من أيام الطفولة؟ ما لا أستطيع أن أحصل عليه محرم على صديقة الأثيرة بعد أربعة دقائق ليو ينقسك الندوج للحديث في هذا الموضوع دعنا منه إذن طاب يومك سنقرأ من بعضنا قريبا ايمي بعد عشر دقائق وأنت ينقسك المزاج الرائق يا عزيزتي أجل سنقرأ من بعضنا لا شك في اليوم التالي الموضوع ميا مرحبا ليو لقد قابلت ميا بعد ثلاثين دقيقة عرف يا ايمي لقد سبق وأن قلت لي ذلك بعد دقيقتين ألا تريد أن تعرف كيف كان اللقاء؟ بعد أربع دقائق سؤال جيد يمكنني أن أختار إجابة من إجابتين الأولى ميا ستحكي لي الثانية أنت إيمي ستحكي لي كل شيء حالا أختار الإجابة الثانية بعد دقيقة جانبك الصواب يا عزيزي اسأل ميا ما هارك سعيد بعد سبع ساعات ديلة سعيدة يا إيمي كان أداؤك اليوم ضعيفا في اليوم التالي الموضوع إيمي عزيزتي رفيقة رسائل الإلكترونية هل تشعرين بالإهانة؟ لماذا؟ هل حكت لك ميا شيئا لم تريد سماعة؟ بعد ساعتين ونصف ليو أنت تعرف جيدا ما حكته ميا لي وأنت تعرف جيدا ما لم تحكيه ميا لي أجل إنه لطيف جدا أجل نشعر بتفاهم عميق أجل نتقابل كثيرا أجل يكون الوقت متأخرا أحيانا بين قوسين ابتسامة وضحكة خافتة أجل إنه رجل يمكن أن أتخيل؟ بين قوسين تنهيدا ولكن إيمي لا يهم إن كنا قد مارسنا الجنس هذا ليس الأمر الحازم بعد ساعتين ونصف إيمي لما تريدين دوما أن تتحدث عن الجنس؟ وهلو ما جرى؟ ليو هذه ليست ميا التي أعرفها ميا التي أعرفها تتحدث لساعات عن الجنس وتصف أثناء ذلك كل عضلة مشاركة بشكل أو بآخر في ذلك ولو كانت المشاركة رؤية أو سماعا في مقدور ميا أن تقسم من منظور الطب الرياضي الضروة التي لا تزيد على خمس ثوان إلى سبع مراحل وتلقي محاضرة لمدة ساعة عن كل مرحلة من المراحل السابع هذه هي ميا هل تعرف من ليست ميا؟ وهل تعرف من ليست ميا على الإطلاق؟ بين قوسين إيمي لما تريدين دوما أن تتحدث عن الجنس؟ هذه ليست صفر بالمآة ميا ولكن ما في المآة ليولعك؟ ليو ماذا فعلت في ميا؟ ولماذا؟ لكي تغضبني؟ بعد 13 دقيقة هل لم تسألك ميا عن سبب اهتمامك الكبير بما إذا كنت أمارس الجنس معها أم لا؟ هل لم تقل لك إنها أيضا لا تسألك عن عدد المرات التي تمارسين فيها الجنس معها؟ هل لم تسألك ميا عما تريدينه مني؟ فعلت أليس كذلك؟ وبماذا أجبتي؟ بعد 50 ثانية رسائلا إلكترونية بين قوسين ولكن ليس مثل هذه الرسائل بعد دقيقة ونصف لا يمكن أحيانا الانتقاء والاختيار بعد ثلاث دقائق لا أريد الانتقاء والاختيار أريد رسائل جميلة من تلقاء نفسها فيما مضى ياليو كتبت لي رسائلا جميلة ومنذ أن صرت تمارس الجنس مع ميا كل كتابتك مراوعة أجل الذنب ذنبي أنا من جمعتك بميا كان هذا خطأ مني بعد ثمانية دقائق عزيزتي إمي أعيدك بأنك ستحصلين على رسالة جميلة مني لا تشغلي نفسك بمياة ولكن اليوم لا أستطيع سنذهب إلى المسرح لا أعني ميا وأنا وإنما شقيقتي وبعض الأصدقاء وأنا طاب يومك ليو وبلغي تحياتي إلى البيانو بعد خمس ساعات هل عدت من المسرح؟ لا أستطيع النوم اليوم هل حكيت لك عن ريح الشمال؟ لا أتحمى ريح الشمال التي تهب من نافذة مفتوحة كم هو جميل لو كتبت لي الآن بضع كلمات اكتب لي إذن اغلق النافذة سأرد قائلة لا أستطيع النوم والنافذة مغلقة بعد خمس دقائق هل تنامين ورأسك جهة النافذة؟ بعد خمسين ثانية ليو أجل أنام ورأسي مائل قليلا جهة النافذة بعد خمسة وأربعون ثانية وماذا لو استدرت 180 درجة ونمت وقدماك مائلتان قليلا جهة النافذة؟ بعد خمسين ثانية لا أستطيع لأنني سأبتعد عند إذ عن الطاولة الصغيرة والأبجورة بعد دقيقة أنت لا تحتاجين الأبجورة للنوم بعد ثلاثين ثانية لا ولكن للقراءة بعد دقيقة إذن اقرأي ثم استديري ونامي وقدماك مائلتان إلى النافذة بعد أربعين ثانية إذا استدرت فسوف أفيق ويتعين علي القراءة مرة أخرى حتى أنام وفي هذه الحالة سأفتقد الطاولة والأبجورة بعد ثلاثين ثانية وجدتها ضعيها على الجانب الآخر من السرير بعد خمسة وثلاثون ثانية لا أستطيع سلك الأبجورة قصير بعد أربعين ثانية خسارة لدي هنا سلك تطويل بعد خمسة وعشرون ثانية أرسله لي بالبريد الإلكتروني بعد خمسة واربعون ثانية طيب أرسله لك كملف بعد خمسين ثانية شكراً وصل سلك رائع طويل جداً سأوصله الآن بعد أربعين ثانية احترسي حتى لا تتعثري فيه ليلاً بعد خمسة وثلاثون ثانية سأنام نوماً عميقاً هادئاً بفضلك وبفضل السلك بعد دقيقة فلتق برياح الشمال في أي مكان تريد بعد خمسة واربعون ثانية ليو أكن لك معزة خاصة جداً جداً ما تعنيني ريح الشمال؟ ما دامت كلماتك؟ نسيم الصباح بعد ثلاثين ثانية وأنا أيضاً أكن لك معزة خاصة جداً ليلة سعيدة بعد خمسة وعشرون ثانية ليلة سعيدة وأحلام جميلة في مساء اليوم التالي بدون موضوع طاب مساءك يا إمي انتظرت اليوم حتى أكتب أنا أولاً أليس كذلك؟ بعد خمس دقائق ليو انتظر دوماً أن تبدأ أن توي الكتابة ولكن غالباً بلا جدوى هذه المرة تحملت الانتظار هل حالك على ما يرام؟ بعد ثلاث دقائق نعم في أفضل حال تحدثت لتوي مع ميا وقررنا أن نبوح لك بكل شيء عنها إن كنت لا تزالين تريدنا معرفة كل شيء بعد ثماني دقائق لن أعرف إن كنت أريد ذلك إلا بعد أن تحكي لي وعلى كل حال فتمهيدك يدفعني إلى ترجيح أنني سأعرف أنني لا أريد أن أعرف بعد أن تخبرني إذا كان الأمر يتعلق بقصة حب وحمل ورحلة إلى البندقية وموعد حفل زفاف فلا تثقل علي به تشاجرت اليوم مع زبون كما أن دورتي الشهرية قد بدأت بعد أربع دقائق لا ليست قصة حب لم تكن أبدا كذلك ويدهشني أنك تشكين في ذلك إلى هذا الحد قبل ذلك كنت واثقة من موضوعك نعم موضوعك هذا هو لب الموضوع هل تريدين التفاصيل؟ بعد ست دقائق ليو هذا ليس من الإنصاف في شيء لم أكن متأكدا من أي موضوع لم يكن هناك موضوع أصلا لما أفكر فيما قد يحدث حين تقابل صديقتي كنت أشعر بالفضول لمعرفة ماذا ستقول هي وماذا ستقول أنت وحين قلت أو بالأحرى لم تقل شعرت كما أنه لا يعجبني ما قلته أو لم تقوله أنت وميا ولكن واصل الحاكي فقد كتبت على أي حال أهم جملة الجملة الأولى الآن لا يمكن أن يحدث الكثير بعد ساعة ونصف رأينا بعضنا ميا وأنا لأول مرة في عصر ذلك الأحد وعرفنا على الفور سبب جلوسنا في ذلك المقهى عرفنا أن سبب وجودنا في ذلك المكان هو أنت لا نحن لم يكن لدينا أي فرصة لنقترب من بعضنا أو نقع في حب بعضنا بعضا كنا الحالة الضد لشخصين مقدرين لبعضهما شعرنا من اللحظة الأولى وكأننا عرائس أو قطع شطرنج تخصك وبدأتي لتواكي في تحريكها يا عزيزتي إيمي ولكننا لم نفهم اللعبة وحتى اليوم لا نفهمها إيمي أنت تعرفين أن ميا تقدرك وتكن لك قدرا كبيرا من الإعجاب بل وتحسدك أيضا هل كنت تريدين أن تزيدي من اهتمامي بك؟ نعم فلما؟ هل كنت تريدين أن أعرف روعة وكمال حياتك العائلية؟ لماذا؟ ما شأن ذلك بمراسلتنا؟ هل هذا سيحول من دون ريح الشمال؟ التي تهب عبر نافذتك فتمنع عنك النوم؟ وميا ميا لم تعد تعرفك ولكنها أحست من البداية أنني محرم عليها وكأنني أحمل لوحة حول رقبتي مكتوب عليها ملك لإيمي ممنوع اللمس شعرت ميا أنك اختزلتها في أداة تنصت وأن عليها أن تحكي لك بالتفصيل المملة عني وأن عليها أن تنقل لك الجانب الآخر مني الذي لا تعرفينه الجانب المادي الملموس حتى تكتمل صورتي في ذهنك ولكننا يا إيمي لم نكن مستعدين للقيام بالدورين المرسومين لنا على أكمل واجه قررنا أن نفسد عليك لعبتك الغريبة أن نعاندك لم نقع في حب بعضنا بعضا ولكننا نمنا معا شعرنا بالراحة استمتعنا ومن دون أن نفرض على أنفسنا أي التزامات فعلنا ذلك من دون دقات قلب ومن دون رغبة كبيرة ومن دون شغاف كان كافيا لنا أن فعلنا ذلك كيدا فيك كان أسهل الأشياء وأكثرها صراحة في العالم كنا غاضبين منك فلعبنا لعبة داخل اللعبة نجح الأمر في الليلة الأولى ولكنه لم ينجح في المرة الثانية على المدى الطويل يمكن أن ينام سنانا مع بعضهما بعضا ولكن لا يمكن أن ينام ضد شخص ثالث اتضح أن علاقتنا لا يمكنها أن تتطور ولكننا تقابلنا بعد ذلك أكثر من مرة واستمتعنا بالحديث معا استلطفنا بعضنا بعض ولا نزال واستمتعنا بإبعادك عما يدور بيننا كنوع من العقاب على قرورك هذه هي الحكاية أنا متشوق لمعرفة ما إذا كنت ستفهمينها وكيف ستعظمينها يا رفيقة رسائل الإلكترونية ها هو الليل قد حل وأرى البدر مكتملا في السماء وريح الشمال خفتت يمكنك أن تترك رأسك جانب النافذة بعد يومين بدون موضوع عزيزتي إيمي يشعر المرء بالرثة على نفسه حين يظل معلقا في الهواء لمدة يومين كما أنا معلق في الهواء وكما تتركيني معلقا في الهواء أرجوك أن تعيديني إلى الأرض ولو بعنف ولكن لا تتركيني معلقا هكذا مع قال استحياتي ليو في اليوم التالي الموضوع الهضم مرحبا ليو خلع عيون تدرعه أثناء لعب الكرة الطائرة وقضينا ليلتين في المستشفى هذا نذر يسير فيما يخص العائلة المثالية والآن فيما يخص الهضم حاولت أن أهضم رسالتك أكثر من مرة ولكنها مستعصية على الهضم هي الآن هاريس بلا طعم سألت إن كان قصدي أن أجعلك تعرف من ميا عن روعة وكمال حياة العائلية عزيزي ليو جانبك أن توامي الصواب تماما في هذا الموضوع حياة العائلية جيدة ولكنها ليست مثالية كاملة لا توجد علاقة بين الحياة العائلية عامة والكمال والمثالية بل يتعلق الأمر بالصبر والمثابرة والتسامح والأزرع المخلوعة للأطفال هل تأزن لي على سبيل الاستثناء أن أشير إلى خبرة طويلة التي ويؤصفني أن أقول ذلك لا تمتلكها أنت ولا ميا الحياة العائلية والمثالية نقيدان لا يجتمعان والآن فيما يخص اللعبة داخل اللعبة أنت نمت مع ميا لأنكما كنتما غاضبين مني لم أسمع شيئا طفوليا هكذا منذ وقت طويلة ليو ليو قد خصم ذلك من عصيك الكثير الفصل السابع بعد يومين الموضوع ترتيب وفارز مرحبا إمي كيف حالك؟ حالي ليس على النحو الأفضل لست فخورا بنفسي كان علي أن لا أتعرف على ميا كان علي أن أعرف يا عزيزتي أن ذلك سيربطني بك على نحو عبثي وجهت لك اللوم مدعيا أن ذلك كان هدفك أسحب نصف ما قلته كان هذا هدفا مشتركا لنا لم نجرؤ على الاعتراف بذلك أمام أنفسنا ميا كانت همزة الوصل بيننا قمت بتسليتها علي وانتقمت لنفسي بها منك اهتمام ميا المتزايد بي يماثل اهتمامها المتزايد بك يا إمي أعتقد أنك من عليه أن يتنازل ويحاول الاقتراب من صديقته وأنا من علي أن يتراجع بضع خطوات علي الترتيب والفرز أتمنى لك يوما طيبا ليو بعد ساعة وما الشيء التالي الذي تنوي فرزه يا ليو أنا بعد ثماني دقائق كنت أظن أن رسائل الإلكترونية مفروزة من تلقاء نفسها ولكن أعتقد أنه يتعين علي تدريجيا أن أجذب المكابح بعد أربعة دقائق ليو المتردد عاد إلى فترته أعتقد علي تدريجيا أن أجذب المكابح هل تستمتع بمشاركتي في إعلانك الخجول عن نيتك في الانسحاب من فضلك يا ليو اجذب المكابح ولكن اجذبها على نحو جيد ولا تعذبني بأعتقد أنه يتعين علي تدريجيا لقد بدأ ذلك يغيظني بعد ثلاث دقائق طيب سأجذب المكابح بعد أربعين ثانية أخيرا بعد خمسة وثلاثون ثانية شذبتها بعد خمسة وعشرون ثانية وماذا بعد بعد دقيقتين لا أعرف أنتظر التوقف بعد خمسة وعشرون ثانية هاك هو سعيدة بعد يومين بدون موضوع مرحبا إمي هل توقفنا عن الكتابة لبعضنا بعضا؟ بعد سبع ساعات فيما يبدو في اليوم التالي بدون موضوع شعور مريح أن لا يتلقى المرء رسائل بعد ساعتين ونصف أجل قد اعتاد المرء على ذلك بعد أربع ساعات الآن فقط يدرك المرء كم كان ذلك أمرا شاقا بعد خمس ساعات ونصف ضغط ضغط لا يطاق بعد يوم بدون موضوع وكيف حالمية بعد ساعتين لا أعرف لم نعضنا تقابل بعد ثماني ساعات حقا خسارة بعد ثلاث دقائق أجل خسارة في اليوم التالي بدون موضوع إنني أستمتع بالوقت الذي أقضيه معك هاليو بعد تسع ساعات شكرا على المجاملة الرقيقة لا يسعني سوى ردها بأفضل منها أو بمثلها في اليوم التالي بدون موضوع وكيف حال مارلينا هل أصبت بانتكاسة أخرى بعد ثلاثة ساعات حتى الآن لم يحدث ذلك وأعمل جاهدا على أن لا يحدث كيف حال الأسرة الكريمة كيف حال ركبة يوناس بعد ساعتين دراعو بعد خمس دقائق أجل صحيح مع درا كيف حال دراعو بعد ثلاث ساعات ونصف لا يراه أحد بسبب الجبس بعد نصف ساعة آه صحيح معك حق بعد يومين بدون موضوع كم هو أمر المؤسف يا إيمي لم يعد لدينا ما نقوله لبعضنا بعضا بعد عشر دقائق ربما لم يكن لدينا أبدا ما نقوله لبعضنا بعد ثمانية دقائق ولكننا تحدثنا كثيرا كثيرا بعد عشرين دقيقة تحدثنا صامتين كلمات فارغة بعد خمس دقائق ما دمت تقولين ذلك فلا بد أن يكون صحيحا بعد سنتين عشر دقيقة كم هو جيد أنك جذبت ذراع المكابح بعد ثلاث دقائق أنت من أعلنت التوقف يا إيمي بعد ثماني دقائق وأنت تردده يوميا بعد خمس ساعات هل علينا أن نتوقف تماما بعد ثلاث دقائق لقد توقفنا بالفعل بعد خمسين ثانية في مقدورك أن تثبتي من همة أي أحد بعد دقيقتين تعلمت ذلك منك يا ليو ليلة سعيدة بعد ثلاث دقائق ليلة سعيدة بعد دقيقتين ليلة سعيدة بعد دقيقة بعد دقيقة بعد دقيقة ليلة سعيدة بعد خمسين ثانية ليلة سعيدة بعد أربعين ثانية ليلة سعيدة بعد عشرون ثانية ليلة سعيدة بعد دقيقتين الساعة الثالثة صباحا هل تهب ريح الشمال؟ ليلة سعيدة بعد خمسة عشر دقيقة الثالثة وسبعة عشر دقيقة بل ريح الغرب وهي لا تعنيني ليلة سعيدة في صباح اليوم التالي الموضوع صباح الخير صباح الخير يا ليو بعد ثلاث دقائق صباح الخير يا امي بعد عشرين دقيقة سأسافر اليوم إلى البرتغال لمدة أسبوعين للتصيف مع الضفلين ليو هل ستكون موجودا حين أعود؟ لا بد أن أعرف بموجود أعني متى أعني حقا؟ أعني موجود فحسب أنت تفهم ما أعني لا أمانع أن تجذب المكابح لا أمانع أن نتوقف ليس لدي مانع من تبادل الكلمات الصامتة الفارغة ولكن تبادل الكلمات الصامتة الفارغة معك لا بدونك بعد ثمانية عشر دقيقة نعم يا عزيزتي امي لن أنتظرك ولكني سأكون موجودا حين تعودين ستجدينني وقت ما تحتاجين إلي حتى أثناء التوقف سنرى ماذا ستفعل بنا الاستراحة التي ستمتد لأربعة عشر يوما لعلها تؤثر فينا تأثيرا طيبا أعتقد أننا مهدنا لها في الأيام السابقة لقي مني كل المودة ليو بعد ساعتين ثمت شيء قبل أن أسافر يا ليو ولكن أرجو كن صريحا معي هل فقد تهتمامك بي؟ بعد خمس دقائق هل تريدين أن أكون صريحا حقا؟ بعد ثماني دقائق نعم كن صريحا بصراحة وبسرعة لو سمحت علي أن أذهب معي وناس لفك الجبس بعد خمسين ثانية حين أرى أن إحدى رسائلك قد وصلت تتسارع دقات قلبي يحدث هذا اليوم مثل أمس وقبل سبعة أشهر بعد أربعين ثانية رغم الكلمات الفارغة الصامتة كم هو جميل؟ عن قصة الإجازة سلام بعد خمسة وأربعين ثانية سلام بعد ثمانية أيام بدون موضوع مرحبا ليو أنا في إنترنت كافيه في بورتو أكتب لك فقط حتى لا يتوقف قلبك عن الخفقان من كثرته عدم تسارع دقاته حالنا على ما يرام الصغير يعاني منذ بداية الإجازة من الإسهال والكبيرة وقعت في حب مدرب ألعاب مائية بورتغالي لم يبقى سوى ستة أيام أشتاق إليك ملحوظة لا تبدأ شيئا جديدا مع مرلينا بعد ستة أيام الموضوع مرحبا عزيزي ليو عط كيف كانت الاستراحة؟ ما الجديد؟ افتقدتك لم تكتب لي أخاف من رسالتك الأولى وأخاف أكثر من أن تدعني أنتظر سؤال ماذا نحن فاعلون؟ بعد خمسة عشر دقيقة إمي ليس هناك ما تخشينه ها هي رسالتي الأولى وهي عادية جدا واحد لا يوجد جديد اثنان الاستراحة كانت طويلة ثلاث لم أكتب لك لأنها كانت استراحة أربعة افتقدتك أيضا ربما أكثر مما أفتقدتني فلديك ابنة في السادسة عشر من عمرها تحاولين حمايتها من مدرب الألعاب المائية البرتغالي كيف انتهت القصة؟ خمسة ماذا نحن فاعلون؟ ثمت سلسة إمكانيات مواصلة ما نحن عليه التوقف اللقاء بعد دقيقتين رد على أربعة فيونا ستهاجر إلى البرتغال وتتزوج المدرب البرتغالي وتظن أنها عادت معنا فقط لتحزم حقائبها رد على خمسة أختار اللقاء بعد ثلاث دقائق بالأمس حلمت بك حلما مكثفا يا إمي بعد دقيقتين حقا حدث ذلك لي أيضا أعني أنني حلمت بك أيضا بصورة مكثفة ماذا تقصد بمكثفة؟ هل كان الحلم مكثفا والسلام؟ أم على الأقل أيروتيكيا؟ بعد خمسة وثلاثون ثانية أجل غاية في الأيروتيكية بعد خمسة وأربعون ثانية حقا هذا كلام لا يتناسب معك إطلاقا بعد دقيقة أنا نفسي اندهشت أيضا بعد ثلاثين ثانية والتفاصيل من فضلك ماذا فعلنا؟ كيف كان شكلي؟ كيف كان وجهي؟ بعد دقيقة لم أر الكثير من الوجه بعد دقيقة ونصف يا لك من رجل على أغلب الظنية كنت إميزة الصدر الكبير التي كانت في المقهى بعد خمسين ثانية لما أنت منشغلة هكذا بالصدر الكبير؟ هل لديك مشكلة من الصدر الكبيرة؟ بعد دقيقتين أنا معجبة جدا بك في هذا الشأن يا ليو أنت لا تريد أن تعرف إن كان صدري كبيرا بل تريد أن تعرف إن كان لدي مشكلة مع الصدر الكبيرة هذا مناف تماما لطبيعة الرجال حتى ليظن المرء أنك تعاني من متلازمات المشكلة مع الصدر الكبيرة بعد ثلاثة دقائق إمي فلتعتبريني لا جنسيا ولكن سيان عندي ما إذا كان الصدر كبيرا أو صغيرا أو سميكا أو رفيعا أو عريضا أو مسطحا أو دائريا أو بوضاويا أو مدبب الحواف أو مربع لا يهمني أي صدر لا أعرف وجه صاحبته وعلى الأقل أفتقد للموهبة والقدرة على الاهتمام بحجم الصدر بمعزل عن كل ما يشكل المرأة بعد دقيقة ها أنت تناقض نفسك قبل ثلاث رسائل حكيت عن حلمك الأيروتيكي الذي رأيت فيه فيما يبدو كل ما يمكن لرجل أن يراه مني إلا وشي لا تقول أن صدري لم يلفت نظرك بعد خمسة وخمسون ثانية لم أرى في الحلم وجها ولا صدرا ولا أي شيء من جسدك أحسست بكل شيء فحسب بعد دقيقة ونصف لو كنت لم ترى مني أي شيء فكيف تعرف أنني المرأة التي تحسستها في الحلم بعد دقيقة لأنه لا توجد امرأة تعبر عن نفسها مثلك بعد دقيقتين ونصف كنا نتكلم بينما أنت تتحسسني بعد خمسين ثانية لم أتحسسك من دون أن أراك ولكن أحسست بك فيما تفرق شاسع بين الفعلين نعم تكلمنا وفعلنا أشياء أخرى بعد خمسة وثلاثون ثانية قمة الأيروتيكية بعد دقيقة ونصف لن تفهمي يا إمي على ما يبدو أنك تتقمصين شخصية رجالك حين تفكرين في هذه الأمور بعد دقيقتين هنا رجالي وهنا الواحد المتفرد ليو المترفع عن الانشغال بالصدور دعنا ننهي حديثنا اليوم بهذا التمييز السامي يجب علي قضاء بعض الأمور سأكتب لك غدا تحياتي إمي في اليوم التالي الموضوع لقاء ليو هل نتقابل؟ ما رأيك؟ لدي ما يكفي من الوقت بيرنهارد في إجازة مع الأولاد وأنا بمفردي بعد خمس ساعة ونصف ما بك يا ليو؟ هل فقدت القدرة على الكلام؟ بعد خمس دقائق لا يا إمي أفكر في حسب بعد عشر دقائق لا يمكن أن يكون ذلك أمرا جيدا أعرف بذقة فيما تفكر ليو دعنا نلتقي دعنا لا نضيع الفرصة التي ربما تكون الأخيرة ماذا لدينا لنخاطر به؟ ماذا يمكن أن نخسر؟ بعد دقيقتين واحد أنت اثنين أنا ثلاثة نحن بعد سبعة عشر دقيقة ليو أنت تصاب بالذورة من مجرد فكرة أن اللقاء على أرض الواقع سنرى بعضنا بعضا وسنستلطف بعضنا بعضا وسنتحدث إلى بعضنا بعضا كما اعتدنا أن نتحدث ولكن شفاهة سنشعر بالألفة من الدقيقة الأولى وبعد ساعة لن يعود في مقدورنا أن نتخيل ما كان سيصير حالنا إن لم نلتقي سنجلس في مائدة صغيرة في مطعم إيطالي سأكل الماكرون الإسباكتي بالبيستو أمام عينيك هل يمكن أن تكون بالمحار؟ وسأدير رأسي جانبا لأصدر طيار هواء ستشعر به يا عزيزي ليو أخيرا طيار هواء حقيقي محسوس يحررنا من القيود الإفتراضية بعد ساعة ونصف إمي أنت لستمية لم أتوقع شيئا من ميا ولا هي مني ميا وأنا بدأنا كالمعتاد من دون أن نعرف بعضنا بعضا على خلاف حالنا يا إمي نحن نبدأ من نهاية الخط لا يوجد سوى اتجاه واحد إلى الوراء نسير في اتجاه صدمة كبيرة لن نستطيع أن نعيش ما نكتبه لا يمكننا أن نستبدل الصور الكثير في مخيلتنا سيكون أمرا مخيبا ومحبطا إذا كنت أقل من إمي التي أعرفها وستكونين أقل منها وستحبطين إن كنت أقل من لي الذي تعرفينه وسأكون أقل منه سنفترق بعد لقاءنا الأول وقد أفقنا ثقيلين كما بعد وجبة دسمة لم يطب لنا مذاقها رغم أننا انتظرناها سنة كاملة ونحن نتدور جوعا جعلناها تفور وتغلي على مدار شهور ثم ماذا؟ النهاية أكلنا هل سنتصرف كأن شيئا لم يحدث؟ إمي سيكون لدى كل منا سورة للآخر باهتة فاقدة للبريق ومحبطة منزوعة الجاذبية والسحر لن نعرف ماذا عسانا أن نكتب لبعضنا بعضا لن نعرف لماذا نكتب لبعضنا بعضا أصلا وفي وقت ما فيما بعد قد نتقابل صدفة في مقهى أو في متر الأنفاق سنحاول أن لا نتعرف على بعضنا بعضا أو نتظاهر بأننا لم نرى بعضنا بعضا وننصرف عن بعضنا بعضا مسرعين سنشعر بالإحراج بسبب ما وصل له حالنا وما تبقى منه لا شيء شخصان غريبان لديهما ماض وهمي مشترك سمحا له بأن يخطعهما لمدة طويلة بعد ثلاث دقائق يوميا يموت مئات من أنواع الحيوانات بعد دقيقة ما معنى ذلك بعد خمسة وخمسون ثانية ليو أنت تولولو تولول تولول وتتشاءم تتشاءم تتشاءم بعد خمسة وعشرون ثانية تتشاءم بعد أربعين ثانية على ما تستفهم بعد دقيقة ونصف كتبتي خمس مرات تولول وأربع مرات تتشاءم إذن فسمت تولول زيادة بعد دقيقة ملاحظة دقيقة وتخريجة جميلة ليو بشحمه ورحمه مدقق بصورة مرادية إلى حد ما ولكنه مجامل ومؤدب بصورة لطيفة ولذا أريد أن أرى عينيك عينيك الحقيقيتين ليلة سعيدة واحلم بي وانظر لي ولو مر أثناء ذلك بعد ثلاث دقائق ليلة سعيدة يائمي آسف أنا كما أنا كما أنا بعد دقيقتين الموضوع لقاء خفيف نهارك سعيد يائمي هل تزالين قاضبة أم يمكننا أن نشرب اليوم كأسي نبيذ في انتظار ردك ليو مرحبا ليو اليوم ألتقي بمياه في عالم الواقع قررنا أن نفعل كما كنا نفعل في الأيام الخوالي ونختم ثهرتنا في آخر بار يكون مفتوحا وهذا يعني أننا قد نصر حتى الخامسة صباحا بعد 16 دقيقة فهمت يجب أن يستغل المر الوقت الذي لا تكون فيه الأسرة موجودة في المنزل بل لغيميات حياتي طاب مساءك بعد ثمانية دقائق هذه من الرسائل القليلة التي لا أريد أن أعرف منها كيف تبدو حين تكتبها وبالمناسبة لديك تصور سطحي عن الأسرة أو على الأقل عن أسرتي لا أحتاج أن أنتظر أن تسافر أسرتي كي أسهر حتى الخامسة صباحا خارج المنزل يمكنني أن أفعل ذلك وقت ما أشاء بعد ثلاث دقائق ويمكنك أن تقابليني وقت ما تريدين؟ سواء كان بن هارد مسافرا مع الأولاد أو جالسا في غرفته بين قوسين قد يزورك في غرفتك في أي وقت؟ بعد 20 دقيقة ليو اظهر وبان كان في وسعك أن تتدخر كلامك بالأمس عن التبعات المحتملة للقاء الأول فمشكلتك لا تكمن في ذلك على الإطلاق مشكلتك اسمها بيرن هارد فأنت لا ترضى لنفسك أن تكون رقم 2 بعده أنت لا تريد أن تقابلني لأنه لا يمكنك من منظور نظري أن تحصل علي سواء كنت تريد ذلك فعلا أم لا في الرسائل يمكنك الاستحواز علي لنفسك ويمكنك أن تتعامل مع هذا النمط من العلاقة على أفضل وجه في وسعك أن تقترب أو تبتعد كما يحلو لك أليس كذلك؟ بعد 45 دقيقة امي لم تجيبي على سؤالي هل ستودين لقاء لو كان زوجك في البيت جالسا في الغرفة المجاورة؟ وسؤال إضافي ماذا ستقولين لزوجك؟ لعلك ستقولين حبيبي سأقابل الليلة رجلا ورسله منذ عام نكتب لبعضنا بعضا في أغلب الأحوال يوميا من صباح الخير إلى ليلة سعيدة وعادة يكون هو أول شخص أخبره شيئا في بداية اليوم وغالبا ما يكون هو آخر شخص أخبره شيئا قبل أن أنام وليلا حين تهب رياح الشمال ولا أستطيع النوم فلا أذهب إليك يا حبيبي بل أكتب لذلك الرجل رسالة فيرد عليه وحينها لا تعنيني ريح الشمال فكلماته نسيم الصباح ماذا نكتب لبعضنا بعضا؟ مورا شخصيا فحسب عن أنفسنا؟ وعما كان سيصير حالنا لو أنك يا حبيبي لست موجودا في حياتي؟ أنت والأولاد؟ أجل وكما قلت لك سأقابله اليوم بعد خمس دقائق لا أقول لزوجي يا حبيبي قط بعد خمسين ثانية عذرا إمي تقولين بالطبع بيرنهارد فهذا أكثر احتراما بعد أربعة دقائق ليو لا تغضب ولكن تصورك عن الزواج الناجح يدعو للرثاء هل تعرف ماذا سأقول لبيرنهارد؟ سأقول بيرنهارد سأخرج الليلة سأقابل صديقا قد أتأخر وهل تعرف بماذا سيكون رد بيرنهارد؟ أتمنى لك وقتا طيبا وهل تعرف لماذا سأقول ذلك؟ بعد دقيقة لأنه لا يهمه ماذا تفعلين بعد أربعين ثانية لأنه يثق فيه بعد دقيقة يثق فيك من أي زاوية بعد خمسين ثانية يثق أنني لن أفعل شيئا يضر بحياتنا معا أو قد يضر بها بعد تسعة دقائق آه صحيح فأنت ستذهبين إلى العالم الخارجي غير المهم؟ أما العالم الداخلي؟ فسيظل مصونا إمي ماذا لو وقعت في حبي ووقعت في حبك؟ ماذا لو دخلنا في علاقة عاطفية أو غرامية أو سميها كما شدت؟ إمي ألن تفعلي حين ذاك شيئا يضر بحياتك مع بيرنهارد؟ أو قد يضر بها؟ بعد 12 دقيقة ليو أنت تنطلق من فروض خاطئة لن أقع في حبك ولن تتطور علاقتنا إلى علاقة قرامية أو عاطفية أو أي شيء آخر إنه مجرد لقاء كما يلتقي المرء صديقا قديما أثيرا لم يره منذ وقت طويل هو أننا لم نرى بعدنا بعضا منذ وقت طويل بل لم نرى بعدنا بعضا قط وبدلا من أن أقول ليو شكلك لم يتغير؟ سأقول هذا إذن شكلك يا ليو هذا كل شيء بعد 8 دقائق هل تعنين أنك سترضين بأن أقع أنا في حبك؟ أي بحب من طرف واحد؟ فسأكتب لك بالتأكيد طيلة حياتي رسائل ثم أؤلف لك قصائدا وأغاني وربما أوبريت ومصرحيات غنائية فيتسنى لك وقتها أن تقولي لنفسك أو لبرنهارد أو لكي ليوما أترى لقد أحسنت صنعا حين قابلته آنذاك بعد 40 ثانية لابد أن مرلينا قد كسرت فيك الكثير بعد 4 دقائق لا تتهرب من الموضوع يا إمي مرلينا ليس لها أي علاقة بما نتحدث فيه هذا موضوع يخصنا نحن الاثنين أم نقول الثلاثة فزوجك طرف في الموضوع بشكل ما مهما حاولت إنكار ذلك وأنا لا أصدقه أنها مجرد صدفة أنك تريدين أن تلتقي بي الآن بينما زوجكي على سفر بعد دقيقتين لا ليست صدفة لدي هذا الأسبوع وقت أكثر لنفسي وقت أقضيه مع أناس أحبهم وقت لأصدقائي أو لمن يمكن أن يصبحوا أصدقائي وعلى ذكر الوقت الساعة الآن الثامنة يجب أن أذهب مياه في انتظاري بالتأكيد طاب مساءك يا ليو بعد خمس ساعات ليو مرحبا ليو هل أنت مستيقظ؟ هل تود أن تشمعي كأسا من النبيذ؟ ليو 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 حالي ليس على ما يرام إمي بعد ثلاث عشر دقيقة أجل لا أزال مستيقظا أي إنني استيقظت مجددا لقد ضبطت صوت الإعلام عن رسائل الإلكترونية الواردة على أقصى درجة ووضعت حاسب المحمول بجانب رأسي فانتزعني الصوت من نومي إمي كنت أعرف أنك ستكتبين للليلة كم الساعة؟ لا نزال في منتصف الليل لم تظل لي مع مياه وقتا طويلا كما كان مخططا لا لن نشغى نبيذا لقد نظفت أسناني ومطاق النبيذ على معجون الأسنان يشبه حساء الماكرونة مع قهوة الصباح بعد دقيقتين ليو أنا سعيدة جدا أنك رضطت علي كيف عرفت أنني سأكتب لك؟ بعد سبع دقائق واحد لأنك تحبين أن تقضي وقتك مع أناس تحبينهم أي مع أصدقائك أو من يمكن أن يصبحوا أصدقائك اثنان لأنك وحدك بالمنزل ثلاثة لأنك تشعرين بالوحدة أربعة لأن ريح الشمال تهب بعد دقيقتين أشكرك يا ليو أشكرك يا ليو على أنك لست غاضبا مني لقد كتبت لك بالأمس رسائلا فضيعة أنت لست صديقا عاديا أنت تعني لي الكثير 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 أنت تعني لي أنت من يجيب على الأسئلة التي لم أطرحها أجل أشعر بالوحدة ولذا أكتب لك بعد أربعين ثانية وكيف كان لقائك بمية؟ بعد دقيقتين ونصف كان فضيعا لا تحب طريقتي في الكلام عن بيرنهارد لا تحب طريقتي في الكلام عن زواجي لا تحب طريقتي في الكلام عن أسرتي لا تحب طريقتي في الكلام عن رسائلي لا تحب طريقتي في الكلام عن ليو لا تحب طريقتي في الكلام لا تحب لا تحبني بعد دقيقة لماذا تحدستما عن هذه الأمور؟ كنت أظن أنكما تريدان القيام بجولة بين البارات كما في الأيام الخوالي بعد ثلاث دقائق ما فات قد فات لا يمكن للمرء أن يعيده وعلى المرء أن لا يبكي على الأيام الخوالي لأنها كما يقول اسمها قد خلت ومضت إلى غير الرجعة من يبكي الأيام الخوالي يهده العجزة والشيبة والحزن سأفسح لك عن أمر أتعرف كنت أريد أن أرجع إلى بيتي إلى ليون بعد خمسين ثانية كم هو جميل أنني أصبحت بيتك بعد دقيقتين ليون بصراحة ما رأيك في ياوة في بيرنهارت بعد كل ما سمعته مني ومن مية أرجوك بصراحة تامة بعد أربعة دقائق فعلا هل هذا سؤال يصلح للساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل وماذا عن رغبتك في إبعاد حياتك الداخلية خصوصا عني ولكن كما تريدين أعتقد أن زواجك ناجح بعد خمسة وأربعون ثانية ناجح هل في هذا الوصف قدر من الانتقاص هل هذا شيء سيء؟ لماذا يعطيني كل الأشخاص المهمين بالنسبة إلي الشعور بأن العلاقات الناجحة علاقات سيئة؟ بعد ست دقائق إمي لم يكن فيه قدر من الانتقاص حين يكون شيئا ناجحا فلا يمكن أن يكون سيئا ألستم حقا؟ الشيء السيء هو الشيء غير الناجح حينها يتعين على المرء أن يسأل نفسه لماذا لا ينجح؟ أو هل يمكن أن ينجح؟ ولكن إمي أنا فعلا الشخص غير المناسب لمناقشة زواجك ببرنهارد معه ومي أيضا شخص غير مناسب لهذا الأمر أعتقد أن بيرنهارد هو الشخص المناسب لهذا الأمر بعد ثلاثة عشر دقيقة إمي هل نمتي؟ بعد خمسة وثلاثون ثانية ليو أود سماع صوتك بعد خمسة وعشرون ثانية ماذا؟ بعد أربعين ثانية أود سماع صوتك بعد ثلاث دقائق حقا؟ كيف تتصورين أن يتم ذلك؟ هل علي أن أجهز شريطا وأرسله لك؟ ماذا تريدين أن تسمعي بني؟ هل تكفي تجربة صوتية؟ واحد وعشرون، اثنين وعشرون، ثلاثة وعشرون؟ أم علي أن أترنم بأرنية حين أمسك مصادفة بالنغم الصحيحة فإنها لا تفلت مني وحينها يمكنك أن تصاحبني على البيانو بعد خمسة وخمسون ثانية الآن ليو أود سماع صوتك أرجوك حقق لي هذه الأرنية هاتفني على هذا الرقم اترك لي رسالة على المجيب الآلي أرجوك 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 بضع كلمات فحسب بعد دقيقة وأود أن أسمع كيف تنطقنا مثل هذه الجمل التي تكتبينها بخط سميك في رسائلك هل تصرخين؟ هل يكون صوتك رنناً أم صارخاً؟ بعد دقيقتين طيب إليك الإقتراح التالي يا ليو تتصل بي الآن وتقرأ لي رسالة على المجيب الآلي مثلاً بين قوسين حقاً كيف تتصورين أن يتم ذلك؟ هل علي أن أجهز شريطاً أرسله لك؟ وماذا تريدين أن تسمعي مني؟ هل تكفي تجوبة صوتية؟ واحد وعشرون، اثنين وعشرون، ثلاثة وعشرون أم علي أن أترنم بأغنية؟ وهكذا بعد ذلك أتصل بك وأقرأ الآن ليو أود سماع صوتك أرجو حقق لي هذه الأمنية وهكذا بعد ثلاث دقائق اقتراح آخر موافق ولكن دعينا نؤجل ذلك إلى الغد أنا متعب وصوتي سيكون مجهداً نقوم بفقرة المجيب الآلي حوالي الساعة التاسعة مساءاً بصحبتي كأس من النبيذ الجيد اتفقنا؟ طيب طاب ما تبقى من ليلتك يا ليو أشكرك على أنك بجواري أشكرك على أنك سريت عني أشكرك على أنك موجود شكراً بعد 45 ثانية والآن سأرمي الحاسوب المحمول خارج فراشي ليلة سعيدة في المساء التالي الموضوع أصواتنا مرحباً إمي هل نفعلها؟ بعد ثلاث دقائق بالتأكيد أنا متوترة جداً بعد دقيقتين وإذا لم يعجبك صوتي وإذا صدمت وإذا قلت في نفسك هكذا كان يتكلم معي هذا الرجل طوال الوقت بين قوسين نخبكي أشرب نبيذاً من ريف فرنسا بعد دقيقة ونصف والعكس إذا لم يعجبك صوتي إذا أفزعك إذا لم ترغب في الحديث معي بعد ذلك بين قوسين نخبكي أشرب ويسكي إن أذنت لي فأنا متوترة بدرجة لا يصلح معها النبيذ بعد دقيقتين فلنأخذ الرسالتين هاتين موافقة؟ بعد ثلاث دقائق ولكنهما رسالتان صعبتان تتكونان من أسئلة فحسب من الصعب نطق الأسئلة حين يتكلم المرء مع أحدهم للمرة الأولى والصعوبة تزداد بالنسبة للنساء بعد دقيقة إمي دعينا نبدأ الآن أنا سأتحدث أولاً وبعد خمس دقائق تتحدثين وحين نفرق من الحديث نكتب لبعضنا بعضاً وبعد هذا نسمع الشريطين اتفقنا؟ بعد ثلاثين ثانية قث رقمي هاتفك لو سمحت بعد خمسة وثلاثين ثانية معذرة ها هو سأبدأ الآن بعد تسع دقائق انتهيت والآن أنت بعد سبع دقائق انتهيت من يسمع أولاً؟ بعد خمسين ثانية نحن الاثنان في الوقت نفسه بعد أربعين ثانية طيب وبعد ذلك نكتب لبعضنا بعضاً بعد أربعة عشر دقيقة ليو لما لا تكتب؟ إذا لم يعجبك صوتي فلا تخجل أن تقول ذلك لي في وجهي بين قوسين صندوق بريدي إذا لم تكتب على الفور سأشرب الزجاجة عن آخرها وإذا أصبت بتسمم ستدفع تكاليف العلاج في المستشفى بعد دقيقتين لمي لا أجد كلمات تصف ما أشعر به عني أنني منضحش تخيلتك على نحو مختلف تماماً هل تتحدثين دوماً على هذا النحو أو غيرت صوتك؟ بعد خمسة وأربعون ثانية كيف أتحدث؟ بعد دقيقة بصورة أيروتيكية للغاية بعد سبع دقائق كم هو لطيف منك هذا الوصف؟ يمكنني التعايش معه كلامك المنطوق أجرأ من كلامك المكتوب صوتك صوت مدخن جملة مفضلة هكذا كان يتكلم معي هذا الرجل طوال الوقت بعد دقيقة ليو واصل الشرب تروقني حين تشرب يروقني حين يجتمع ذلك مع صوتك بعد عشرين دقيقة ليو أين أنت؟ بعد عشر دقائق دقيقة أفتحوا زجاجة من النبيذ الأحمر نبيذ الريف الفرنسي جيد يا إمي نحن نشرب منه نادرا نادرا وقليلا لو شربنا أكثر وأكثر سنصير أكثر سعادة وسوف ننام بصورة أفضل صوتك أيروتيكي جدا يا إمي أحبه مارلينا صوتها أيضا أيروتيكي ولكنه مختلف مارلينا باردة بالمقارنة بك يا إمي صوت مارلينا عميق ولكنه بارد صوت إمي عميق ودافئ وتقول ويسكي 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 فلنشرب كأسا آخر نخبنا أشرب نبيذا أحمر فرنسي إمي سأقرأ كل رسائلك مرة أخرى وسيكون وقعها مختلفا كنت أقرأ رسائلك بالصوت الخاطئ قرأتها بصوت مارلينا مارلينا في البدايات حين كان كل شيء طازجا لم يكن ثمت سوى الحب وكان كل شيء ممكنا هل أنت على ما يرام يا إمي؟ بعد خمس دقائق ليو هل لا بد أن تشرب بسرعة؟ هل يمكنك أن تشرب بتمهل حتى لا تسمل سريعا هكذا؟ إذا كنت قد وقعت بجبهتك على الحروف فليلة سعيدة يا عزيزي صحبتك رائعة رائعة ولكنها لا تدوم طويلا خصوصا حين تتسم بالتشويق على الأقل لدي المجيب الآلي سأسمع قبل النوم هكذا كان يتكلم معي هذا الرجل طوال الوقت عدة مرات هذا ولا شك نسمة من نسائمي الصباح بعد 12-10 دقيقة إمي لا تذهبي للفراش لازلت مفيقا على ما يرام دعينا نشرب كأسا آخر اهمسي في أذني ويسكي 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 بعدك سأضع يدي على كتفك في حسب معانقة واحدة قبلة واحدة فقط عدة قبلات فقط إمي أدعوك بجدية تامة أن تأتي إلي سأدفع أجهة التاكسي لا أنت لا تريدين ذلك لا يهم من يدفع التاكسي أسكن في هوغلتر جاسة رقم 17 شقة رقم 15 تعالي لي أم علي أن آتي أنا لك أنت متزوجة للأسف برنهارد أعيدك أريد فقط أريد فقط أن أقترب منك لا أريد أن أعرف شكلك لن نضي النور في الظلام هل في هذا شيء؟ هل هذا خيانة؟ ما هي الخيانة؟ رسالة أم صوت أم رائحة أم قبلة؟ أريد أن أكون بجوارك الآن أريد أن أحيطك بذرعي ليلة واحدة فحسب مع إمي سأغمض عيني لا أريد أن أعرف شكلها أريد أن أشعر أنني بقربها فحسب أضحك سعيدا هل هذه خيانة يا إمي؟ بعد خمس دقائق هكذا كان يتكلم معي هذا الرجل طول الوقت ليلة سعيدة يا لي صحبتك جميلة غاية في الجمال قمة في الجمال قد أعتدها لقد أعتدتها بالفعل لقد أعتدتها بالفعل الفصل الثامن في صباح اليوم التالي بدون موضوع صباح الخير يا ليو لدي خبر سيء يجب أن أسافر إلى جنوب تيرول برناهارد يرقد في المستشفى ضربة شمس أو شيء مشابه كما يقول الأطباء يجب أن أسافر لإحضار الأولاد أشعر بالصدع أكثرت من الويسكي أشكرك على الليلة الجميلة لا أعرف أيضا ما الخيانة أعرف فقط أنني محتاجة إليك يا ليو بشدة بشدة وأسرتي تحتاجني سأسافر الآن سأكتب لك غدا أتمنى أن تكون على ما يرام بعد الكمية التي شربتها من النبيذ الريفي الفرنسي في اليوم التالي الموضوع كل شيء على ما يرام ليو لم يبعث لي رسالة أردت فقط أن أقول إننا نعودنا برناهارد عاد أيضا عانى من هبوط بالدورة الدموية حاد ولكنه تعافى الآن اكتب لي يا ليو أرجوك بعد ساعتين الموضوع إلى السيد لايكا السيد لايكا المحترم الكتابة إليك ثقيلة على نفسي للغاية أعترف أنني أخجل من نفسي بسبب ذلك وأعتقد أن حيرات التي وضعت نفسي فيها ستزداد مع كل سطر أكتبه أنا برناهارد روتنر لا أعتقد أنه يجب أن أقدم نفسي أكثر من ذلك لك يا سيد لايكا أتوجه إليك برجاء كبير ستندهش أو ستصدم حين أنطقه رجائي سأحاول فيما بعد أن أفصل لك أسباب هذا الرجاء لست كاتبا ماهرا للأسف ولكن سأحاول أن أشرح بهذه الطريقة غير المعتادة لي كل ما يشغلني منذ شهور وما أصاب حياتي تدريجيا بالاضطراب نعم حياتي وحياة أسرتي وحياة زوجتي أيضا نعم أعتقد أنه يمكنني الحكم على ذلك بعد كل السنوات التي أشناها معا في حياة زوجية يسودها الانسجام والآن الرجاء يا سيد لايكا قابل زوجتي أرجوك إفعل ذلك حتى ينتهي ذلك الأمر غير المريح نحن أشخاص بالغون لا يمكنني أن أملي عليك شيئا ليس في وسعي سوى أن أتوسل إليك قابلها أعاني من ضعفي وقلة حيلتي هل تتصور مدى الإهانة التي أشعر بها حين أكتب هذه الصطور؟ أما أنت يا سيد لايكا فلا لوم عليك أجل لا أستطيع حتى أن ألومك للأسف لا يحق لي ذلك للأسف لا يمكن للمرء أن يلوم شبحا لا يستطيع المرء أن يلمسك أو يمسكك أنت لست شخصا حقيقيا أنت صورة خيالية في ذهن زوجتي مجرد ومساعدة لا نهائية يوتوبيا عاطفية مكونة من حروف لا أستطيع أن أفعل شيئا حيالك لا يمكنني سوى الانتظار حتى يرحمني القدر ويحولك إذا رجل من لحم ودم له ملامح له مواطن ضعف وقوة حين ترك زوجتي هكذا إنسانا مثل باقي البشر غير كامل حين تقف أمامها وجها لوجه ستختفي قوتك الخارقة حينها سيكون في وسعي أن أقاومك حينها سيكون في وسعي أن أدافع عن زوجتي لا تجبرني على التقليب في ألبوم العائلة هكذا كتبت لك زوجتي ذات مرة وها أنا الآن أراني مضطرا إلى فعل ذلك حين تعرفنا على بعضنا بعضا كانت في السالسة والعشرين من عمرها كنت مدرسة بيانو في أكاديمية الموسيقى أكبر منها بأربعة عشر سنة متزوجا أبا لطفلين رائعين حادثة سيارة دمرت أسرتنا ابني زو الأعوام الثلاث أصيب بصدمة ابنة الكبرى أصيبت بجروح بالغة وأنا لازلت أعاني من جروح الحادث أما أم الطفلين زوجتي يوهانا فقد ماتت لولا البيانو لتحولت إلى حطام رجل فالموسيقى حياة ومع نغماتها لا يمت شيئا للأبد حين يكون المرء موسيقيا ويعزف يعيش ذكرياته وكأنها أحداث جارية كان ذلك ما أعنني وألهاني طالباتي وطلابي أعطوا لحياتي معنا وغاية ثم ظهرت فجأة إيما هذه المرأة الشابة الفاتنة الناضحة بالحيوية بدأت في جمع حطام أسرتنا من تلقاء نفسها ومن دون أن تنتظر شيئا مثل هؤلاء البشر موجودون في الحياة لمكافحة الحزن لا يوجد منهم الكثير ولا أعرف كيف استحققتها ولكني وجدتها فجأة إلى جواري رقد الطفلان إلى حضنها أما أنا فقد وقعت في حبها من رأسي إلى أخ موسيقى دمعي وهي أراك يا سيد لايكا تسأل نفسك وماذا عن إيما؟ هل وقعت الطالب أدات الثلاثة والعشرون ربيعا في حب ذلك الفارس الحزين؟ الذي يقترب من عقده الخامس آنذاك؟ لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال كم أسهم الأعجاب بموهبة الموسيقية في ذلك؟ حيث حققت آنذاك نجاحا باهرا وكنت عازف بيانو يحتفى به كم أسهم في ذلك الشفقة والتعاطف والرغبة في المساعدة في الأوقات الصعبة؟ كم أسهمت في ذلك حقيقة أنني كنت أذكرها بوالدها الذي فارقها مبكرا؟ كم أسهم في ذلك حبها لفيونا وليوناس؟ كم أسهم في ذلك حماسي الذي نعكس عليها؟ وكم أسهم في ذلك حب الجارف لها؟ كم أسهمت في ذلك؟ كم أسهمت في ذلك ثقتها في أنني لن أتخلى عنها بسبب امرأة أخرى؟ إخلاص الأبدي الذي كانت واسقة منه صدقني يا سيد لايكا لم أكن لأجرؤ من الاقتراب منها لو لم أشعر بأنها تشعر تجاهي بأحاسيس بنفس قوة ما أشعر به انتجاهها كانت منجزبة إلي وإلى الطفلين بصورة لافتة للنظر كانت تريد أن تصبح جزءا من عالمنا وصارت جزءا من عالمنا جزءا أصيلا حاسما ومركزيا بعد سنتين من تزوجنا مر على ذلك ثماني سنوات معذرة لقد أفسدت عليكما لعبتكما وكشفت سرا من الأسرار الكثيرة التي تخفينها عن بعضكما إمي التي تعرفها في الرابعة والثلاثين من عمرها لم أتوقف يوما عن الاندهاش من وجود ذلك الجمال الناضح بالحيوية إلى جواري وكل يوم كنت أتخوف من أن يحدث ما لابد منه مع واحد من معجبيها الشبان الكثيرين وحينها تقول لإيما برنهارد لقد وقعت في حب رجل آخر ماذا عسانا فاعلون لم يحدث ذلك الكابوس ولكن حدث ما هو أسوأ منه أنت يا سيد لايكا العالم الخارجي الذي يخيم عليه الصمت أوهام الحب عبر البريد الإلكتروني المشاعر المتأرجحة الشوق المتناوي الشغف اللامحدود كل شيء موجه على ما يبدو نحو هدف واقعي هدف كبير يتم تأجيله المرة بعد الأخرى لقاء ولا أي لقاء لقاء لن يتم أبدا لأنه سيتخطى كل أبعاد الساعات الأرضية النشوة الكاملة من دون نهاية ومن دون تاريخ الانتهاء الصلاحية لا يمكن أن يعاش إلا في الأزهان لا يسعني أن أفعل شيئا حيال ذلك يا سيد لايكا منذ دخلت تبدلت إيما غائبة بروحها بعيدة بجسدها تجلس لساعات طويلة في غرفتها محضقة في شاشة الكمبيوتر في عالم أحلامها وأمانها تعيش في عالمها الخارجي تعيش معك حين تبتسم أعرف أنها لا تبتسم لي تحاول إخفاء كل ذلك عن الطفلين ألاحظ كم يعذبها أن تجلس لمدة طويلة بجانبي هل تدري كم هذا مؤلم؟ حاولت أن أمرر هذه الفترة بكثير من التسامح لا يجب أن تشعر إيما أبدا أنها محتجزة لدي لا وجود للغيرة بيننا ولكن فجأة لم أعد أعرف كيف أبدأ لم يوجد شيء أو شخص أو مشكلة حقيقية أو حتى جسم غريب حتى اكتشفت جزور الموضوع أحس بالخجلة لدرجة أتمنى معها أن تنشق الأرض وتبلعني لقد تجسست على إيما في غرفتها ووجدت في درج خلفي ملفا ملفا ساميكا منطلئا بمراسلتها مع شخص يدعى ليولعيكا جميع الرسائل مطبوعة الواحدة والأخرى نسخت هذه الأوراق بيد مرتعشة ولكني نجحت في إبعادها عني قضينا إجازة بشعة في البرتغال ابني صغير كان مريضا ووقعت ابنتي الكبرى في حب مدرب رياضة برتغالي صمتت أنا وزوجتي لمدة أسبوعين ولكن كنا نعرف أننا نحاول أن نختع أنفسنا ونتظاهر بأن كل شيء على ما يرام كما كان وكما أملته علينا العادة حينها لم أعد أحتمل أخذت الملفا معي في إجازة وقرأت جميع الرسائل في ليلة واحدة وقد أصابتني نوبة من الرغبة في تمزيق الزات الرغبة السادية في تعذيب النفس منذ أن ماتت زوجتي لم أشهر بمثل هذا العذاب النفسي صدقني يا سيد لايكا وحين انتهيت من القراءة لم أستطع النهوض من السرير طلبت ابنتي الإسعاف ونقلت إلى المستشفى وجاءت زوجتي لإحطاري من هناك أول أمس الآن تعرف القصة كلها يا سيد لايكا قابل إيمة سأتي إلى ذروة إهانتي لنفسي أجل قابلها اقضي معها ليلة مارس معها الجنس أعرف أنكم ستفعلون ذلك أسمح لك بذلك أحررك من كل الشكوك وتأنيب الضمير لن أعتبرها خيانة أشعر أن إيمة لا تريد أن تقترب منك روحيا فقط بل جسديا أيضا تريد أن تعرف وتعتقد أنها تحتاج لذلك ترغب في ذلك إنه التغيير إنه الجديد الذي لا أستطيع أن أقدمه لها ثمت كثير من الرجال أحبوا إيمة ورقبوا فيها ولكن لم ألحظ أبدا أنها انجزبت لواحد منهم جنسيا ثم أرى الرسائل التي تكتبها لك وفجأة أدرك كم يمكن أن تبلغ قوة رغبتها حين يقذها الرجل المناسب أنت يا سيد لايكا الرجل المختار وأكاد أن أتمنى أن تمارس معها الجنس مرة واحدة أكتبوا بالخط السميك كما تفعل زوجتي للتأكيد على رغبتي مرة واحدة مرة واحدة فقط اجعل من ذلك هدفا للشغف الذي صنعته كتابه واجعل منه نهاية المطاف اجعله خاتمة أعيد لي أيها الكائن غير الملموس أو المحسوس زوجتي أطلق صراحها أعيدها إلى أرض الواقع دع أسرتنا مستمرة لا تفعل ذلك من أجلي أو من أجل الأولاد افعل ذلك من أجل إيمة أرجوك وفي ختام هذه الرسالة المحرجة المغجلة لدي رجاء أخير لا تخبر إيمة بما كتبته لك اتركني خارج قصتكما لقد خنت ثقة إيمة قرأت رسائلها الخاصة ودفعت ثمن ذلك لن أستطيع النظر في عينيها إن أعرفت ذلك وقد لا تنظر في عيني مرة أخرى إن أعرفت ذلك ستكره نفسها وتكرهني بنفس القدر أرجوك يا سيد لايكا وفر علينا كل ذلك لا تخبرها شيئا عن هذه الرسالة ومرة أخرى أرجوك والآن أبعث بأبشع رسالة كتبتها في حياتي مع فائق احترامي وخالص تحياتي بيرنهارد روتنر بعد أربع ساعات السيد روتنر المحترم تلقيت رسالتك ولا أدري كيف أرد عليك لا أدري إن كان علي أن أرد عليك أصلا أنا مصدوم لم تهن نفسك فحسب بل أهنت ثلاثتنا يجب أن أفكر في الأمر سأبتعد لفترة ولا أستطيع أن أعيدك بشيء بأي شيء تحية طيبة ليو ليكا في اليوم التالي الموضوع ليو على ما تستفهم ليو ليو أين أنت؟ أسمع صوتك باستمرار دوما الكلمات نفسها هكذا كان يتكلم معي هذا الرجل طوال الوقت أعرف على وجه الدقة كيف يتحدث الرجل ولكنه لا يتحدث منذ أيام هل أصرفت في شرب النبيذ الفرنسي في تلك الليلة؟ هل تتذكر؟ لقد دعتني أن أتي إليك كتبت أريد أن أكون بكربك مرة واحدة أنت لا تتخيل كم كنت أنا على وشك القدوم إليك أفكر فيك طوال الوقت لماذا لا تكتب؟ هل يجب أن أقلق؟ في اليوم التالي الموضوع ليو ليو ماذا حدث؟ أرجوك اكتب لي عزيزتك إيمي بعد نصف ساعة الموضوع إلى السيد روتنر السيد روتنر المحترم أقترح عليك صفقة صغيرة يجب عليك أن تعيدني بشيء وسأعيدك بشيء في المقابل أعيدك ألا أخبر زوجتك بأي شيء عن الرسالة أو خلفيتها وعليك أن تعيدني ألا تقرأ مستقبلا رسالة من زوجتك إلي أو مني إليها أثق في أنك لن تحنث في وعدك هذا إن قطعته على نفسك وفي المقابل يمكنك الثقة في أني سأكون عند كلمتي إذا كنت موافقا اكتب نعم وإلا فإنني سأقدم لزوجتك النبيذ الخالص الذي يخصها والذي تفضلت أن تابست به هنا علي تحية طيبة لأولئك بعد ساعتين نعم يا سيد لايكا أعيدك بذلك لن أقرأ رسائلا غير موجهة إلي لقد قرأت ما يكفي مما لا ينبغي أن أقرأه هل تأذن لي بسؤال هل ستقابل زوجتي بعد عشر دقائق يا سيد روتنر لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال وحتى لو كنت أستطيع فلن أفعل في رأي الخاص لقد ارتكبت خطأ كارثيا برسالتك إلي ويبدو أنه عرض لخطأ كبير في زواجك لم تحاول أن تصلح لسنوات طويلة لقد وجهت رسالتك إلى العنوان الخطأ كل ما حكيته لي كان عليك أن تحكيه لزوجتك مبكرا منذ البداية أنصحك أن تفعل ذلك أن تتدارك الأمر وبالمناسبة أرجوك أن لا تبعث لي بأي رسالة أخرى أعتقد أن كلما كنت تريد أن تقوله قد قلته وقد كان أكثر مما يجب تحية طيبة ليولايكا بعد خمسة عشر دقيقة مرحبا إمي عدت لتوي من رحلة عمل من كولونيا آسف ولكن الضغط العمل هناك كان كبيرا ولم أجد بضعة دقائق للكتابة لك أتمنى أن تكون أسرتك في أفضل حال سأستغل الجو الجميل وأسافر لبضعة أيام إلى أي مكان في الجنوب حيث لا يمكن لأحد أن يتصل بي أشعر بالإرهاق حين أعود سأكتب لك أتمنى لك صيفا سعيدا والقليل من أدرع الأطفال المخلوعة لك مني كل المودة ليو بعد خمس دقائق ما اسمها؟ بعد عشر دقائق من؟ بعد أربع دقائق ليو أرجوك لا تهن زكائي ومعرفتي بك حين تتحدث عن رحلات العمل وضغط الوقت والجو الجميل الذي يجب أن يستغل وتعلن أنه لن يمكن الاتصال بك وتتمنى لي صيفا طيبا فلا يوجد أمامي سوى احتمال واحد امرأة ما اسمها؟ لا تقول مرلينا بعد ثماني دقائق لا يا إيمي جانبك الصواب لا توجد مرلينا ولا أي أحد آخر يجب أن أبتعد لفترة لقد أرهقتني الأسابيع والأشهر الماضية أحتاج إلى الاستجمام بعد دقيقة استجمام مني؟ بعد خمس دقائق استجمام مني أنا سأكتب لك في غضون أيام عيدك بعد ثلاثة أيام الموضوع أفتقد ليو مرحبا ليو إنه أنا أعرف أنك لست موجودا أعرف أنك تستجم من نفسك ولكن كيف يفعل المرء ذلك؟ أتمنى لو يكون في مغدور ذلك أحتاج إلى الاستجمام من نفسي الآن وبشدة ولكن بدلا من ذلك أن شغل بها وأورقها ليو يجب أن أعترف لك بشيء بالطبع لست مضطرة إلى ذلك وليس أمرا جيدا أن أفعل ذلك ولكني مدفوعة دفعا إلى ذلك ليو أنا الآن لست سعيدة على الإطلاق وهل تعرف لماذا؟ على ما أظن أنت لا تريد أن تعرف ولكن ليس لديك فرصة للرفض آسفة لست سعيدة بدونك سعادتي لا تكن إلا برسائل ليو سعادتي تنقصها رسائل ليو لسوء حظي أفتقد هذه الرسائل الآن بشدة والتي بدونها لا تتحقق سعادتي منذ أن سمعت صوتك أفتقدها ثلاث أضعاف المعتاد قضيت ليلة أمس مع ميا كان اللقاء الجيد الأول معها منذ سنوات وهل تعرف لماذا؟ أعرف أن ذلك ليس لطيفا مني ولكن يجب أن تقرأه اللقاء كان جيدا لأنني كنت أخيرا غير سعيدة قالت ميا كنت كما سبق ولكنني أعترفت هذه المرة أمام نفسي وأمامها وهي تشعر بالامتنان لذلك إنه لأمر حزين أليس كذلك؟ ادعت ميا أنني وقعت في حبك كتابيا وقالت إنني لن أستطيع حاليا أن أعيش بين قوسين عيشة سعيدة على الأقل بدونك وقالت إنها تفهم ذلك أليس ذلك أمرا فضيعا؟ إنني أحب زوجي أحبه يا ليو بصدق لقد اخترته هو وأطفاله هو وأطفالي أردت هذه الأسرة ولم أرد أي أسرة غيرها تسببت في ذلك آنذاك أحداث تراجيدية سأحكي لك عنها مرة أخرى هل لاحظت أنني أتحدث طوعا عن أسرتي؟ برنهارد لم يخزلني ولن يخزلني أبدا 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 إنه يمنحني الحرية المطلقة ويحقق جميع أمنياتي إنه رجل طيب المعشر هادئ الطبعي نبيل ومثقف بالطبعي يخنق الروتين المرء بمرور الوقت إيقاع الحياة اليومية منتظم ويحتاج إلى المفاجآت نعرف بعضنا جيدا نحفظ بعضنا بعضا لا يوجد أسرار قالت ميا ربما تفتقدين وجود سر ربما قد وقعتي في حب سر مشوق فرضت ماذا عساني أن أفعل؟ لا يمكنني أن أجعل من برنهارد سرا مشوقا ليو ما رأيك؟ هل يمكنني أن أجعل من برنهارد سرا مشوقا؟ هل يمكنني أن أجعل من حياة عائلية عمرها ثماني سنوات سرا مشوقا؟ ليو 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 أجد صعوبة في كل شيء أفعله الآن مزاجي متعكر ينقصني الحماس لفعل أي شيء تنقصني الرغبة في أي شيء أفتقد الواحد المتفرد ليو لا أعرف إلى ما قد يفدي ذلك أرجوك أسرع من الاستجمام من نفسك أريد أن أشرب النبيذ معك أريد أن ترغب في تقبيلي لا أحتاج لقبل حقيقية أحتاج إلى ذلك الشخص الذي يريد بشدة في بعض الأوقات أن يقبلني فلا يمكنه سوى كتابة ذلك أحتاج ليو أشعر بالوحدة مع زجاجات الويسكي لقد شربت الكثير من الويسكي يا ليو هل تلاحظ ذلك؟ كيف عساها أن تكون الحياة معك؟ إلى متى قد تستولي عليك الرغبة الشديدة في تقبيلي؟ أسبوع شهور سنوات؟ دوما أعرف أنه علي أن لا أفكر بهذا الشكل أنا متزوجة وسعيدة في زواجي ولكني أشعر بالتعاسى أعتقد أن ثمت تناقضا في ذلك التناقض هو أنت يا ليو شكرا أنك سمعتني سأشرب كأسا آخر من الويسكي ليلة سعيدة يا ليو أفتقدك بشدة أود أن أقبلك وأنا مغمضة العينين أود ذلك أود ذلك الآن بعد يومين الموضوع ولا كلمة درجة الحرارة 30 ولم أسمع كلمة من المستجمي من نفسه أدرك أن رسالة الأمس كانت هل كان ذلك أكثر مما تحتمل يا ليو؟ صدقني الويسكي هو السبب الويسكي وأنا أنا من الداخل والويسكي هو ما أخرج ما بالداخل المشتاقة إمي في اليوم التالي بدون موضوع ريح الجنوب ورغم ذلك أتقلب في فراشي حرف منك وسأنام على الفور ليلة سعيدة يا عزيز المستجمي من نفسه بعد يومين الموضوع آخر رسائلي آخر رسالة بدون رد منك ليو ما تفعله في منطه القصوى أرجوك كفة عن ذلك أتألم بشدة مسموح لك بكل شيء إلا الصمت في اليوم التالي الموضوع الرد عزيزتي إمي لم أحترسوى لبضع ساعات لكي أقرر أمرا سيغير حياتي ولكني احتجت إلى تسعة أيام كي أخبرك بتبعاته إمي سأهاجر إلى بوستون لمدة سنتين على الأقل سأترأس مجموعة بحثية في الجامعة هناك وهي مهمة جزابة من الناحية العلمية والمادية وحياة الشخصية تسمح لي بمثل هذه القرارات العفوية لا يوجد الكثير لأتخلى عنه هنا على ما يبدو أنه من تقاليد أسرتنا تغيير القرى مرة في العمر سأفتقد بضع أصدقاء مقربين سأفتقد شقيقتي أدريانا وسأفتقد إمي أجل سأفتقدها بشدة وقررت أمرا آخر وهو قرارا قاس لدرجة ترتعش معها أصابعي حين أخبرك به الآن كتابيا بعد النقطتين سأنهي مراسلتنا إمي يجب أن أخرجك من رأسي لا يمكن أن تصيري أول وآخر من أفكر فيه يوميا بقية حياتي هذا أمر غير صحي أنت مرتبطة لديك أسرى وواجبات وتحديات ومسؤوليات وأنت متعلقة بها إنها العالم الذي تشعرين فيه بالسعادة ولقد أوضحت لي ذلك بشكل صريح قد يخدع المرء نفسه حين يقتلط الويسكي بالحنين كما هي الحال في رسالتك الأخيرة الطويلة ولكن سرعان ما يفيق وينتبه للحقيقة في صباح اليوم التالي أنا على قناعة تامة بأن زوجك يحبك كما يحب رجلا امرأته التي عاش معها سنوات طويلة هكذا ما تفتقدينه ليس إلا مغامرة خارج إطار الزواج بعض المكياج الذي يعوز حياتك الشعورية وذلك سبب ميلك وانجزابك إلي ذلك ما تقوم عليه علاقتنا الكتابية وعلى المدى الطويل سيكون ضرر هذه العلاقة أكثر من نفعي عليك والآن فيما يخصني أمي عمري 36 سنة ها قد كشفت لك عن سني ولا أنوي أن أنضي حياتي مع امرأة ليس لديها وقتا لي إلا في صندوق البريد بوستون ستمنحني فرصة للبدء من جديد شعرت فجأة بالرغبة في التعرف على امرأة بالطريقة التقليدية أراها أولا ثم أسمعها ثم أشمها وقد أقبلها فيما بعد وقد أكتب لها رسالة في وقت ما أما الطريق العكسي الذي سرنا فيه معا فهو لا يفضي إلى شيء يجب أن أفك الحصار المفروض على ذهني لشهور طويلة كنت أراف كل امرأة جميلة في الشارع إمي ولكن لم تستطع أي منهن أن تنافس إمي الحقيقية ذلك أن إمي الحقيقية قد عزلتها عن الحياة العامة والاجتماعية واحتفظت بها لنفسي في الحاسب الآلي هناك كانت تصحبني بعد نهاية العمل هناك كانت تنتظرني قبل أو بعد أو بدل الإفطار هناك كانت تتمنى لي بعد مساء طويل منتع قضيناه معا ليلة سعيدة وكثير ما كانت تظل إلى جواري حتى الساعات الأولى من الصباح في غرفتي في فراشي ولكنها ظلت في جميع هذه المراحل بعيدة صعبة المنال صورها رقيقة لدرجة لا تحتمل مع نظرة الواقعية إليها بدت لي إمي الإفتراضية هشة لدرجة قد تتحط فيها لو لمستها على أرض الواقع وهي في الواقع لم تكن سوى الهواء بين أزرار لوحة المفاتيح التي صنعتها به يوما بعد يوم وإذا نفخت مرة واحدة فستختفي أجل يا إمي حان الوقت سأغلق صندوق بريدي سأنفقه في لوحة المفاتيح سأغلق الشاشة سأودعك عزيزكي ليو في اليوم التالي الموضوع هكذا يكون الوداع هل كانت هذه آخر رسائلك؟ لا أصدق لقد فقدت إيماني بالرسالة الأخيرة ليو ماذا بك؟ لا أنتظر إنجازات فكاهية خارقة حين تريد أن تهرب ولكن ما هذا المشهد التراجدي المفعن بالمرارة؟ ما هذا الوداع؟ كيف يتعين علي أن أتخيل وجهك وأنت تنفخ بين أزرار لوحة المفاتيح على هذا النحو الميلودرامي؟ أجل لقد تركت لنفس الحبلة على الغارب في الفترة الماضية وبالغت في التعبير عن مكنني نفسي وحالة شعورية التي في حد ذاتها أخف من ريشة كانت أحيانا أثقل من جوالي أسمنت أجل لقد وقعت في حب السيد الغامض إلى حد ما هذا صحيح ولكن ليس الثمتي سبب لنجعل من ذلك رواية عاطفية إلكترونية إذا كنت تريد أن تسافر إلى بوستون فسافر إلى بوستون إذا كنت تريد أن تنهي مراسلاتنا فانهيها ولكن ليس هكذا هذا أقل من مستواك وأقل مما أستحق على المستوى الكتابي والنفسي يا صديق العزيز النفخ في أزراري لوحة المفاتيح ليو ما هذا التعبير العاطفي الرخيص هل يجب أن أفكر بين قوسين هكذا كان يتكلم معي هذا الرجل طوال الوقت أرجوك اثبت لي أن هذه لم تكن رسالتك الأخيرة أتمنى لنفسي في الختام شيئا إيجابيا مفاجئا جديرا بالنهاية نقطة تنوير جيدة كل مثلا وختاما أقترح أن نلتقي ستكون هذه على الأقل نهاية طريفة والآن بعد إذنك يجب أن أذهب لأبكي بعد خمس ساعات عزيزتي إيمي وختاما أقترح أن نلتقي بعد خمس دقائق أنت لا تعني ذلك جديا بعد دقيقة بل أنا لا أمزح حين يتعلق الأمر بذلك يا إيمي بعد دقيقتين ما هذا يليو هل هذه نزوة هل زودتك بفكرة جيدة هل حولتك بكلماتي من شخص ميلودرامي إلى ساخر من الواقع بعد ثلاث دقائق لا يا إيمي لم تكن نزوة بل نية فكرت فيها كثيرا لقد سبقتيني في الإفصاح عنها والآن يا إيمي مرة أخرى أود أن أنهي مراسلتنا بلقاء لقاء واحد ووحيد قبل سفري إلى بوستون بعد خمسين ثانية لقاء واحد ووحيد ماذا تعيد نفسك منه بعد ثلاث دقائق الإدراكة والمعرفة الراحة الاسترخاء الوضوح الصداقة حل لغض الشخصية المتعددة الأبعاد فك الحصار شعور جيد بعد ذلك أفضل وصف للتغلب على ريح الشمال وختام مستعق لفترة شيقة من الحياة وإجابة بسيطة على آلاف من الأسئلة المعقدة أو على الأقل كما قلت أنت على الأقل نهاية طريفة بعد خمس دقائق ربما لن تكون طريفة على الإطلاق بعد خمسة واربعون ثانية هذا يتوقف علينا بعد دقيقتين علينا أنت حاليا بمفردك يا عزيزي ليو لم أوافق بعد على لقاء اللحظة الأخيرة وبصراحة أنا بعيدة حاليا عن الموافقة عليه أريد في البداية أن أعرف المزيد عن هذا اللقاء الأولى والأخير أين تريد أن تقابلني بعد خمسة وخمسون ثانية أينما تريدين يا إيمي بعد خمسة واربعون ثانية وماذا نحن فاعلون بعد أربعين ثانية ما نريد بعد خمسة وثلاثون ثانية وماذا نريد بعد ثلاثين ثانية سنعرف حينها بعد ثلاث دقائق أعتقد أنني أريد رسائلا من بوستون لا نحتاج للانتظار للمعرفة أعرف ماذا أريد وما أريده رسائل من بوستون بعد دقيقة لن أكتوى لك رسائلا من بوستون أريد أن أنهي هذه العلاقة وأنا على قناعة تامة أن ذلك أفضل شيء لنا بعد خمسين ثانية وإلى متى تنوي أن تكتب لي بعد دقيقتين حتى لقاءنا إلا أن تقولي إنك لا تريدين لقائي بأي حال فستكون هذه جملة ختمية بعد دقيقة هذا ابتزاز يا سيد ليو كما أن سياغتك في منتهى الخشونة لا أظن أنني أريد أن ألتقي بشخص يتكلم معي بهذه الطريقة تيلة سعيدة في صباح اليوم التالي بدون موضوع طاب صباحك يا ليو لن أقابلك بالتأكيد في مقاهو بر بعد ساعة لسنا مضطرين إلى ذلك ولكن لما لا تريدين بعد دقيقة هناك يلتقي زملاء العمل أو من يعرفون بعضهم بالصدفة بعد دقيقتين لعبة الصدفة دورا كبيرا في تعارفنا بعد خمسين ثانية هل هذه نظرتك إلى علاقتنا دعنا إذن من لقاء الصدفة العابرة في اليوم التالي بدون موضوع ليو ماذا بك؟ لما تكتب لي بهذه الطريقة الخاشنة الفضة؟ لماذا تقلل من شأن قصتنا؟ هل تحاول أن تكون شريرا حتى تخفف من وطة الفراق؟ بعد ساعتين ونصف آسفون يا إيمي ولكني أحاول جاهدا أن أخرج قصتنا من رأسي لقد أوضحت لك ضرورة ذلك بالنسبة لي أعرف أن رسائلي باتت باردة منذ موضوع بوستون لا أحب أن أكتب هكذا ولكني أكره نفسي على ذلك لا أريد أن أستثمر كلاما في قصتنا بعد الآن لا أريد أن أنواصل البناء قبل أن أدعى كل شيء ينهدم لا أريد سوى ذلك اللقاء أعتقد أنه سيكون جيدا لكلينا بعد دقيقتين ماذا لو أردنا أن نلتقي بعد اللقاء مرة أخرى؟ بعد أربع دقائق أستبعد ذلك بالنسبة لنفسي أعني أنني قد استبعدته أصلا أريد هذا اللقاء الوحيد ختاما لائقا لقصتنا قبل أن أسافر إلى أمريكا بعد خمسة عشر دقيقة ماذا تعني لك عبارة ختاما لائقا أو بسياغات أخرى؟ ماذا تريد أن يكون انطباعي عنك بعد اللقاء؟ 1- لطيف جدا ولكنه ليس مشوق كما يكتب الآن يمكنني أن أمحيه مرتاحة البال من جميع ملفات حياتي 2- بسبب هذا الشخص الممل عشت عاما بجوار نفسي 3- رجل مثالي للخيانة الزوجية خسارة أنه على الضفة الأخرى من المحيط الآن 4- رجل ساحر يا لها من ليلة مراسلتنا التي استمرت عاما كاملا كانت تستحق والآن بعد أن فرغت من ذلك الأمر يمكنني التركيز مرة أخرى في تجهيز السندويتشات ليوناس؟ 5- اللعنة إنه هو كنت على استعداد أن أترك بيرنهارت وأسرتي بسببه ولكن للأسف سافر إلى أمريكا البلد التي لا يكتب المرأة منها رسائل ولكني سأنتظره سأوقد له سأوقد له شمعة كل يوم وسأضمه مع الأطفال إلى صلواتي حتى يعودوا في عظمة وخيلاء بعد ثلاث دقائق سأفتقد حسك التهكم يا إيمي بعد دقيقتين يمكنك أن تأخذ معك حزمة منه إلى بوستونياليو لدي ما يكفي منه لم تقل لي ما هي الشخصية التي تحب أن تمثلها بمناسبة لقاءنا الرسمي بعد خمس دقائق لن أمثل أي شخصية سأكون كما أنا وستريني كما أنا ستريني على الأقل كما تعتقدين أنه أنا أو ستريني كما تريدين أن تعتقدي أنه أنا بعد دقيقة هل سأريد أن ألقاق مرة أخرى؟ بعد خمسة واربعون ثانية لا بعد خمسة وثلاثون ثانية لماذا لا؟ بعد خمسين ثانية لأنه لا يوجد مجال لذلك بعد دقيقة كل شيء وارد بعد خمسة واربعون ثانية إلا ذلك ليس واردا على الإطلاق قبل البداية بعد خمسة وخمسون ثانية لكن فيما بعد كثيرا ما ترد أمورا لا تكون واردة قبل البداية وهي أمور عادة جيدة بعد دقيقتين آسف يا إمي ولكن لن تكون رغبتك في لقائي من ضمن هذه الأمور سترين بعد دقيقة لما علي أن أرى ذلك إذا كنت أعرف أنني لن أريد أن أقابلك بعد لقاء الأولى بك فلماذا أقابلك أصلاً بعد دقيقتين الموضوع إلى السيد لايكا السيد لايكا المحترم نمر بأيام عصيبة إذا لم تنتهي فسوف ينتهي زواجنا لا أتصور أنك تريد ذلك أرجو قابل زوجتي وكف عن الكتابة لها أقسم لك أنني ليس لدي علم مطلقاً بما تكتبان لبعضكما ولا أريد أن أعرف أريد فقط لهذا العذاب أن ينتهي مع أطيب تحياتي بيرنهارد روتنر بعد ثلاث دقائق إمي عليك أن تعرفي بنفسك سبب رغبتك في لقائي إن أردت لا يمكنني سواء أن أقول أريد أن أقابلك وقد شرحت لك أسبابي بالتفصيل الممل لكني مني كل المودة وطاب مثاؤك ليو بعد دقيقة ليو يا لوح السلج هكذا كان يتكلم معي هذا الرجل طوال الوقت يا له من أمر محزن الفصل التاسع بعد ثلاثة أيام الموضوع بقية الأسئلة مرحبا ليو أنت لم تعد تكتباني من تلقاء نفسك؟ هل ترد على رسائلي إذن؟ وإلى متى؟ متى ستسافر إلى بوستون؟ تحياتي إمي بعد تسع دقائق طاب مساؤك يا إمي حياتي مضطربة تماما أقف في وسط معمعة التحضير للهجرة إلى أمريكا سأسافر في 16 تموز أي في خلال أسبوعين وأكرر سيسعدني جدا لو رأينا بعضنا بعضا قبل سفري إذا لم تكوني متأكدة من رغبتك في لقائي ففعلي ذلك من أجلي ستدخلين بهجة لا تصف على قلبي لو قلت نعم أعرف أنني سأشعر بالراحة بعد هذا اللقاء وأنا واثق أنك ستشعرين بالراحة أيضا بعد إسنتي عشر دقيقة ليو ألا تفهمني؟ لن يكون حالي على ما يرام بعد اللقاء باعتبر أنه لقاء ودع إلا حين يتضح أنك مختلف عن ما تكتب لي منذ عام بين قسين باستثناء بعض الرسائل الأخيرة الباردة إذا كنت مختلفا فسيمثل اللقاء إحباطا كبيرا لي وسيكون حالي على ما يرام بعدها لأنه اللقاء الأخير وحين تكون واثقا هكذا أن اللقاء سيريحني فإنك تقول لي بشكل غير مباشر اللقاء سيسبب إحباطا لي ولذا أسألك للمرة الثانية لما يتعين علي اللقاء بك لو كان اللقاء محبطا؟ بعد ثماني دقائق أعتقد أن اللقاء لا يجب أن يكون محبطا لك حتى يكون حالك أفضل من اليوم مثلا بعد دقيقة اليوم وكيف تعرف حال اليوم بعد خمسين ثانية حالك اليوم ليس على ما يرام يا إمي بعد خمسين ثانية وحالك بعد خمسة وثلاثون ثانية ليس على ما يرام أيضا بعد خمسة وعشرون ثانية لماذا؟ بعد خمسة واربعون ثانية السبب نفسه مثلك بعد خمسين ثانية ولكن أنت السبب يا ليو لا أحد يجبرك على الاختفاء من حياتي بعد أربعين ثانية بلى بعد ثماني دقائق من؟ من رد علي؟ في اليوم التالي الموضوع أنا 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 من يجبر نفسي أنا وصوت العقل بعد ساعة ونصف ومن يريد أن يقابلني قبل أن يسافر أنت وصوت العقل أيضا أم أنت وصوت اللاعقل أو اللاعقل الخالص أو الخيار الأسوأ العقل الخالص بعد عشرين دقيقة أنا والعقل والمشاعر يدي قدمي عيناي أن في أزناي فمي كل شيء في يريد أن يقابل إيمي بعد ثلاث دقائق فمك؟ بعد خمسة عشر دقيقة بالطبع ليتحدثوا معك بعد خمسين ثانية آه بعد يومين الموضوع اتفقنا مرحبا ليو ليس لدي مانع من المغامرة بلقاء لا يهم متى يسمح وقتك بذلك هذا الأسبوع؟ بعد ساعة ونصف سأترك القرار لك الأربعاء الخميس الجمعة بعد دقيقة غدا بعد ثلاث دقائق غدا فليكن غدا صباحا ظهرا عصرا مساءا بعد دقيقة مساءا ولكن أين؟ بعد عشر دقائق في مقهى تختارينه في مطعم تختارينه في متحف تختارينه في تمشية تحددين مسارها على مقعد فحديقة تختارينها في أي مكان تختارينه بعد خمسين ثانية لديك في منزلك بعد ثمانية دقائق لما؟ بعد أربعين ثانية لما لا؟ بعد دقيقة ماذا تنوين؟ بعد خمسة وخمسين ثانية ماذا تنوي أنت يا ليو؟ أنت من اقترحت أن نلتقي لو تتذكر بعد خمسة وثلاثون دقيقة لا أنوي شيئا قط أريد فقط أن أرى المرأة التي سحبتني على مدى شهور وتركت في حياتي بصمة واضحة أريد أن أسمع المزيد من صوتك أريد أن أتطلع إلى شفتك وأنت تقولين ماذا تنوي أنت يا ليو؟ أنت من اقترحت أن نلتقي لو تتذكر كيف تحركين فمك؟ كيف تلمع عينك؟ كيف يكون محاجبك حين تنطقن هذه الجمل؟ ما هي الأثار التي تركتها ريح الشمال الليلية على وجنتيك على مدى سنوات؟ الكثير من الأشياء تهمني يا إيمي بعد خمس دقائق اهتمامك أتى متأخرا إلى حد ما يا ليو وأعتقد أن الوقت لن يكفي لتمارس أبحاثك على وجهي كم من الوقت تريد أن تقضيه معي؟ إلى متى علي البقاء معك؟ بعد ثلاث دقائق يمكنك البقاء للمدة التي نريدها نحن الاثنان بعد دقيقة وإذا اختلفنا في المدة التي نريدها بعد أربع دقائق سيفرض إرادته مننا من يريد أن لا يطول اللقاء بعد خمسين ثانية أنت تعني أنك أنت ستفرض إرادتك؟ بعد أربعين ثانية لم أقل ذلك بعد عشرون دقيقة كم من المدهش أننا لم نقل الكثير رغم أننا نتحدث طوال الوقت؟ على سبيل المثال كيف سنحي بعضنا بعضا؟ هل سنتصافح؟ هل سنربط على كثف بعضنا بعضا؟ هل أناولك يدي لتقبلها؟ هل أناولك وجنة هبت عليها ريح الشمال لتقبلها؟ أم نحضق في بعضنا بعضا؟ كأننا نرى كائنات فضائية؟ بعد ثلاث دقائق أقترح أن أناولك كأسا من النبيذ في يدك ونشرب نخبان بعد دقيقتين هل لديك ويسكي؟ ولكن أرجو أن لا تكون زجاجة قديمة بها القليل من سائل بني مصفر في هذه الحالة سأكون أنا من يفرد إرادتي وسيكون لقاء قصيرا بعد دقيقة لن يفشل لقاؤنا بسبب الويسكي بعد خمسة وأربعون ثانية بأي سبب إذن؟ بعد دقيقتين لن يفشل سيكون لقاءا جميلا هادئا يا إيمي سترئن بعد ثلاث ساعات هل لديك وقت ياليو؟ أعرف أن الوقت متأخر تناول كأسا من النبيذ الأحمر النبيذ الأحمر له تأثير طيب عليك لدي بعض الأسئلة على سبيل المثال سؤال حول موضوع مفضل واحد هل تعتبر أنه من الممكن أن تريد أن تمارس الجنس معي أثناء اللقاء؟ هل تعتبر أنه ممكن أن أريد أن أمارس الجنس معك؟ ثلاثة إذا حدث ذلك وفعلناه بالفعل هل تعتقد أن حالنا بعدها سيكون أفضل؟ أعني أنك وعدتني تقريبا قائلا إنك واثق أن حالي سيكون على ما يرام بعد اللقاء أربعة كيف يتفق ذلك مع توقعك بأنني لا أريد أن أقابلك ثانية؟ بعد عشر دقائق واحد أعتقد أنه من الممكن أن أرغب في ممارسة الجنس معك ولكن لست مضطرا أن أظهر لك ذلك اثنان أعتقد أنه من الممكن أن ترغبي في ممارسة الجنس ولكن لا أرجح هذا الاحتمال ثلاثة هل سيكون حالنا أفضل بعد ذلك؟ نعم سيكون أعتقد ذلك أربعة لا تريد مقابلتي مرة أخرى لأن لديك أسرة وستشعرين بذلك بعد لقاءنا بعد سبع دقائق واحد هل تعتقد أنني لن ألاحظ أنك تريد أن تمارس الجنس؟ اثنين بعدم ترجيحك لا تبتعد كثيرا عن الحقيقة أقول ذلك فقط حتى لا تمني نفسك بما قد يحبطك ثلاثة أشعر براحة كبيرة حين أراك تتحدث كرجل تقليدي أربعة هل تعتقد فعلا أنه يمكنك الحكم على ذلك مسبقا وأفضل مني؟ وآخر سؤال قبل أن أوي إلى الفراش يا ليو هل وقعت في حبي بعض الشيء؟ بعد دقيقة بعض الشيء؟ بعد دقيقتين طابت ليلتك لقد وقعت في حبك أخاف من اللقاء لا أستطيع ولا أريد أن أتخيل أن أخسرك بعدها لك حبي إمي بعد ثلاث دقائق علينا أن لا نفكر في الخسارة مجرد التفكير فيها نجعلنا مقسر طابت ليلتك يا حبيبتي في صباح اليوم التالي بدون موضوع طاب صباحك يا ليو لم أنم هل آتي إليك مساء اليوم؟ بعد خمس دقائق طاب صباحك يا إمي كم هو جميل أننا نتشارك الأرقى هذه الليلة نعم تعالي إلي هل تناسبك الساعة السابعة؟ يمكننا حينها أن نجلس لفترة في الشرفة بعد ساعتين ليو 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 ماذا لو كان المساء أجمل مما تتوقع؟ ماذا لو وقعت في حب المرأة التي ستراها؟ في تعابير وجهها في نبرة صوتها في حركة يديها في عينيها في شعرها سأستسني الصدر في أذنها اليمنى في ساقها اليسرى ماذا لو شعرت أن هناك ما يربطنا أكثر من سيرفر الإنترنت؟ ماذا لو شعرت أن تعرفنا لم يكن صدفة؟ ليو هل من الممكن حينها أن ترغب في أن تراني مرة أخرى؟ هل من الممكن حينها أن ترغب في أن تواصل الكتابة لي؟ هل من الممكن حينها أن ترغب في الارتباط بي؟ هل من الممكن حينها أن ترغب في العيش معي؟ بعد عشر دقائق إمي أنت مرتبطة بعد خمسة وثلاثون دقيقة ماذا لو لم أكن مرتبطة؟ بعد خمسة واربعون دقيقة ليو هل لا تجد إجابة؟ بعد ثلاث دقائق عزيزتي إمي لا أستطيع الإفتراض لا يمكنني الإفتراض أنك لست مرتبطة لأنك بالفعل مرتبطة إذا تركت أسرتك مساء اليوم وأتيت إلي فسيسعدني ذلك وأتمنى أن يسعدك أيضا ولكن هذا لا يعني أنك غير مرتبطة هل تسمحين لي أن أطرح عليك سؤالا بهذه المناسبة؟ أعرف أنك لا تحبين هذه الأسئلة ولكن أعتقد أنه سؤال مهم ماذا ستقولين لزوجك حين تخرجين اليوم؟ بعد تسع دقائق ليو لا يمكنك الكف عن ذلك سأقول له سأقابل صديقا سيسألني هل أعرفه؟ سأرده لا أظن لم أحكي عنه تقريبا شيئا ثم سأقول لدينا الكثير الذين أود أن نتحدث عنه قد أتأخر سيقول اقضي وقتا طيبا بعد عشرون دقيقة وماذا لو لم ترجعي إلى البيت إلا في الصباح الباكر؟ ماذا سيقول؟ بعد ثلاث دقائق تعتقد أنه من الممكن أن لا أعود إلى البيت إلا في الصباح الباكر؟ هذا جديد عليك بعد ثمانية دقائق ماذا قالت إيمي روتنر؟ ولكن فيما بعد كثيرا ما ترد أمورا لا تكون واردة قبل البداية باختصار كل الأمور واردة وصار هذا أيضا رأيي بعد أربعة دقائق يا له من تشويق وحب أن تتكلم بهذه الطريقة ربما لأنها كلماتي وبالمناسبة لم يبقى إلا أربع ساعات هل أفصح لك أي إيمي من الإيميهات الثلاثة في المقهى ستفتح لها الباب؟ بعد ثلاث دقائق لا يا إيمي لا تفصحي بالعكس أقترح عليك الآتي لا تضحكي أعني ما أقول جديا سأترك البابا مواربا وستدخلين إلى الشقة ثم إلى الغرفة الأولى ناحية اليسار ستكون مظلمة سأعانقك وسأقبلك من دون أن أراك قبلة واحدة فقط بعد خمسين ثانية ثم أرحل بعد ثلاث دقائق بالطبع لا ثم يزيح ثم أزيح الستائر ويرى كل من الشخص الذي قبله ثم أناولك كأسا من النبيذ ونشرب نخبنا ثم نرى بعد دقيقة أريد كأسا من الويسكي وفيما عد ذلك فأنا موافقة على ما اقترحته من مراسم ترحيب في الحقيقة هي فكرة عصابة العين نفسها ولكن بدون عصابة العين أي أكثر رومانسية فلنفعل ذلك هل نفعل ذلك حقا؟ هذا جنون ليس كذلك؟ بعد أربعين ثانية بالطبع سنفعل ذلك بعد أربعة دقائق ولكن ذلك مخاطرة يلي لا أعرف إن كنت سأحب طريقتك في التقبيل كيف تقبل برقة أم بشدة بشفاه جافة أم مبللة وكيف هي قدرة لسانك على المناورة والهجوم؟ هل يكون ملمسه مثل البلاستيك الصلب أم المطاط الطريعي؟ هل تكون عينك مفتوحة أم مغلقة؟ بين قوسين لا يهم ذلك في حالتنا وماذا ستفعله بيدك؟ هل ستمسكني؟ أين؟ هل تكون صامتا؟ هل تكون صامتا؟ أم تصدر أصوات بفمك؟ هيا يا ليو قل لي كيف تقبل؟ بعد ثلاث دقائق أقبل مثل ما أكتب بعد خمسين ثانية إجابة في منتهى الغرور ولكنها إجابة جيدة وبالمناسبة طريقتك في الكتابة متباينة جدا بعد خمسة وأربعون ثانية أقبل أيضا بطريقة متباينة متباينة جدا بعد أربعة دقائق إذا وعدتني أنك ستقبلني مثل ما كتبت لي الأمس واليوم فسوف أخاطر بذلك بعد خمسة وثلاثون ثانية خاطري بعد سنتين عشر دقيقة وإذا رغبنا في المزيد بعد الغبلة بعد أربعين ثانية وما المانع؟ بعد خمسين ثانية هل نفعل إذن ما نريد؟ بعد خمسة وثلاثون ثانية أعتقد أننا سندرك ذلك بدقة حينها بعد دقيقتين أتمنى ألا يدرك واحد منا فقط ذلك بعد أربعة دقائق إذا أدرك أحدنا فسيدرك الآخر أيضا بالمناسبة يا إيمي لم يعود أمامنا سوى ساعتين علينا أن نتوقف عن الكتابة ونجهب ونجهز أنفسنا للقاء أعترف أنني متوتر جدا بعد ثماني دقائق ماذا علي أن أرتدي؟ بعد دقيقة سأترك لك أنت وضوقك حرية الاختيار يا إيمي بعد خمسة وخمسون ثانية أريد أن أعطي الفرصة لخيالك يا ليو بعد دقيقتين عليك أن لا تعطي الفرصة لخيالي في الوقت الحالي إنه يتلعب بي ولا أستطيع السيطرة عليه عليك أن ترتدي أي شيء بعد ثلاث دقائق هل علي أن أرتدي شيئا يزيد من فرصة عدم رفع الستائر بعد القبلة الأولى لأن أيدينا ستكون مشغولة بأشياء أخرى؟ بعد أربعين ثانية ولو أنها إجابة قصيرة؟ نعم بعد دقيقة ونصف الإجابة بنعم على سؤال يريد أن يجاب عليه بنعم لا يمكن أن تكون قصيرة قط سأجاهز نفسي وإذا لم يقفز قلبي خارج القفص الصدري فسنرى بعدنا في خلال ساعة ونصف هاليو بعد ثلاث دقائق ونصف دقي الجرس رقم 15 على جهاز الانتركوم وفي المصعد الضغطي رقم 142 سيقودك إلى الطابق العلوي ولا يوجد سوى باب واحد هنا ستجدينه مواربا اتبعي صوت الموسيقى أنا في غاية السعادة لقرب لقاءنا بعد خمسين ثانية وأنا أيضا يليو وبالمناسبة عمري 34 سنة أي أصغر منك بسنتين بعد دقيقتين إيمي أعتقد أنه يجب أن أتحدث معك باستفادة حول بوستون لقد كونت صورة خاطئة عن بوستون أو عني وعن بوستون موضوع بوستون مختلفا تماما عما تتخيلين سأشرح لك ذلك هناك الكثير الذي لابد من شرحه هناك الكثير الذي لابد من فهمه هل تفهمين؟ بعد دقيقة ونصف على مهلك يا ليو رويدا سيأتي وقت بوستون سيأتي وقت الشرح سيأتي وقت الفهم والآن نقبل بعضنا بعضا أراك قريبا يا حبيبي بعد 45 ثانية أراك قريبا يا حبيبتي الفصل العاشر في مساء اليوم التالي الموضوع ريح الشمال عزيزي ليو أعرف أن ما فعلته لا يغتفر صمتك يثبت لي ذلك لم تسأل لا لم تسأل حتى هذا هو الدرس الذي تريد أن تلقني إياه لم تصر غاضبا لم تحاول إنقاذ الموقف لم تقم بأي محاولة يائسة لم تفعل أي شيء صمت لم تسأل لما وكأنك تعرف السبب وهكذا تعاقبني وزيادة إحباطك لابد أن يكون نصف حجم إحباطي لأن إحباطي يضاف إليه تصوري عن إحباطك ليو سأقول لك لما عادلت في اللحظة الأخيرة نعم في اللحظة الأخيرة من دون مبالغة عن القدوم إليك السبب في ذلك كان حرفا نعم حرف واحد وحيد ظهر في اللحظة والمكان الخطأ لقد سألتني يا ليو ماذا سأقول لبيرنهارد هل تتذكر إجابتي؟ سأقول له سأقابل صديقا سيسألني هل أعرفه سأرد لا أظن لم أحكي عنه تقريبا شيئا ثم سأقول لدينا الكثير الذي نود أن نتحدث عنه قد أتأخر سيقول اقضي وقتا طيبا أجل يا ليو لقد قال ذلك ولكنه أضاف اقضي وقتا طيبا يا إمي كانت العبارة المعتادة اقضي وقتا طيبا ثم وقف ثم أتت هذه الإمي اقشعر بدني يناديني دوما بإما فقط لم يعود يقول لي إمي منذ سنوات لا أستطيع أن أتذكر متى قالها لي آخر مرة ليو الياء بدلا من الألف هذا الحرف الوحيد الغريب أفزعني لم أحبه حين خرج من فمه كان عليه أن لا ينطقه كان نطقه لهذا الحرف كاشفا وفاضحا ومدمرا وكأنه يعرف ماذا أنوي فعله وكأنه قد قرأ أفكاري وكأنه يقول أعرف أنك تريدين أن تكوني إمي أخيرا وجدت الفرصة في أن تكوني إمي وكان علي أن أجيبه إجابة فضيعة بيرنهارد أنا لا أريد أن أكون إمي أنا إمي فعلا ولكني لست ملكك أنا إمي ملك شخص آخر لم يرني أبدا ولكنه اكتشفني عرفني وأخرجني من مخبأي أنا إمي ملك أنا إمي ملك ليو هل تصدقني؟ لدي دليل كتابي على ذلك تأنيب الضمير؟ لا يا ليو لم أشعر بتأنيب الضمير تجاه بيرنهارد شعرت بالخوف من نفسي سعدت إلى غرفتي وأردت أن أكتبالك رسالة وكانت سمت تلك الجملة لعائسة عزيزي ليو لن أستطع أن آتي إليك اليوم آسفة حضقت فيها بضع دقائق ثم محوتها لم يكن في وسعي أن ألغي موعدنا وكأنني لا أريد أن ألغي نفسي ليو حدث شيء لقد غذرت مشاعر الشاشة أعتقد أنني أحبك وبرنهارد شعر بذلك ريح الشمال تهب ماذا نحن فاعلون؟ بعد عشر ثواني تنبيه لقد تم تغيير عنوان البريد الإلكتروني لا يمكن للمطلقي استدعاء بريده على هذا العنوان ويتم محوى الرسائل الواردة أوتوماتيكيا في حالة وجود أسئلة يمكن التوجه بها إلى مسؤول الشبكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر